بسم الله الرحمن الرحيم يعني كان من أهم أهداف القناة على اليوتيوب أن يتم كراءة كتب بتنتمي للعلوم الإنسانية والتجربية لكن يعني كان الغالب على الكتب المقروعة هو انتمائها إلى العلوم الإنسانية خصوصاً التاريخ والأثار كان فيه تجارب بسيطة يعني لكتب تم نشريها بتنتمي للعلوم التجربية زي كتاب عن الفلك وكتاب عن الكيميا ومن المنطلق ده أو النهاردة يعني يسعدني أني أضيف إلى المكتبة المسموعة على قناتي على اليوتيوب أحد أمتع الكتب عن الكيمياء الكتاب ليجراهام ريتشارد معنواً بأسرار الكيمياء ترجمة هشام أحمد محمد مراجعة دكتور السيد عطا يعني هو كتاب شايك أتمنى أنه ينال استحسان المستمع ويكون بيه يعني المعلومات الجيدة عن هذا القسم الهام من العلوم التجربية نبدأ على بركة الله عنوان رئيسي أو افتتاحية للكيمياء بداية يرجع تاريخها وفقاً للتقديرات المعقولة إلى بضع مئات الآلاف من السنين من بعد الانفجار العظيم بيج بانج الذي يعد بمثابة لحظة بدء الكون حسب ما نفهمه ففي ذلك الحين تكونت الجزئيات قبل زمن طويل من ظهور المجرات أو الأجسام الصلبة إلى الوجود وتكون الجزئيات وما تلاها من تفاعلات أدى إلى تكوين جزئيات جديدة ثم أجسام صلبة وفي نهاية المطاف أصبح العالم على ما نحن عليه اليوم وكل ذلك يشكل صلب مادة الكيمياء فالكيمياء كفرع من فروع الدراسة الأكاديمية هي أولاً وقبل كل شيء دراسة الزواهر على مستوى الجزئ والجزئ هو أصغر وحدة مستقرة في المادة في ظل الظروف السائدة في عالمنا ولذا لم أفر من أن نغطي دراسة الزواهر على المستوى أو تغطي دراسة الزواهر على المستوى الجزئي مجالات واسعة النطاق والوحدة الأساسية لكل شيء تقريباً نراه أو نلمسه أو نشعر به هي بالفعل وحدة جزئية وعلى ذلك تشمل الكيمياء البيولوجية الجزئية وطبيعة المواد وخواص الغازات في كل من الغلاف الجوي والفضاء النجمي ولم يعرف الناس أن الجزئات هي الوحدات البنائية للمادة إلا في القرن التاسع عشر لأن معظم المواد إنما هي خليط معقد من جزئيات هي مركبة أصلاً وبالتالي كانت أكبر من قدرات الكيميائيين الأوائل على الفهم التحليلي إلا أنه بمجرد أن بدأ العلماء في تحديد الطبيعة الجزئية للمواد أصبح التقدم سريع الخطأ وحالياً بلغ عدد الجزئيات المتباينة التي أمكن التعرف عليها حتى الآن نحو عشرين مليون جزئ ولقد بلغ من التقدم العلمي أنه صار بالإمكان استنتاج تركيب العديد من الجزئيات بمجرد معرفة وحدات البناء المكونة لها أي زراتها وفي نفس الوقت ما زالت التجربة وليس الاستنتاج القائم على أسس علمية سليمة هي التي يستمد منها قدر كبير من نتائج خلط الجزئيات من أجل إحداث تفاعلات تنشأ منها جزئيات جديدة وحتى إن أمكن أحياناً التنبؤ بنواتج هذه التفاعلات فسوف يزل معدل أو سرعة التفاعلات أمراً رهن التخمين وبمقارنة الكيمياء بالموضوعات المتصلة بها ونعني الفيزياء والبيولوجية فإنها تبدو غالباً من الموضوعات غير المثيرة وكفرع من الدراسة فإنها لا تتمتع بالانتشار الصحفي أو الإعلامي مثل كوركات الفيزياء وجسيماتها أو الثقوبة السوداء والفلك أو التقدم الذي يحدث في البيولوجي والطب ورغم ذلك كان للكيمياء من بين جميع فروع الدراسة الأكاديمية الأثر بعيد المدى على القيم والعادات الاجتماعية فربما كان تأثير القنبلة الزرية تأثيراً مدوياً إلا أن حياة الناس قد تأثرت إلى حد بعيد بالابتكارات الأقل تأثيراً مثل المنظفات والأليافة الصناعية والأصباغ التخليكية والمضادات الحيوية وحبوب منع الحمل وهي جميعاً من ثمار الكيمياء ويسر المؤلف أن يعرب عن شكره وامتنانه للمساعدة الكريمة التي قدمها له هوج أوليفر في تحرير الكتاب مقدمة المترجم الفرق بين دولة نامية ودولة متقدمة هو أن الأخيرة تعتمد بشكل كامل على الإنجازات العلمية المتمثلة في التطبيقات التكنولوجية في جميع مجالات الحياة ثواء في الاستخدام العسكري أو في الحياة المدنية ففي الاستخدام العسكري تستطيع الدولة المتقدمة تكنولوجياً اللجوء للحل العسكري بفضل أسلحتها المتطورة وتحقيق مصالحها السياسية كما شهدنا مؤخراً في حرب الخليج وفي الصراع الدائر بين العرب وإسرائيل أما في الحياة المدنية فنجد أن التطور التكنولوجي يوفر للشعب حياة رغدة ويتمثل ذلك في طرق معبدة ووسائل انتقال مريحة ومساكن صحية وينعم المواطن بالرعاية الصحية والغزاء الجيد إلى آخره والكيمياء من العلوم التي تؤثر تطبيقتها على حياتنا تأثيراً مباشراً على الرغم من عدم تمتعها بالانتشار الصحفي الذي يحظي به شقيقاها علم البيولوجيا والفيزياء فاستخدام الغاز الطبيعي في المنازل والملامس الزهية المستبغة بالألوان والأدوية والدهانات وتعبيد الطرق ما هي إلا أمثلة قليلة من مجالات تفوق الحصر كان لإسهام الكيمياء بشقيها العضوي وغير العضوي الدور الرائع فيهما ومن ثم في الحياة العصرية التي نحياها والشيء بالشيء يسكر فوكاد وهبان الله أعظم معمل كيميائي ألا وهو جسم الإنسان فلكي ننتفع بالغزاء يجب أن يمر بعدة عمليات كيميائية من أجل بناء أنسجة الجسم والحصول على الطاقة والشيء الذي لا يستطيع أن يحيى الإنسان بدونه على الإطلاق هو الماء الذي يتكون من اتحاد زرتي هيدروجين بزرة أكسوجين وفي هذا الكتاب الذي قمت بترجمته للمكتبة العربية يستعرض المؤلف الدور العظيم الذي تسهم به الكيمياء في إثراء الحياة العصرية ويوضح المسئولية الملقاة على عاطق الكيميائي عن طريق ابتكار طرق حديثة للتغلب على المشاكل الناجمة عن التلوث البيئي وابتكار مواد جديدة تتماشى مع مقتديات العصر والله الموافق هاشم أحمد محمد يوليو 1999 الفصل الأول كيف بدأت الكيمياء جزيئات في الفضاء النجمي في البداية وفقا لأفضل النظريات العلمية المتاحة كان هناك انفجار هائل فالانفجار العظيم بيج بانج كما يطلق عليه الفيزيائيون وعلماء الكون اتفك بشكل عام على أنه اللحظة الفريدة التي بدأ عندها الكون ويرجع تاريخه فيما يعتقد إلى قرابة 13 ألف مليون سنة عندما كانت كل المادة والطاقة مجمعة معا في نقطة واحدة فحدث انفجار جعل كل جسيم من جسيمات المادة يندفع بعيدا عن الجسيم الآخر ولا تزال هذه العملية مستمرة حتى وقتنا هذا حيث تتباعد المجرات عن بعضها البعض ومن ثم جاء وصف الكون بالكون المتمدد Expanding Universe عنوان فرعي تكوين الظرات تمتد معلومات الفيزيائيين حاليا عن الكون إلى ما بعد الانفجار العظيم مباشرة بثانية واحدة بل إلى أقل من 1% من الثانية ففي تلك المرحلة كانت درجة حرارة الكون أشد سخونة من مركز الشمس وكانت كثافته تزيد على كثافة الماء بليون مرة ومنذ تلك اللحظة أخذت درجة حرارة الكون تنخفض وكثافته تكل بمعدل سريع في البداية ثم أخذ المعدل بعد ذلك يطباط تدريجيا وعندما استمرت درجة الحرارة في الانخفاض أخذت المكونات الأساسية للمادة تتجمع تدريجا لتعطي تركيبات أكثر تعقيدا وأكثر فكلا مثل ما يحدث على مستوى أبسط عندما يبرد البخار ليعطي في البداية الماء ثم يتحول الماء إلى سلج وفي الدقائق الأولى من بداية الكون كان الوجود المادي الوحيد مقصورا على مجرد الجسيمات الأساسية التي تعتبر وحدات البناء للنوى الزرية بين قصين الجسيمات المركزية للزرات وحاليا لكي ندرس هذه الجسيمات فإننا نضطر إلى استهلاك مقادير هائلة من الطاقة وإجراء تجارب تصادمية لتحتيم الزرات ويتم إجراء مثل هذه التجارب في إطار علم فيزياء الجسيمات بواسطة معجلات عملاقة باهزة التكاليف كذلك الموجودة في معامل المركز الأوروبي للأبحاث النووية CERN بمدينة جونيف بسويسرا أو في ولاية كاليفورنيا وما هي إلا نحو ثلاث دقائق من الانفجار العظيم حتى بدأت تحدث عملية عكسية لتلك التي تقع عند انفجار كومبيلا زرارية أو عند توليد الطاقة النووية ألا وهي تخليق المادة من الطاقة ففي محطات الكدرة النووية تتحرر الطاقة التي كانت تربط بين الجسيمات الأساسية المكونة لنوى الزرات في صورة حرارة وتستخدم في توليد البخار المستخدم في تشغيل التوربينات وتتولد الطاقة من المادة وفقا لمعادلة أينشتاين الشهيرة عين أس 2 في كاف يساوي ته أو ته بتساوي كاف في عين أس 2 حيث ترتبط الطاقة بين كوسين ته بالكتلة بين كوسين كاف بواسطة معدل ثابت كبير عين أس 2 بين كوسين وهو مربع سرعة الضوء ولما كانت السرعة التي ينتقل بها الضوء سرعة عالية جدا 186 ألف ميل في الثانية فإننا لا نحتاج إلى مقادير ضئيلة من المادة من كوبايل اليورانيوم أو البلوتونيوم لتوليد كميات هائلة من الطاقة فإننا لا نحتاج إلا مقادير ضئيلة من المادة من كوبايل اليورانيوم أو البلوتونيوم لتوليد كميات هائلة من الطاقة وفي الكون البدائي تبقت المعادلة بصورة عكسية حيث استخدمت مقادير هائلة من الطاقة لتكوين كميات صغيرة نسبيا من المادة البعض منها في صورة نوى زرية مشحونة بشحنة كهربية موجبة والبعض الآخر على هيئة وحدات بنائية أخرى من المادة مثل الإلكترونات إلكترونز وبدأت الشحنات الكهربية الموجبة الموجودة في النوى الزرية تجذب الإلكترونات الدقيقة المشحونة بشحنة سالبة مثلما تتجازب الأقطاب الشمالية والأقطاب الجنوبية للمغناطيسات غير أن كوى الجذب هذه استدمت بعاملين معوقين هما الهيولية المطلقة والتخبط العشوائي الهيولية هناك هامش لمراجع الكتاب أو ربما لكاتب الكتاب يعلق على الهيولية بأنها تترجم بمعنى الفوضى نستكمل القراءة والتخبط العشوائي للجسيمات الملتهبة مثل مجموعة مغناطيسات هزت بعنف فضعفت قوى التجازب في مواجهة الصدمات الناتجة أو الناجمة عن تخبطها العنيف فيما بينهما غير أنه بعد بضع مئات آلاف السنين برد الكون بدرجة كافية جعلت القوى الجاذبة تتغلب على الهيولية العشوائية واشتركت الإلكترونيات المشحونة بشحنة سالبة مع النوى المشحونة بشحنة موجبة لتكوين زرات متعدلة Neutral Atoms وفي الوقت نفسه أصفلت عملية اندماج النوى عن تكوين أنواع مختلفة من الزرات ونشأ نتيجة لذلك نحو ماءة عنصر كيميائي مستقل وإذا توخينا الدقة فهناك 92 عنصرا تكونت بصورة طبيعية ويعد اليورانيوم أثقل هذه العناصر ومنذ عام 1945 للميلاد تم تخليق نحو 12 عنصرا استناعيا أثقل من اليورانيوم ويتميز كل عنصر Element بعدد الشحنات الموجبة على النواة وهو معروف باسم العدد الزري Atomic Number وتحاطى النواة في الزرة المتعدلة كهربائيا بعدد مماثل من الإلكترونات السالبة وتشكل الزرات المتعدلة وحدات البناء الأساسية للجزيئات فإذا اكتسبت الزرة أو فقدت إلكترونا فسوف تكون لها محصلة شحنة سالبة أو وجبة وغالبا ما تسمى إيون ويوضح الشكل واحد تركيب بعض العناصر البسيطة ويوضح الشكل اثنان جانبا من الجدول الدولي للعناصر برياضيك تيبل والذي يجمل تركيب العناصر المختلفة وعددا من خصائصها وقد استنبت الكيميائي الروسي ديمتري ميندليف الجدول الدوري للعناصر لأول مرة في عام 1886 للميلاد وكان مفادا في ذلك الحين في بعثة دراسية لكل من فرنسا وألمانيا وقد حاول من ميندليف أن يصنف العناصر الكيميائية تبعا لأوزان زراتها ولم تكن الأعداد الزرية معروفة في ذلك الحين وفي مؤتمر عقدة بكارليس روهي عام 1860 للميلاد تم التوصل لحل العديد من المسائل المعلقة الخاصة بالأوزان الزرية أتوميك ويتس مما ذود مندليف بالمعلومات التي استخدمها لإجراء تصنيفه وتتفك العناصر الكيميائية التي تم ترتيبها وفقا لأعدادها الزرية المتساعدة في بعض الخصائص في الأعمدة الرئيسية للجدول بين كوسين المجموعات وفي بعض الخصائص الأخرى بدرجة أقل في الصفوف الأفقية للجدول بين كوسين الدورات فعلى سبيل المثال تتشابه خصائص الماغنيسيوم تماما مع خصائص كل من البريليوم الموجود أعلى في المجموعة ومع خصائص الكالسيوم الموجودة أسفله في المجموعة ضمن فئة المعادن المعروفة باسم معادن الأتربة القلوية ومن جهة أخرى يشترك الماغنيسيوم في بعض الخصائص مع السوديوم والألمونيوم الموجودين على يمينه ويساره في الصف الأفقي بين كوسين الدورة وكشفت المعارف الحديثة عن أن ترتيب العناصر في الجدول الدوري إنما يعتمد على ترتيب الإلكترونات حول دوات الزرة أو بمعنى آخر على الطريقة التي يتكون بها العدد الزري وتشغل الإلكترونات ما يسمى بالأغلفة ولكل غلاف عدد محدد من الإلكترونات يمكن أن يحتويه قبل أن يصبح ممتلئا ويعتبر عدد الإلكترونات الموجودة خارج الأغلفة المملوئة مسؤولا في المقام الأول عن الخصائص الكيميائية للعنصر المعني بما في ذلك أنواع الجزيئات التي سيكونها عنوان فرعي تكوين الجزيئات تميل الزرات في الغالب إلى الاتحاد مع زرات أخرى وعلى الرغم من أن الزرة متعادلة كهربائيا إلا أن لديها ميلا قويا للاتحاد بحيث تستطيع إلكترونيا أن تكون تجمعات مستقرة فالحالة التي يدور فيها إلكترونيا حول النواة تعتبر حالة مستقرة إلى حد ما عن حالة إلكترون واحد يدور حول نواة وعلى ذلك فالهيدروجين فالهيدروجين زوء الإلكترون الواحد أو الوحيد السالب الذي يدور حول الشحنة النووية لوحدة موجبة واحدة لا يكون مستقرا في صورة زرة مفردة ولكن باتحاد زرطي هيدروجين يتكون جزء هيدروجيني أكثر ثباتا يدور فيه الإلكترونان حول كلتا النواتين معا ويمكن التعرف على ترتيب الإلكترونات التي تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار بمجرد النظر إلى مجموعة معينة من العناصر في الجدول الدوري وهي الغازات النادرة أو الخاملة الهيليوم والنيون والأرجون والكريبتو والزينون والرادون وعادة لا تتحد زرات هذه الغازات مع زرات أخرى وهذا يعني أن ترتيب الإلكترونات في أغلفتها لا بد أن يتسم باستقرار خاص وتنم الترتيبات الإلكترونية في هذه الغازات النادرة عن أن أعداد التشبع بالنسبة للأغلفة اتباعا هي 32 و18 و18 و8 و8 و2 ولقد صار المغزى الضقيق لهذه المجموعات الثابتة مفهوما حاليا وذلك بفضل ميكانيكا الكم كوانتوم ميكانيكس التي تتيح التنبؤ بعدد الإلكترونات التي شأنها إدفاء استقرار خاص على أغلفة معينة وتوجد في عناصر أخرى غير الغازات النادرة ترتيبات إلكترونية مشابهة في الأغلفة باستثناء أن الغلاف الأخير غير مكتمل ولا يمكن أن يحقق استقرارا خاصا عن طريق اكتساب أو فقدان بعض الإلكترونات التي تجعل الزرة إما سالبة أو موجبة الشحنة أو بواسطة المشاركة بالإلكترونات كما في حالة جزيء الهيدروجين وتؤدي قابلية الإلكترونات للإتحاد من أجل اكتساب ترتيبات إلكترونية مستقرة إلى تكوين الجزيئات ويوجد بين العناصر الكيميائية المختلفة الملايين من الاتحادات ومن الأمثلة البسيطة للجزيئات جزء الماء H2O وجزء الأمونيا NH3 وجزء الكحول C3H5OH وتوضح هذه السياغ أي زرات من نوعية بعينها موجودة في جزيئات مادة نقية وكم عدد الزرات الموجودة في كل نوع والجزيئات كما ذكرنا في البداية هي الوحدات البنائية لكل المواد التي نراها ونتعامل معها في حياتنا اليومية عنوان فرعي النمازج الجزيئية الجزيئ هو وحدة البناء التي تساعد على تفسير سلسلة كبيرة من الظواهر الموجودة في الطب والبيولوجيا والكيميا وتعد النمازج موديلز هي أبسط وأسهل الطرق لتمثيل الفكرة الجزيئية ويمكن اعتبار الزرات كرات ترتهن أحجامها حسب ما عرف من التجارب بعدد الإلكترونات المدارية بين كوسين المساوية للشحنة النووية الموجبة المحتوية عليها وعلى التركيب الغلافي لهذه الإلكترونات وتمثل الزرات بالفعل بصورة تقليدية على هيئة كرات ملونة ذات أحجام نسبية مناسبة وتعتبر كل كرة تمثيلا مكبرا لزرة بنسبة تناهز 100 مليون مرة تقريبيا وتوضح النمازج كيف تتحد الزرات لتكوين أزواج الإلكترونات المستقرة في الغازات النادرة وعلى سبيل المثال يحتاج الهايدروجين إلى إلكترون آخر بينما يحتاج الكربون إلى أربعة إلكترونات أخرى للوصول إلى مجموعة مستقرة ومن الجدير بالذكر هنا أن العناصر الكيميائية في العمود الرأسي بالجدول الدوري لها ترتيبات إلكترونية متشابهة بين كوسين خصوصا بالنسبة لعدد الإلكترونات المطلوبة لملء أغلفتها الخارجية مما يفسر سبب تشابه خصائصها الكيميائية وعندما تكون الإلكترونات موضع مشاركة بين الزرات يصف الكيميائيون ذلك بوجود روابط باندس بينها وتعتبر هذه الروابط التساهمية إلكترونيك شيرد باندس اتحاد زراتين بإسهام كل منهما بإلكترون يشكل الرابطة روابط قوية وفي درجات الحرارة العادية تتسم الجزيئات المرتبطة بهذا الترابط بين زراتها بأنها جزيئات مستقرة وعلى ذلك فرغم أن تسخين الماء قد يؤدي إلى انفصال الجزيئات عن القوة الضعيفة التي تضمها معا في صورة سائل فإن جزيئات الماء الفردية H2O لا تتحلل إلى هايدروجين وأكسوجين إلا إذا استخدمنا كما كبيرا جدا من الطاقة عنوان فرع جزيئات بين النجوم تكونت بعض الجزيئات خلال السنوات الأولى للكون من زرات اتحدت مع بعضها فنشأت نظم من الإلكترونات التساهمية وأخذت تكتسب مزيدا من الاستقرار مع انخفاض درجة الحرارة وعندما تمدتت كرة اللهب وبردت تسببت الجاذبية في تجمع بعض من المادة الزرئية والجزيئية وتكونت مجموعات من المجرات ومجرات فردية وفي داخل كل مجرة تكثفت سحب الجزيمات الزرية والجزيئية مكونة دقائق من الغبار أدت إلى مزيد من التجمع إلى أن تكونت في وقت اللاحك النجوم مثل شمسنا وفي الجوفة الملتهب للنجوم تسببت التفاعلات النقوية في نشأة تلك الماثة أو نحو ذلك من أنواع الزرات المختلفة أي العناصر الكيميائية والتي من شأنها كما رأينا أن تتحد لتعطي ملايين من الأنواع المختلفة من الجزيئات ونحن نعلم بوجود جزيئات في الفضاء بين النجوم لأننا نستطيع رزدها بواسطة الفلك الإشعاعي راديو أسترونومي فمنذ أن اكتشف في عام 1964 للميلاد نوع الجزيئة البسيط ازدادت القائمة بسرعة حتى أظهرت تضم ما يربو على خمسين نوعا من الجزيئات تتراوح ما بين جزيئات مكونة من زراتين مثل أول أكسيد الكربون إلى جزيئات مكونة من عشر أو أكثر من الزرات المرتبطة مع بعضها في سلسلة ويكشف علماء الفلك الإشعاعي الجزيئات عن طريق النقاط أو عن طريق التقاط الطاقة التي تبثها عندما تنخفض طاقتها الدورانية وفي غير ذلك فإن الضوء القادم من نجم ما قد تمتص سحابة جزيئات عارضة ويرصد هذا الامتصاص الطاقة بعد ذلك بواسطة تليسكوب لاسلكي والمشاكل التي تواجه الكيميائي هي في المقام الأول مشاكل رزدية observational أي تحديد نوع الجزيئات الموجودة وبعد ذلك تصبح المشاكل أكثر تجريداً وتتمثل في تعاليل التفاعلات التي من شأنها أن تفسر تركيزات الجزيئات المرصودة ويعد الهايدروجين من أكثر العناصر شيوعاً في الفضاء بين النجوم ورغم أن الكثافة في هذا الفضاء ضئيلة للغاية فإنه توجد أعداد ضخمة من الجزيئات بسبب ضخمة الفضاء وفي عام 1974 للميلاد قدر ما يوجد بالسحابة المحيطة ببرج القوس من جزيئات الكحول ما يكفي لملق 100 مليون مليون بليون زجاجة ويسكي والثماء المثيرة للدهشة في الوقت الحالي للجزيئات الموجودة في الفضاء بين النجوم هي أنها تحتوي على بعض وحدات البناء الأساسية للحياة فضلاً عن جزيئات متفاعلة كبيرة يستطيع الكيميائي أن يخلق منها تركيبات جزيئية معقدة تماماً تشبه في تعقيدها تلك الموجودة في أبسط أشكال الحياة والحياة في مستوى التعريف الأساسي إنما تتكون من جزيئات يمكنها التكاثر ذاتياً بطريقة ما فالفيروسات حتى وإن لم تكن حية تتناسخ عن طريق شل الآلية التخليقية للخلايا التي تصيبها بواسطة إدخال جزيئات من نفس نوعيها ولدى معظم العلماء ابتناع كامل بأن الحياة بدأت فوق سطح الأرض في تاريخها المبكر غير أن احتمالية أن تكون هذه الخطوة المهمة قد بدأت خارج الأرض وأن الحياة جاءت إلى الأرض ربما فوق سطح مزنب تجد من يناصرها من بعض العلماء البارزين ومن بينهم الفلكي البريطاني فريد هويل ولقد قامت الحياة على سطح الأرض إما لأنها جاءت من الخارج أو هو الأرجح كما سنرى فيما بعد لأن تناسخ الجزيئات أو تناسلها قد نشأ على سطح الأرض الوليدة فيما أسترح على تسميته بالحساء البدائي بري مور ديال صوب وأدت هذه العملية من خلال الانتخاب الطبيعي على المستوى الجزئي إلى وجود صور الحياة التي نعرفها على سطح الأرض فكل شيء إذن تكون من الجزيئات الفصل الثاني عنوان طبيعة الكيمياء بما أن الكيمياء هي علم الجزيئات فلم يكن من المستطاع إحراز تقدم كبير إلا عندما أصبح من الممكن إحصاء ووزن كل من الزرة والجزيئ وعندما نزن شيئا ما فدائما ما نقارن هذا الوزن بشيء قياسي وعندما نتحدث عن وزننا نقول إننا نزن كذا رتلا أو كذا كيلو جراما أي ننسب وزن جسمنا إلى مقياس محدد هو الرتل أو الكيلو جرام وعلى المستوى الزري فلو أمكننا قياس وزن زرة فسيكون المقياس المعياري الملائم هو وزن نواة زرة الهايدروجين فالهايدروجين من دون العناصر الكيميائية جميعها له أبسط الزرات وأخفها عنوان فرعي النوى الزرية ونواة زرة الهايدروجين بشحنتها الموجبة الوحيدة تسمى بروتون ويدور حولها إلكترون وحيد ويكل عنها كثيرا في الوزن ويحصل شحنة سالبة ويمكننا فهم استقرار هذا النظام عن طريق نموذج موديل قام بتصميمه العالمان إيرنيست روثر فورد ونيلز بور وفيه يدور الإلكترون حول البروتون كدوران القمر حول الأرض وينشأ الاستقرار من توازن قوة الجذب بين الشحنتين الموجبة بين كوسين النووية والسالبة بين كوسين الإلكترونية مع تأثير الطرد المركزي للكتلة الدوارة بين كوسين الإلكترون ذلك الطرد المركزي المباسل لما يشعر به المرء عندما يلفف ثقلا مربوطا بخيط من فوق رأسه وإذا كانت القوة الجاذبة للقمر نحو الأرض هي بطبيعة الحال قوة جاذبية وليست قوة كهربية فإن طبيعة قوة الطرد المركزي واحدة ويزيد كثيرا وزن البروتون عن الإلكترون بين كوسين بنسبة تصل إلى نحو ألفين مرة لدرجة أننا لو اعتبرنا كتلة البروتون هي وحدة الكتلة لظلت كتلة زرة الهايدروجين بين كوسين البروتون والإلكترون معا تساوي تقريبا وحدة كتلة واحدة والجسيم الآخر الموجود في نوى الزرات هو النوترون وله نفس كتلة البروتون لكنه لا يحمل شحنة كهربائية بين كوسين متعادل كهربيا والشحنة الموجودة على نواة الزرة والتي تساوي عدد إلكتروناتها الدوارة هي التي تحدد نوع العنصر الكيميائي الذي تعتبر الزرة وحدته الأساسية وعلى ذلك فإذا أضفنا نترونا إلى نواة الهايدروجين بين كوسين أي البروتون فسنحصل على زرة تاز وحدتين لكن لها شحنة موجبة واحدة مع استمرار كونها زرة هيدروجين وتسمى زرات العنصر الكيميائي الواحد التي تتباين في أوزانها الزرية بالنزائر وتسمى النزائر أحيانا بأسماء كيميائية معينة فالنظير الثقيل من الهايدروجين الذي يضاف فيه نترون إلى البروتون يعرف بالهايدروجين الثقيل أو دوتريوم وفي الماء الثقيل يستعاد عن زرتين الهايدروجين العاديتين في جزء الماء العادي H2O بزرتين هيدروجين ثقيل وتكتب سيغة الماء الثقيل إما على صورة D2O أو بصورة أكثر استراحا H2O2O حيث يوضح الأس المرفوع الكتلة التقريبية للنواة وتشبه الخصائص الزرية للماء الثقيل خصائص الماء العادي غير أنه توجد اختلافات جوهرية بينهما في الخصائص الفيزيائية وتتسم زرات عناصر كثيرة في الجدول الدوري بأن لها عددا من النظائر المختلفة وأحيانا ما تكون نواه غير مستقرة وتتحلل إلى أنواع أخرى من النواة عن طريق إشعاع جزهيمات وطاقة وتسمى النظائر من ذلك النوع بالنظائر المشعة راديو أكتف ومن أمثلتها زرة اليورانيوم التي يوجد بها 92 بروتون وما يزيد على 100 نترون وإذا كان اليورانيوم 238 الذي له كتلة 238 بينكوسين 92 بروتون و146 نترون هو نظير مستقرا بدرجة ما فإن له نظيرا آخر مشعا هو اليورانيوم 235 له كتلة 235 بينكوسين أقل من النظير السابق بثلاث نترونات واليورانيوم الموجود في الطبيعة هو خليط من النظيرين بحيث أنه لكي تستخدم الصورة المشعة يو 232 سواء في توليد الطاقة أو في تصنيع الأسلحة الزرية يو اس 235 يجب أولا فصل النظيرين وتعتبر عملية فصل النظائر من المشاكل التي أرهقت وما زال ترهق عقول كثير من الكيميائيين عنوان فرعي الأوزان الزرية والجزائية وتحتوي زرة الأكسوجين على ثمانية بروتونات وثمانية نترونات ومن ثم فإن وزنها التقريبي هو 16 بما أن كتلة كل بروتون وكل نترون تساوي وحدة كتلة واحدة تقريبا وإذا اتحدت زرة هايدروجين مع زرة أكسوجين ليتكون جزيء ماء واحد H2O فسوف يزن جزيء الماء 18 وحدة تقريبا بنكسين على فرض أن الكتلة لا تستحدث ولا تفنى وبالمثل فإن اتحد 20 زرة هايدروجين تزن في مجموعها 20 وحدة بنكسين مع 10 زرات أكسوجين بنكسين تزن في مجموعها 160 وحدة سوف يصفر عن 10 جزيئات ماء بنكسين تزن في مجموعها 180 وحدة ويمكننا أن نوسع نطاق هذا التفاعل إلى حد أن تتحد ملايين الزرات كما هو الحال في أي تجربة حقيقية وسوف تظل نسب الوزن واحدة دائما 2 تن من زرات الهايدروجين تتحد مع 16 تن من زرات الأكسوجين لتعطي 18 تن ماء وعادة ما يستخدم الكيميائيون الجرام كوحدة وزن قياسية مناسبة وصحيح أن الوزن الزري لعنصر ماء معبرا عنه بالجرامات سيحتوي على عدد ضخم من الزرات لكنه سيكون نفس عدد الزرات لأي عنصر آخر فالجرام الواحد من الهايدروجين على سبيل المثال يحتوي على نفس عدد الزرات الموجودة في 16 جراما من الأكسوجين لأن كل زرة أكسوجين واحدة تزن 16 مرة مثل وزن زرة الهايدروجين ويعرف هذا العدد من الزرات في الوزن الزري لعنصر ماء معبرا عنه بالجرامات بعدد أفو جادرع نسبة للكيميائي الإيطالي الذي يحمل هذا الاسم وهذا العدد يساوي تقريبا 6 في 10 أس 23 زرة وهو يعطي فكرة عن مدى ضقالة الزرة وصفة وزنها والوزن الجزئي موليكيولر ويت لمادى يساوي مجموع أوزان الزرات التي يحتوي عليها الجزئ وفي حالة الماء يكون الوزن الجزئي 18 وعلى ذلك سيكون هناك عدد أفو جادرع من جزئيات الماء في 18 جراما من الماء ويصف الكيميائيون الوزن الجزئي لمادة ما معبرا عنه بالجرامات بمول هذه المادة وتعتبر المولات كميات مناسبة للعمل بها في التجارب وعلاوة على ذلك تعكس الأوزان الأعداد الحقيقية للزرات الفردية أو الجزئيات ويمكننا بناء على ذلك تفسير ما يجري على المستوى الزري أو الجزئي فمن السهل وزن 18 جراما من الماء وسوف تحتوي هذه الكمية على نفس عدد الجزئيات الموجودة في 16 جراما من الأكسجين O2 ولقد جرى قياس أوزان الزرات والجزئيات الفردية لأول مرة في بداية القرن التاسع عشر بواسطة الكيميائي جون دالتون وهو ابن نساج من كامبري في إنجلترا وقد شرح نظريته الزرية في محاضرة ألقاها في المعهد الملكي عام 1803 للميلاد وكانت النقاط الرئيسية في نظريته أن المادة تتكون من زرات لا يمكن أن تستحدث أو تفنى بن قسين لم يكن تحول المادة إلى طاقة معروفا في ذلك الوقت وأن كل زرات العنصر الواحد متمافلة بن قسين ولم تكن النظائر معروفة أيضا في ذلك الوقت غير أن العناصر المختلفة لها زرات مختلفة وتحدث التفاعلات الكيميائية عن طريق إعادة ترتيب الزرات وتتكون المركبات أو الجزيئات نتيجة لهذه الترتيبات المعدلة وعلى الرغم من أن دالتون استنبط طرقا لمقارنة أوزان الزرات إلا أن الأجهزة التي استخدمها في إجراء التجارب لم تكن أجهزة دقيقة ويستخدم حاليا متياف الكتلة ماس سبيكترو ميتر لقياس الأوزان الزرية والجزيئية وفي متياف الكتلة تستصار الزرات أو الجزيئات الفردية لكي تفقد إلكترونا عن طريق قصفها بوابل من الإلكترونات ويؤدي هذا القصف إلى أن ينقص عدد الإلكترونات الموجودة في الزر أو الجزيئ إلكترونا واحدا عن عدد البروتونات ومن ثم تتبقى شحنة موجبة خالصة وتسمى الزر أو الجزيئ ذو الشحنة الكهربية الموجبة أو السالبة بالأيون ويمكن جعل الأيونات تنحرف بواسطة مجال كهربي إلكتريك فيلد وهو الحيز الموجود بين لوحين معدنيين يشحن أحدهما بشحنة موجبة والآخر بشحنة سالبة ويشبه ذلك انحراف كرات الحديد إذا مرت في مجال مغناطيسي ويرتهن مقدار الانحراف بوزن الزر أو الجزيئ وبالتالي يمكن تحديد وزن الزر أو الجزيئ عن طريق قياس مقدار الانحراف ولأسباب عملية بحتة لن تكون كتلة البروتون هي الوحدة المعيارية الأساسية لمقياس الوزن الزري بين كوسين أو بصور أدق مقياس الكتلة النسبية للزر أو الجزيئ وإنما ستكون هذه الوحدة الأساسية هي كتلة زرة الكربون التي لها ستة بروتونات وستة نوترونات وتساوي إسنى عشر ومن ثم لنتزن زرة الهايدروجين واحدا وإنما 1.8 من ألف من وحدة كتلة ذرية وسيكون وزن زرة الأكسوجين 15.999 من الألف وقد نشأ هذا الاختلاف الطفيف للقيمة الدقيقة للكتلة الزرية عن الأرقام الصحيحة من حقيقة أن الكتلة بين كوسين كاف والطاقة بين كوسين طه يمكن أن تتحول إحداهما للأخرى تبقى لمعادلة أينشتاين عين أس 2 في كاف يساوي طه فالطاقة الهائلة التي تنطوي عليها تلك الفروق الصغيرة في الوزن هي الطاقة المستخدمة في المحافظة على وحدة النوى ولا تظهر هذه الطاقة إلا عندما تتحكم النوى في الانشطار النووي نيوكلير فيزيشن أو عندما تتحد لتعطي نوى جديدة في الاندماج النووي نيوكلير فيوجن وتعد عملية الاندماج والانشطار الأساس لنوعين من طريق استخلاص الطاقة من الزرات عنوان جانبي المواد النقية تحتوي المواد النقية على زرات أو جزيئات من نوع واحد فقط فالزهب النقي لا يحتوي إلا على زرات الزهب والماء النقي لا يحتوي إلا على جزيئات الماء بينما يحتوي ماء البحر على مواد مزابة مثل الملح ومن الأدلة الجديدة على نقاء مادة الماء أن تكون لها درجة أنصهار أو تجمد أو غليان واضحة محددة ويمكن تكرارها فالماء النقي يتجمد تحت ضغط يساوي واحد ضغط جوي عند درجة حرارة مئوية تساوي سفرا ويغلي عند ماء درجة مئوية في حين يتجمد الماء المالح عند درجة أقل من السفر المئوي ويغلي عند درجة أعلى من ماء درجة مئوية وعند دراسة الكيمياء لمادة ماء فهو يرغب عادة في معرفة ما إذا كانت هذه المادة نقية أم لا فإن لم تكن نقية فسيعمل على تحليل الخليط إلى مكوناته الأصلية ويمكن إجراء ذلك باستخدام الأسليب التي كانت معروفة لدى القدماء على سبيل المثال تقطير المحاليل للحصول على الماء النقي بين قسين عن طريق غليان المحلول وتكفيف البخار أو تقطير مخالية التخمير لاستخلاص الكحول وتشتمل الحية للشائعة الأخرى لفصل مكونات المواد على مناخل ذات مسام بالحجم الجزئي فضلا عن الأنواع العديدة الأخرى من الطرق المعروفة باسم الفصل الكروماتوجرافي كروماتوجرافي وفي طريقة الفصل الكروماتوجرافي يكون فصل الخليط على مبدأ تباين قابلية الجزئيات المختلفة على الالتصاق بسطح أو بنوع آخر من الجزئيات في المحلول ومثال بسيط على الفصل الكروماتوجرافي هو فصل خليط من الأصباغ في حبر أزرق داكن عن طريق جعل الحبر يتشرب في قطعة من ورق النشاف الأبيض حيث ترتفع المكونات المختلفة إلى ارتفاعات مختلفة في النشاف وبذلك يتم فصلها وبالمثل يمكن فصل خليط من الغازات بتمريرها خلال سدادة من الفحم حيث تتباين سرعة المكونات المختلفة لدى خروجها من السدادة وبمجرد حصول الكيميائي على ما يعتقد أنه مادة نقية تأتي مشكلته التالية المتمثلة في تحديد طبيعة تلك المادة وهذه هي مهمة الكيميائي التحليلي الذي يحدد في البداية طبيعة المكونات في خليط الماء وبعد ذلك يحدد المقادير النسبية لكل منها عنوان جانبي الكيميائيون التحليليون هناك ملايين من أنواع الجزيئات المختلفة وهي تؤدي بشكل مطرد إلى ظهور كثير من الأقسام الفرعية الدقيقة للمتخصصين في الكيمياء ومع أن الكيميائيين التحليليين ليسوا من الكيميائيين المتميزين لكنهم على درجة كبيرة من الأهمية فهم على الصعيد الكيفي يجيبون على السؤال ما الجزيئات الموجودة في خليط الماء وعلى الصعيد الكمي يجيبون على السؤال ما الكمية الموجودة من كل جزيئ في الخليط ويستخدم الكيميائيون التحليليون أساليب عديدة ولكنهم في الغالب يستغلون الخصائص الفيزيائية لجزيئات معروفة في دراسة الخليط المجهول وصفاته وتعد خاصية امتصاص الدوق من الخصائص التي يكثر استخدامها للتعرف على الجزيئات المختلفة في الخليط ويعد ذلك امتدادا للفكرة المعروفة والقائلة بأن المواد المختلفة قد تكون ذات ألوان مختلفة فقد يتحول جزيئ معقد إلى جزيئ أبسط يستشف الكيميائي كمياتها من مقدار عنصر معين في الجزيئ الأصلي وعلى سبيل المثال فإحراق جزيئ مركب يحتوي على هايدروجين كد يحول كل زرات الهايدروجين إلى جزيئات ماء ويوضح حينئذ قياس مقدار جزيئات الماء الناتجة عن الاحتراق عدد زرات الهايدروجين المفترض وجودها في الجزيئ الأصلي ولا يكتصر دور الكيميائيين التحليليين على مجرد تقديم خدمة للكيميائيين الآخرين بل إنهم يعملون كذلك في مجال الصناعة حيث يقومون باختبار مدى نقاء المنتجات فضلا عن فحص نتائج الكيميائيين الصناعيين الذين يسعون دائما إلى تخليق جزيئات جديدة بالإضافة إلى ما سبق فإنهم يعتبرون المصدر الرئيسي للأدلة في مجال الطب الشرعي هل كان يوجد زرنيخ في معدة المتوفي أو ما كمية الكحول التي كانت موجودة في بول الصائق السكير وتكمن المشاكل التي تواجه الكيميائيين التحليليين في العمل باستمرار على استنباط الطرق التقنية الأحدث والأكثر دقة للكشف عن أقل قدر ممكن من المواد ومكوناتها عنوان جانبي الكيميائيون التخليقيون يتمثل عمل الكيميائيين التخليقيين على نحو ما ينم عنه الإسم ذاته في تخليق الجزيئات الجديدة وهم ينقسمون إلى فئتين عريضتين كيميائيين عضويين وكيميائيين غير عضويين وكانت المواد العضوية تعرف في بادئ الأمر بأنها تلك المواد الموجودة في الكائنات الحية ولا يمكن للإنسان أن يخلقها أو يستنسخها وحدث فتح علمي جديد مهم في عام 1828 للميلاد عندما نجح فهلر في تخليق أول مادة عضوية وهي اليوريا بما أدى إلى صياغة التعريف الحديث للمادة العضوية على أنها المادة المحتوية على زرة أو أكثر من عنصر الكربون والعلاقة وافيقة بين هذا التعريف الجديد والتعريف القديم فمن شأن زرات الكربون أن تتحد على هيئة أشكال لا حصلة لها من السلاسل والحلقات مكونة مجموعات مدهشة من الجزيئات حيث تم حتى الآن التعرف على أكثر من عشرة ملايين سلسلة وتحديد خصائصها وقد استخدمت الطبيعة هذه المواد في توفير كل الوحدات البنائية للكائنات الحية وأجهزتها ويمكن عادة أن تحترك الجزيئات العضوية المفردة ولذلك فهي لا تتسم بالاستقرار في درجات الحرارة ويقوم الكيميائيون العضويون باستخراج الجزيئات الموجودة في الطبيعة ودراستها والاستفادة بنتائج تلك الدراسة في تخليق سور جديدة لها وقد تكون الجزيئات العضوية التخليقية زات فائدة بسبب ما تلقيه من ضوء على القواعد التي تحكم التفاعلات واستكرار الجزيئات أو بسبب ما يمكن أن توفره من تطبيقات مفيدة في صورة عقاكير أو أصباغ أو مبيدات للآفات وتختص الكيمياء غير العضوية بكل الجزيئات المكونة من العناصر الكيميائية الماء المعروفة أو نحو ذلك بخلاف الكربون ويولي المتخصصون في المعتاد قدرا كبيرا من الاهتمام بخصائص الجزيئات غير العضوية في الحالة الصلبة فالكيميائي التخليقي غير العضوي يسعى دائما إلى تخليق مواد جديدة ذات خصائص كهربية تفيد في تصنيع الأجهزة الكهربائية في صورة موصلات مكاومات وعناصر زاكرة وتجد هذه المواد مجالا تطبيقيا واسعا في أجهزة الكمبيوتر وربما في نظم مستقبلية مصممة لتحويل دوء الشمس مباشرة إلى طاقة عن طريق على سبيل المثال تحليل الماء إلى هايدروجين وأكسوجين ويرى كثير من الخبراء أن الهايدروجين قد يكون هو وقود المستقبل حيث قد يصبح بالإمكان الحصول على الحرارة بواسطة العملية العكسية لحرك الهايدروجين مع الأكسوجين وهناك بعض الحالات الحدودية عندما يتعلق الأمر بما إذا كانت المادة تنتمي إلى الكيمياء العضوية أو إلى الكيمياء غير العضوية وخصوصا المواد العضوية الفلزية أورجانو ميتاليكس حيث تحتوي هذه المواد على مجموعات زرية عضوية وخاصة مجموعات من الكربون والهايدروجين وكذلك على زرات معدنية وهي تنتمي لمجال الكيمياء غير العضوية وللمواد العضوية الفلزية أهمية تجارية كبيرة حيث تستخدم في تصنيع اللداء بلاستيكس وهي ذات أهمية نظرية كذلك حيث إنها تشبه جزيات الأنزيم التي تساعد على التفاعلات الكيميائية في الأجهزة الحية عنوان جانبي الكيميائيون الطبيعيون تعتمد القواعد التي تحكم استقرار وتفاعلات الجزيات أولا وأخيرا على القوانين الأساسية للطبيعة أي على الفيزياء ويحاول الكيميائي الطبيعي تحديد هذه القواعد وبلوغ غايته بكل ما وصل إليه من تفسيرات وتنبؤات ولقد أتاحتنا التطبيقات نظرية الكم كوانتوم ثيوري التي توفر المعادلات الرياضية التي تتيح حساب طاقة أي جزء في مجال تركيب المادة لا سيما تلقى التطبيقات التي أجراها في الثلاثينات من القرن العشرين بعض العلماء من أمثال شروت نيجر وهيزنبرج وباولي وديراك أتاحت التوصل بنجاح ملحوظ إلى التنبؤ بالتركيب الجزيئي أو بطريقة ترتيب الزرات في الفراغ داخل جزيء مستقر ومن الممكن على سبيل المثال استخدام العلاقات النظرية في حساب الزاوية بين روابط OH في الماء ويتفق هذا الحساب بدرجة وثيقة مع النتيجة التجربية نحو 104 من الدرجات غير أن التنبؤ بسرعة التفاعلات الكيميائية لم يحظى بمثل هذه التجربة من النجاح ويقضي الكيميائيون الطبيعيون وقتا كبيرا في استنباط التجارب التي يستطيعون من خلالها دراسة التفاعلات البسيطة جدا والعمليات الأساسية لكي يقدموا للكيميائي النظري بيانات واقعية يمكن بواسطتها التحقق من نظرية ما أو التنبؤ بشيء ما وكان اكتشاف الليزر دافعا قويا للكيميائيين الطبيعيين فمن خلال هذه الوسيلة أصبح من الممكن وضع مقادير محددة بدقة من الطاقة في جزء ثم دراسة التأثيرات وما قد ينجم عنها من نتائج الفصل الثالث عنوان رئيسي الغلاف الجوي للأرض الغازات معظم المواد التي يقابلها المرء في حياته اليومية هي مواد معقدة تماما استجتمل على عدة آلاف من الزرات ولهذا السبب لم يستطع الكيميائيون القدامى وحتى العلماء الأوائل إحراز تقدم كبير في الكيمياء والاستثناء الوحيد الواضح من هذا التعقيد هو الهواء الموجود حولنا وفي الواقع الغازات بشكل عام وترجع كلة فهم الكيميائيين القدامى للهواء إلى افتكارهم إلى طريق تفصل أو تجميع عناصره الغازية عنوان جانبي الغازات في الغلاف الجوي يتكون الهواء الذي نستنشقه من النيتروجين بنسبة 80% تقريبا والأكسوجين بنسبة 20% على هيئة جزيئات سنائية الزرات أي مكونة من زراتين N2 بين كوسين و O2 بين كوسين وبالنسبة للنيتروجين فجميع إلكتروناته متزاوجة ولا تبقى منها شيء ليصنع روابط مع مواد أخرى ولذلك يعد النيتروجين عنصرا خاملا لا يتفاعل مع المواد الأخرى بسهولة ولا يحترك مع أكسوجين الهواء ولهذا السبب فهو يستخدم كهواء خامل وعلى سبيل المثال تحفظ الكهوة سريعة التحضير في برطمنات محتوية على نتروجين حتى لا يتأكسد البن خلال فترة التخزين ومن ناحية الأخرى فإن الأكسوجين له زرات مفردة وتميل إلى تكوين روابط وبالنسبة للكائنات الحية فالنتيجة الحيوية لهذه الخاصية هي أن الأكسوجين يستخدم أو يستخدم هذه الإلكترونات في الارتباط بزرات الحديد الموجودة في الهيموجلوبين ليحمله الدم إلى خلايا الجسم وثمت عناصر أكثر بساطة من النايتروجين والأكسوجين ونعني بها الغازات النادرة أو الخاملة وهي الهيليوم والنيون والأرجون والكريبتون والزينون ولكل منها عدد سحر من الإلكترونات يوفر لها الاستقرار تماما حول نواها الزرية وتعتبر هذه الغازات النادرة أكثر خمولا من النايتروجين وليست لديها أي قابلية للتفاعل وقد اكتشف في بادئ الأمر باستثناء الهيليوم كمكونات صغرى للهواء أما الهيليوم فقد اكتشف لأول مرة خلال تحليل لطيف الشمس حيث رصدت خطوط ناتجة عن وجود العنصر في الضوء القادم من الشمس ولا يوجد للغازات تركيب منتظم فجزيئاتها في حركة عشوائية على الدوام وتميل الجزيئات الأخفة إلى الحركة بصورة أسرع من الجزيئات الأثقل وعلى سبيل المثال ففي درجة حرارة الغرفة تتحرك جزيئات النايتروجين بسرعة تصل إلى حوالي ألف ميل في الساعة وعند تسخين غاز ما فإنه يتمدد مثلما تتمدد الأجسام الصلبة وإذا منعنا التمدد عن طريق تسخين الغاز في وعاء مغلق فالطاقة الحرارية التي تتعرض لها الجزيئات تعمل على زيادة سرعتها المتوسطة وتؤدي بالتالي إلى رفع درجة الحرارة وبالمثل إذا بردنا غازا فإن جزيئاته تتحرك بصورة بطيئة وتنخفض درجة الحرارة عنوان جانبي القوة بين الجزيئات توجد المادة في حالة غازية إذا كانت القوة التي تشد جزيئاتها نحو بعضها البعض أضعف من أن تتغلب على الاهتزاز الذي تتعرض له نتيجة التصادمات فيما بينها وتعتبر القوة بين الجزيئات الغازية قوة ضعيفة وهي تزداد قوة في السوائل وأكثر قوة بين جزيئات أو زرات الأجسام الصلبة وتعد الروابط التساهمية التي تنشأ عن التشارك بالإلكترونات هي أشد أنواع قوة الروابط كتلك الروابط الموجودة في جزيئ الماء والتي تربط الأكسجين بزرات الخايدروجين وفي بعض الأجسام الصلبة نجد أيضا تجاذبا ككهروستاتيكيا بين أيونات تحمل شحنات متضادة كذلك الموجودة في كلوريدا صوديوم Na plus ci سالب أو negative أو minus الأيونات هي زرات أو جزيئات فقدت أو اتسبت إلكترونيا إلكترونا مشحونا بشحنة سالبة ومن ثم تصبح إما أيونات موجبة أو سالبة فالصوديوم Na plus الذي فقد إلكترونيا والكلور SIL minus الذي اكتسب إلكترونيا يكونان معا التبتيب الإلكتروني للغاز النادر المستقر الذي يتسم بغلاف مجبع بثمانية إلكترونات حول النواة ومن شأن الشحنات السالبة والموجبة أن تنجذب نحو بعضها البعض بقوة كبيرة بينما تتنافر الشحنات المتماثلة عن بعضها البعض بصورة مشابهة لما يحلس بين الأقطاب الشمالية والجنوبية للمغناطيسات وقد تكون هناك جزئيات لا تحتوي على أيونات مشحونة ولكن توزيع الشحنة الإلكترونية بها غير منتظم فينجم عن ذلك وجود شحنة جزئية موجبة في أحد طرفي الجزئ وشحنة جزئية سالبة في طرفه الآخر ويسمى مثل هذا الجزئ بالجزئ سنائي القطب وهي الجزئيات سنائية القطب المستديمة والتي تنشأ عن توزيع غير منتظم للإلكترونات حول النواة الموجبة تؤدي إلى التجازب بين الجزئيات ولكن بشكل أقل قوة من التجازب الأيوني ولا توجد زرة غاز نادر بترتيبة سنائية القطب ولكن قد تؤدي حركة الإلكترونات الدائبة حول النواة إلى تكون جزئ سنائي القطب بشكل عابر مؤقت ففي أي لحظة هناك احتمال لأن يزيد عدد الإلكترونات على أحد جوانب النواة عن جانبها الآخر ورغم أنه بمضي الوقت سيؤول هذا الجزئ ثنائي القطب إلى صفر فلما فر عند لحظة ما من وجود تجازب ضعيف بين زرات الغاز النادر وكلما كان عدد الإلكترونات كبيرا كانت هذه القوة الجاذبة الضعيفة أشد بحيث إنه في مجموعات الغاز أو مجموعة الغاز النادرة يزداد التجازب مع زيادة الوزن الزري بالتدرج من الهيليوم إلى الزينون ومع ذلك فهذه القوة تبلغ من الضعف حدا أن جميع أنواع الغازات النادرة بما فيها الزينون وهو أفكالها تعتبر عناصر غازية في الظروف العادية عنوان فرعي الإسالة إذا بردنا غازا فإننا نصل إلى ضرر تتفوق فيها القوة الجاذبة بين الجزيئات على القوة الطاردة التي تنشأ عن الاستضامة العشوائي وكلما تناقصت قوة هذا التصادم تدريجا كانت حركة الجزيئات أبطأ ويسيل الغاز ويمكن المساعدة على هذه العملية بزيادة الضغط حيث تجبر جزئيات الغاز على التقارب من بعضها البعض فيتضعف تأثير التجازج بين الجزيئات ويخرج قدرا من الحرارة نتيجة عملية إسالة الغاز وعلى العكس من ذلك يمتص قدر من الحرارة عندما يتبخر السائل ويتحول إلى غاز وتستخدم هذه القاعدة في التبريد حيث تستخدم أجهزة التبريد سائلا مثل الأمونيا NH3 الذي يتسم بدرجة غليان منخفضة أقل من سفر مؤوية ويتطلب تبخير السائل قدرا من الطاقة ومن ثم تمتص الحرارة ويحدث التبريد ثم يجري بعد ذلك ضغط هذا الغاز الناتج عن التبخر فيتحول مرة أخرى إلى سائل وتتطلب عملية الضغط هذه قدرا من الطاقة قد تستمد من الكهرباء وعادة ما تخرج الحرارة الناتجة من خلف جهاز التبريد بين كوسينة الثلاجة وتستمر الأمونيا في تكرار دورتها وترتهن درجات الحرارة التي نصل إليها في جهاز التبريد على درجة غليان سائل التبريد وللحصول على أقل درجات حرارة ممكنة فإننا نحتاج إلى مادة ذات نقطة غليان أقل ما يمكن أو بعبارة أخرى ذات أقل قوة جاذبة بين الجزيئات وتلك المادة هي الهيليوم وتبلغ درجة غليان الهيليوم السائل 269 درجة مئوية تحت السفر وذلك يعني أن التبريد الذي يصل بالهيليوم إلى درجة تحوله إلى الحالة السائلة من شأنه أن يجلب المواد المراد تبريدها إلى درجة قريبة من السفر المطلق أي 273 درجة تحت السفر وعندما تنخفض درجة حرارة مادة ما تصبح تركيبتها أكثر ترتيبا بسبب تناقص حركتها الجزيئية ومع استمرار انخفاض درجة الحرارة يتحول الغاز إلى سائل ثم يتحول السائل إلى صورة صلبة عندما تقترب من السفر المطلق وعندما يسود الانتظام الكل تقريبا وعلى ذلك فإننا نتوكع عند درجة حرارة الهيليوم السائل بعد التأثيرات الخاصة تلك التي سنناقشها في الفصل القادم عنوان جانبي محاليل الغازات في السوائل تزوب الغازات في السوائل وتعد هذه العملية مسألة حيوية بالنسبة للأسماك التي تعتمد في تنفسها على الأكسوجين المزاب في الماء ويساعد على إزابة الغازات في الماء زيادة ضغط الغاز وتبريده ويمكن إزالة الغازات المزابة في الماء عن طريق الغليان ويمكن المساعدة على هذه العملية بتقليل ضغط الهواء فوق السائل المغلي بواسطة مضخ التفريغ وتزهب حدة الليمونادة الغازية أو الصودة أو الشمبانيا الفوارة إذا تركت أو تركت مفتوحة لأنه عندما تسكب هذه السوائل من أوعيتها المضغوطة فإن غازاتها المزابة تتبخر وبسبب زوبان هذه الغازات في المحاليل المائية أو يسبب زوبان هذه الغازات في المحاليل المائية مشاكل للغواصين فالغواص يتعرض لضغوط عليها بسبب وزن الماء من فوقه ولذلك كلما ازداد تعمق الغواص صارت الغازات الموجودة في الهواء الذي يستنشكه أكثر زوبانا في سوائل جسمه وإذا صعد إلى سطح الماء بسرعة فإن الضغط ينخفض بسرعة وقد يخرج النيتروجين الغازي من سوائل الجسم في صورة فكعات وتتسبب هذه الفكعات الحالة المعروفة بالتحني بندز مرض يصيب الذين يعملون في جو من الهواء المضغوط والتي يرهبها الغواصون وأحد الأسليب المتبعة لتقليل هذه المشكلة هي إبقاء الغواصين في غرف تخفيض ضغط محكمة الإغلاق كعندما يصلون إلى السطح ويجري تقليل الضغط ببط بالمعدل الذي يحول دون تكون فكعات تلكائية وهناك أسلوب جزء بديل فبدلا من أن يتنفس الغواص خليطا من الأكسوجين والنيتروجين كما هو موجود في الهواء العادي يتنفس خليطا من الأكسوجين والهيليوم الذي يقل كثيرا في قابليته للزوبان عن النيتروجين لكن من العيوب المضحكة والخطيرة لهذا الأسلوب أن صوت الغواص عندما يتحدث يصبح شبيها بصوت الأوزة ويصعب بفهمه ومصدر هذه الظاهرة هي الآلية التي يصدر بها الهواء فالهواء يتزبزب في الأحوال الصوتية مثل تزبزبه في الآلات الموسيقية فإذا تغير الغاز عن خليط الهواء العادي تتغير سرعة الصوت ومن ثم تتغير طبقته ويؤدي ذلك إلى خروجه كصوت الأوزة عنوان جنيمي تخدير عام جنرال أنا سيسيا وتحدث مشكلة أخرى أثناء الغواص وهي أنه عندما يعلو الضغط بدرجة كبيرة تتسبب غازات بسيطة من بينها النيتروجين في إحداث غيبوبة حسية تؤدي في نهاية الأمر إلى التخدير وكثيرا ما يكون لجزيئات صغيرة تأثيرات غامضة خادعة على الأجهزة الحية كما سنرى عندما نناقش مسألة العقاقير وقد تسببها مقادير ضئيلة جدا ويبدو أن التخدير العام أمر على درجة كبيرة نسبيا من البساطة فإذا تعرض أي غاز لقدر كافي من الضغط قد يكون من شأنه إحداث التخدير وكلما ازدادت قابلية زوبان الغاز في الدهون تعظم تأثيره وتتسم الخلايا العصبية بالجسم كما هو الحال في جميع الخلايا بأنها محاطة بغشاء يتكون في معظمه من مادة شحمية أو دهنية ويبدو أنه عندما يتمزق غشاء الخلية العصبية تمنع جزيئات غاز المخدر رسائل الألم من الوصول إلى المخ وتجعل المرء ينام في سلام عندما يبدأ الجراح عمله ومن الضروري للاستخدام الإكلينيكي أن تكون هناك غازات مخدرة عند الضغوط العادية ومن الغازات التي يشيع استخدامها غاز الكلوروفورم وغاز الهالوثان وتحتوي جزئياته على زرات الكربون والهيدروجين والهالوجين وتتصف هذه الغازات كلها بتركيبات بسيطة نسبيا ولا يتفاعل معظمها كيميائيا وكان لاستخدامها كمواد تخدير تأثير كبير على الطب جعل القرن العشرين من وجهة نظر الجراحة من أفضل العصور التي عاشها الإنسان عنوان جانبي أبحاث إضافية يدرس الكيميائيون الطبيعيون الغازات في محاولة لتحديد طبيعة ومقدار القوى بين الجزئيات بصورة دقيقة فلو أمكن استنتاج القوى بين الجزئيات بتققى فسيمكن حساب العديد من خصائص المواد عن طريق الكمبيوتر وتجند بالحاجة إلى إجراء للتجارب فمن خلال معرفة القوى بين جزئين من جزئيات الماء يمكن إجراء محاكاة كمبيوترية للماء السائل ورغم أن نتائج مثل هذه المحاكايات تتطلب قدرا كبيرا من الوقت للكمبيوتر فإنها تعد نتائج بالغة الروعة ولقد صار بالإمكان حاليا استنتاج معظم خصائص الماء باستخدام الكمبيوتر ويجري حاليا تطبيق هذه النوعية من الدراسة على مواد أخرى ومن غير شك ستصبح المحاكايات الكمبيوترية للمشاكل الكيميائية نشاطا بحسيا أساسيا للعقول التالية عن طريق استخدام أجهزة الكمبيوتر المصممة لهذا الغرض الفصل الرابع عنوان رئيسي كشرة الأرض المواد الصلبة الكيمياء التي بدأت من الجزيئات البسيطة في الكون البدائي وانتهت إلى التركيبات الصلبة التي تتكون منها النجوم والكواكب وأرضنا احتاجت إلى آلاف السنين لكي تصنع منتجات جزيئية معقدة نسبيا ولقد كانت معظم المواد المتاحة للإنسان البدائي من التعكيد بالنسبة للكيميائيين القدامة لدرجة أنهم قدوا كرونا عديدة في دراسة عديمة الجدوى قبل أن يصلوا إلى أي فهم حقيقي وهو ما يفسر سبب تأخر تطور الكيمياء كعلم لسيما وأن المواد التي تتكون منها كشرة الأرض وهي الصخور والطربة والمعادن تتكون من مصفوفات سلاسية الأبعاد من الزرات أو الجزيئات وهي تعتبر بصفة عامة أكثر تغيراً عن السلاسل أحدية البعد الموجودة في الكائنات الحية ومع ذلك أحياناً ما تقدم الطبيعة ترتيبات عجيبة من الزرات تغالباً ما تكون على درجة كبيرة من البساطة الماس ويعد الماس دايموند تلك المادة التي تقتصر في تركيبها على زرات الكربون واحداً من أبسط المواد الصلبة من الناحية التركيبية وله أهمية حقيقية بالغة وكما رأينا في الفصل الأول يحتاج الكربون إلى تكوين أربع روابط كيميائية لكي يحقق مجموعة مستقرة ويعد الميثان CH4 أبسط الأمثلة لهذه المجموعة وهو غاز يوجد أحياناً في مناجم الفحم أو كأحد مكونات الغاز الطبيعي وهناك صفة خاصة لزرات الكربون تتمثل في ميليها أيضاً إلى تكوين روابط مع إلكترونات تساهمية مع زرات كربون أخرى وعلى ذلك يمكن من حيث المبدأ أن تستبدل بكل ذرة من زرات الهايدروجين الموجودة في الميثان زرات كربون والتي يمكن بالتالي أن تتحد عن طريق الروابط الإلكترونية التساهمية بفلاس زرات هيدروجينية أخرى وهلوم مجرة ويبلغ من ثقل الجزية العملاق الناتج عن ذلك أنه يكون في الحالة الصلبة بدلاً من الحالة الغازية ورغم أنه يتكون بشكل عادي في الطبيعة فإنه من المعادن النادرة ويحتمل أن يكون السبب في ذلك هو احتياجه لضغوط هائلة ليتكون في الحالة الصلبة وتأتي صلبة الماس نتيجة الروابط الكيميائية القوية التي تربط بين جزيئاته في كل اتجاه فمن ناحية يصعب تماماً صحك الماس ومن ناحية أخرى فهو يمكن أن ينفلق عند مستويات معينة تقل عندها الروابط الكيميائية وهذه خاصية يستغلها صانع المجوهرات وتوجد في تركيبته قنوات يمكن أن تمر خلالها جسيمات صغيرة مثل الإلكترونات وتمثل النمازج كتلك الموضحة في الأشكال التالية صورة جديدة أو جيدة للعلاقة بين الخصائص الملموسة لمادة ما وتركيبها على المستوى الزري أو الجزئي وتجدر الإشارة أيضاً إلى الجرافيت الذي يعتبر صورة أخرى من صور الكربون النقي وفي هذه الحالة يوجد الكربون في تبقات ضعيفة الترابط ومن ثم يتسم الجرافيت بأنه أكثر نعومة من الماس ملح الطعام وهناك مادة صلبة أخرى معروفة ذات تركيب بالغة البساطة وهو ملح الطعام ويتكون جزئي ملح الطعام من زرة سوديوم ن اي متحدة مع زرة كلور اس ال وفي هذه الحالة لا ترتبط الزرات مع بعضها البعض بروابط الإلكترونات التساهمية لكنها توجد في صورة أيونات اس ال مينوس اند ان اي بلس والأيونات كما ذكرنا من قبل هي زرات أو جزئيات فقدت أو اكتسبت أو فقدت أو اكتسبت إلكترونا مشحونا بشحنة سالبة ومن ثم فهي إما أن تكون أيونات موجبة أو سالبة وتتكون باللورة الملح المستقرة بين كوسين كولوريدا السوديوم من نظام تشابكي من الأيونات المتبادلة لاتيك أوف ألتير نيتينج آيونس ومرة أخرى يمكن التنبؤ بالخصائص الميكروسكوبية التي ترى بالعين المجرادة للمادة الصلبة من خلال هذا النموذج ويتسم الجذب الكهرابي بين الأيونات بأنه قوي جدا ولذلك فإن المواد من كوبيل الملح لها درجات انسهار عالية جدا وينبغي أن ندخل عليها قدرا كبيرا من الطاقة الحرارية لتمزيق تركيبتها وجعل زراتها تتفكك عن بعضها وتسيل لكننا إذا أحطنا باللورات الملح بجزيئات الماء فإننا نحجب التفاعلات الكهربية القوية المتبادلة بين الأيونات الموجبة والسالبة وتنهار البلورات نتيجة لانخفاض شدة الجذب بين الأيونات ولذا فعلى الرغم من صعوبة صهر الملح فإنه يزوب بسهولة تامة المعادن يمكن تمثيل المعادن على أنها مصفوفات مرتبة من أيونات مشحونة بشحنة موجبة وسط بحر من الإلكترونات ويعتبر التركيب في مجمله متعادلاً كهربياً لأن مجموعة الشحونات الموجبة على الأيونات الزرية للمعدن يتساوى مع عدد الإلكترونات التي تحظى بحرية حركة نسبية ويعد بحر الإلكترونات هو مصدر إثنين من أبرز خصائص المعادن وهما التوصيل الكهربي والتوصيل الحراري وينشأ التيار الكهربي في معدن ما بسبب الإلكترونات المشحونة بشحنة سالبة والتي تنساب نحو القطبة الموجبة لبطارية أو نحو مأخذ التيار وينشأ التأثير الحراري للتيار الكهربي كما في حالة الموقد الكهربائي بسبب تضفق الإلكترونات المتصادمة بالنوى الزرية غير المتحركة وتظهر الطاقة الحركية الناشئة عن ذلك في صورة حرارة وتشكل المعادن نسبة كبيرة من العناصر الكيميائية فالزهب كان معروفا منذ عصور ما قبل التاريخ وهو يعتبر من المعادن سهلة الترك ويمكن تشكيله بسهولة حيث تنزلك طبقات الزرات فيما بينها بيسر ولا يمكن تشغيل المعادن الأكثر صلابة إلا بواسطة درجات حرارة عالية حيث تؤدي الحرارة إلى اهتزاز الزرات فتضعف الكوى بين الزرية وتؤثر درجة نقاء المعادن على صلابته فالحديد النقي يمكن تشغيله بالتسخين وهو ما اكتشفه أجدادنا في عصر الحديد أما الحديد الغفل أو الظهر فهو شديد الصلابة والقصف بين كوسين سهل الكسر ويتم الحصول على مثل هذا الحديد من الفرن مباشرة وهو يحتوي على نسبة صغيرة من الكربون الناجم من فحم الكوك المستخدم وتوزع زرات الكربون بصورة عشوائية في التركيب الشبكي لزرات الحديد وتمنع طبقات الزرات من الانزلاك فيما بينها لا توجد معظم العناصر الفلزية بصورة نقية في الطبيعة باستثناء الزهب والفضة والزئبك وأحيانا النحاس وكثير من العناصر المعدنية توجد في المناجم متحدة مع عناصر أخرى وعند تسخين خام المعدن فإن بعض الفلزات تتأكسد بسهولة بواسطة الأكسوجين الجوي لتعطي أكسيد فلزية ويجرى استخلاك استخلاص المعدن بعد ذلك بالتخلص من الأكسوجين في الأكسيد عن طريق تسخين الأكسيد مع الكربون في صورة كوك أو فحم في الفرن ومن بين المعادن الناتجة بهذه الطريقة المعادن المهمة تجاريا مثل الحديد والنحاس والرصاص والقصدير والزنك وكان الاستخلاص هذه المعادن تأثيرات قوية على تاريخ البشرية نتج عنها عصر الحديد وبعد ذلك عصر البرونز عندما اكتشف أن خريط النحاس والقصدير ينتج سبيكة البرونز وثمت فلزات أخرى عندما تتأكسد تشكل أكسيد قوية تفوق في شدة تماسكها النحاس والحديد ومثل تلك الفلزات لم تكن تحضر في صورة نقية حتى عهد قريب لا يزيد على 200 سنة وتشمل هذه الفلزات السوديوم والماغنيسيوم والألمونيوم وتوجد المركبات المحتوية على هذه العناصر بوفرة فيها الكشرة الأرضية غير أن استخلاص فلزة السوديوم من كلوريدا السوديوم واستخلاص العناصر الأخرى التي تصنع بسهولة أيونات موجبة من مركباتها لم يكن ليتم إلا بعد اكتشاف الطرق الإلكترونية أي حتى اختراع البطارية الكهربية مع بداية القرن التاسع عشر وعندما ينسى بالتيار الكهربي خلال كلوريدا السوديوم المنصهر تنتقل أيونات السوديوم الموجبة نحو اللوحة السالب حيث يتكون المعدن بينما تنتقل أيونات الكلورة السالبة حيث تخرج في صورة غاز الكلور ويوجد فلز الألمونيوم الخفيف بوفرة في الكشرة الأرضية في صورة أكسيد يطلق عليه البوكسايت ويتطلب استخلاص هذا الفلز الذي يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية لصناعة الطائرات بقادير هائلة من الكهرباء لتحليل أكسيد الألمونيوم كهربيا ولهذا السبب يتركز إنتاج الألمونيوم على نطاق واسع في المناطق التي تتوافر فيها الكهرباء بأسعار رخيصة وتعتبر تكلفة الكهرباء أو أنواع الطاقة الأخرى المستخدمة عاملا رئيسيا في إنتاج الفلزات وفيه الكيمياء بصفة عامة ويتقيد الكيمياء دائما بقوانين الديناميكا الحرارية التي ينص قانونها الأول على أنه لا يمكن الحصول على شيء من لا شيء الزجاج على الرغم من أن الزجاج يبدو صلبا فإنه على المستوى الجزئي يشبه السائل وفي الحقيقة إنه مادة صلبة غير متبلرة وذلك وصف أطلاقه إيروين شيرو دينجر الذي يعتبر أو يعتبر أبو ميكانيكا الكم في قوله المأثور إن ما يسمى بالمواد الصلبة غير المتبلرة هو إما لا تكون متبلرة حقيقيا أو تكون صلبة حقيقيا أو لا تكون صلبة حقيقيا وذلك يعني أن جزيئات المادة ليست مصفوفة بصورة منتظمة في التركيب الشبكي لكنها تتصف بشيء من العشوائية ويتكون خام الكوارتز الذي يصنع منه الزجاج من زرات السيليكون والأكسوجين بنسبة زرتي أكسوجين لكل زرات سيليكون SIO2 وتشكل جزيئات السيليكون في بلورة الكوارتز سلاسل حلزونية فإذا تعرض الكوارتز الذي يعتبر الرمل إحدى صوره غير النقية للتسخين لدرجة أعلى من درجة صهاره وبرد بعد ذلك بسرعة فلن تكون لدى سلاسل السيليكات الوقت لأن تعود مصفوفة باللورية تامة وإنما سوف تتصلب في صورة تركيب غير منتظم هو تركيب الزجاج وتصنيع أنواع خاصة من الزجاج من أكاسيد الرصاص والألومونيوم والبورون والسوديوم أو الكالسيوم المخلوط مع الرمل وتبني عناصر مثل السوديوم أو الكالسيوم روابط أيونية مع زرات سيليكات الأكسجين وتعطي زجاجا أكثر ليونة وذا درجة صهار منخفضة ويبني البورون والألومونيوم روابط تساهمية إلكترونية لإنتاج الزجاج البايريكس بايريكس جلاس الذي يمثل للزجاج السيليكات النقي أو الكوارتز المصهور تقريبا في صلابته ودرجة مكاومته للحرارة وله أيضا شبكة كاملة من الروابط التساهمية عنوان جانبي مواد صلبة جديدة لقد غيرت الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم الجوامد ورقائك السيليكون عالمنا المعاصر فالمواد المستخدمة في هذه الأجهزة واضحة نوعا ما حيث تستخدم العناصر الفلزية كموصلات والسيليكون والمواد المغناطيسية البسيطة كعناصر زاكرة وفي المقابل تستخدم الطبيعة الجزيئات العضوية في تخليق الآلية الأكثر روعة والمتمثلة في مخ الإنسان وعلى ذلك يبدو أنه من المثير بالنسبة للكيميائيين أن يسعوا مستعينين بما يمكن أن يتعلموه من الطبيعة إلى تخليق مواد أفضل ليستبدلوها بالمواد المستخدمة حاليا في الأجهزة الإلكترونية وقد بدأ عصر البحث عن المواد العضوية التي ستعمل كموصلات كهربية وأجباه موصلات وعناصر زاكرة وأجهزة تخزين للبيانات وأجهزة عرض بصرية ويبدو أن النجاح في هذه المجالات البارزة سيتحقق على الأرجح من خلال تضافر مهارات الكيميائي العضوي الذي يستطيع تصميم جزئيات ذات خصائص معينة مع مهارات الكيميائي الميبالمر الذي يستطيع أن يصنع اللداء والمواد المشابهة الفصل الخامس عنوان رئيسي أنهار الأرض وبحارها السوائل ترتهن درجة الحرارة التي يتحول عندها غاز إلى الحالة السائلة بشدة القوى الجاذبة بين جزئياته وبصفة عامة فإننا نتوقع كما رأينا سالفا أن تزداد القوى بين الجزئية بزيادة تعقد الجزئيات وارتفاع عدد الإلكترونات الموجودة بها وفي درجة حرارة الجو توجد جزئيات بسيطة مثل ساني أكسيد القربون والأمونيا وكابريتيت الهايدروجين في حالة غازية بينما توجد تركيبات أكثر تعقيداً مثل البنزين أو الأسيتون بين قوسين وزيل طلاء الأظافر في حالة سائلة وبمعنى آخر فإن الطاقات الحركية الموجودة في الجزئيات البسيطة عند درجة حرارة الجو تعني أن القوى بين الجزئية لا تصل إلى درجة منع الجزئيات من الانفصال عن بعضها البعض ولو كانت مثل هذه الجزئيات موجودة في الحالة السائلة لا تبخرت أما الجزئيات الأكبر فمن شأنها أن تتجازب وتتماسك بدرجة قوية وتكون سائلاً زى سطح وبالتالي فإن تبخر الجزئيات وتحولها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية يقتضي قدراً من الحرارة الماء يعتبر الماء أحد الاستثناءات البارزة من التعميم السابق فالماء المكون من جزئيات خفيفة وبسيطة H2O يكون سائلاً في درجات الحرارة العادية وينبغي تسخينه لكي يغلي وهذا يعني بالضرورة أنه توجد لأسباب خاصة قوى جزب قوية فيما بين جزئيات الماء وبالفعل فهناك أنواع خاصة من الروابط تنشأ عندما تتحد جزئيات محتوية على زرات هايدروجين مع أحد العناصر الثلاثة النيتروجين والأكسوجين والفلور وتكتذب نوع هذه العناصر الخاصة إلكتروناتها بشدة لدرجة أنها عندما تكون أو تكون روابط من الإلكترونات التساهمية مع زرات الهايدروجين فإنها تنتهي إلى نوع غير متصف من التساهم بالإلكترونات ولتيجة لذلك تحمل زراتها شحنة سالبة جزئية وتحمل زرات الهايدروجين شحنة موجبة جزئية وتشكل القوى الجاذبة بين الجزئيات المشحونة جزئيا ما يطلق عليه اسم الروابط الهايدروجينية وهي روابط تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لجزئيات الماء ولا تقتصر فائدة الروابط الهايدروجينية على مجرد دم جزئيات الماء إلى بعضها لتكوين سائل في درجة حرارة الجو وإنما هي تتسم كذلك بأهمية بالغة في البيولوجيا وفي عمل الأجهزة الحية فسلاسل الـ DNA في المادة الوراثية ترتبط ببعضها بروابط هايدروجينية ولهذا النوع من الروابط أيضا أهمية قصوى في إنتاج التركيبات ثلاثية الأبعاد للأنزيمات المطلوبة من خلال تكوين حلقات عرضية بين سلاسل الأحماض الأمينية أمينو أسيتس على نحو ما سنرى لاحقا فمن شأن هذه الروابط أن تطفي على التركيب مزيدا من المتانة ويعطي الشكل السبع فكرة عن تركيب الماء وتمثل فيه زرات الهايدروجين بدوائر بيضاء وزرات الأكسوجين بدوائر سوداء وفي الماء السائل يصنع كل جزيء مفرد من جزيئات الماء H2O أو يصنع كل جزيء مفرد من جزيئات الماء H2O روابط هايدروجينية بين H من أحد الجزيئات والO من جزيء آخر وعلى ذلك لا يتكون السائل من جزيئات فردية تتحرك بالصورة عشوائية فهناك مدى قصير محدود حيث يرتهن وضع كل جزيء على موقع الجزيئ المجاور الذي يرتبط به ونتيجة لهذا التركيب المرتب للجزيئات فإن الصورة الصلبة للماء أي الثلج تتسم بتركيب مفتوح أكثر منه في السائل ومن ثم عندما يقترب الماء من درجة التجمد أقل من أربع درجات مئوية فهو يصبح أكثر كسافة من الثلج ومن ثم يطفو السلج فوق الماء وهذه الحقيقة مألوفة لدرجة أنه يصعب إدراك مغزاها ولا توجد أي حالة أخرى تقريبا يكون فيها وزن المادة في الحالة الصلبة أقل منه في الحالة السائلة ولو كان كوكبنا مغطى مثل جميع الكواكب الأخرى بغاز الأمونيا لبادة الأشياء بصورة مختلفة تماما ولما تطور العالم إلى وضعه الحالي ومرة أخرى نظرا لكوة الروابط الهايدروجينية التي تربط جزيئات الماء وتحفزها في صورتها السائلة فإنها تتطلب قدرا كبيرا من الطاقة الحرارية لكي تتحطم ويتبخر الماء وتساعد هذه الخاصية على ضبط درجة حرارة أجسامنا عن طريق تبخر الماء الخارج في صورة عرقة وبسبب تلك الكوة في الروابط الهايدروجينية يؤدي بزل قدر كبير من الطاقة إلى تبخر مقدار صغير من الماء وتستمد الحرارة أو تستمد الحرارة من جسم الإنسان وبالتالي نشعر بشيء من الترتيب المحاليل المائية وبالإضافة لكون الماء هو المادة الأكثر وفرة على سطح الأرض فإنه أيضا يعد المذيب الأكثر استخداما حيث تزوب المواد الصلبة في الماء لتعطي محاليل مائية ومرة أخرى تعزي خاصية الماء هذه الحقيقة أن زرة الأكسوجين في رابطة O-H تكتزب الإلكترونات بطريقة أقوى كثيرا من جذب زرة الهايدروجين لها ولهذا السبب تكون زرة الأكسوجين مشحونة بشحنة سالبة إلى حد ما ولها إلكترونات قريبة منها تفوق عدد البروتونات في نواتها بينما تحمل كل زرة من زرات الهايدروجين شحنة موجبة جزئية وينشأ عن هذا أن يكون للجزء عزم إزدواج قطبي سالب عند زرة الأكسوجين وموجب عند زرتي الهايدروجين ولا يسهم هذا الإزدواج القطبي في الروابط الهايدروجينية بين جزئيات الماء فقط ولكنه يساعد أيضا جزئيات الماء على الارتباط بأي ينات مثل SL- وNA بلس في ملح الطعام والتي تحمل شحنات كاملة أو يساعد على تكوين الجزئيات أو تكوين الجزئيات الأخرى ذات التوزيعات ثنائية القطب ومن ثم يعتبر الماء مزيبا جيدا لسيما بالنسبة لتلك المواد المسمى بالمواد القطبية وعلى نقيد من ذلك فالمواد المكونة من جزئيات غير مشحونة وليس لها توزيع سنائي القطب لا تزوب في الماء وأقرب مثال لذلك هو الزيت الذي يتكون من جزئيات هيدرو كربونية لا تحتوي إلى على زرات هيدروجين وزرات كربون ولا تتسم أي منها بقابلية جذب قوية للإلكترونات المزلقات بين قسين زيوت أو شحوم التزليق تتكون زيوت التشحيم من زرات مشتركة من جزئيات طويلة شبيهة بالسلسلة وبالتالي فهي تتسم بقوة بين جزئية كبيرة ومن الصعب دفع شيء داخل هذه السوائل لأن الجزئيات تتميل إلى الالتصاق ببعضها وتصبح متشابكة وعلى المستوى البادي للعيان تتصف هذه السوائل باللزوجة وتلتصك بسطح أي معدن ومن ثم تصنع طبقة لزقة وهناك سائل غريب في خصائصه وهو أكسيد الإيفيلين فهو في الماء يقلل مقاومته اللزقة ويستطيع المرء أن يسرع حركة تقاربه إذا عمد على سبيل المثال إلى رش هذا الأكسيد على الجسم الخارجي للقارب وعلى ذلك يحذر استخدامه في يخوط السباك ومع ذلك يستخدم أكسيد الإيفيلين في خراطيم إدفاء الحريق لتقليل الاحتكاك بين الماء وجدران الخراطيم الصابون والمنظفات ورغم أن الصابون والمنظفات تنتج عادة في صورة مواد صلبة فإن خصائصها في المحلول تكتسي درجة كبيرة من الأهمية فهي هي الجزائية تساعد المواد التي لا تزوب في الماء مثل الزيوت والشحوم على الزوبان في الماء وتقوم أليتها على أن يكون جزيء المنظف إذا طرف هيدروكاربوني أي يزوب في المواد الشحمية والطرف الآخر هو مجموعة مشحونة من حمد الماء أي تقبل الزوبان في الماء وعندما تحيط جزيئات المنظف بالأوساخ الزيتية يحدث التحلل إذ يلتسك الهايدروكاربون بالأوساخ المحيطة بالجزيئات غير القابلة للزوبان في الماء بينما يتيح الطرف الآخر من جزيء المنظف أو يتيح الطرف الآخر من جزيء المنظف الزوبان ويعتبر تأثير المنظفات في تقليل عناء الغسيل أحد السبل العديدة التي ساهمت بها الصناعة الكيميائية في توفير حياة أفضل في البيوت هليوم سائل وإذا كان الماء هو السائل الأكثر أهمية فالهليوم المسال هو السائل الأكثر غرابة فالقوة بين الجزيئية أو في هذه الحالة القوة بين الزرية حيث تعتبر زرات الهليوم كيانات مفردة ثابتة هي قوة ضعيفة جدا لأنه لا يوجد بالزر سوى إلكترونين ومن ثم فإنه يتطلب أقل درجة حرارة قياسا بكافة العناصر حتى يتحول إلى الحالة السائلة ولذلك فهو يستخدم كسائل تبريد أينما تكون ثمت حاجة إلى أقل درجة حرارة ممكنة كما هو عليه الحال على سبيل المثال عند دراسة فرط الموصلية سوبر كونداكتيفتي فهذه الظاهرة هي من الظواهر الغريبة التي تكتسي في الوقت ذات أهمية بالغة حيث تتحرك الإلكترونات في أزواج ولا تتنافر كشأنها في الطبيعة ولا تكون للمعادن أي مقاومة ومع انعدام المقاومة تستطيع طيارات ضخمة أن تتدفق وكان أول تطبيق عملي لفرط الموصلية هو إنتاج المغناطيسات الكهربائية إلكترو إلكترون ماجنتز ذات المجالات المغناطيسية الهائلة وهي تستخدم حاليا في أشكال جديدة لمساحات الجسم بدون استخدام الأشعة السينية وعند درجات الحرارة المنخفضة للغاية التي تقترب من الصفر المطلق وحيث يتوقع المرأة أن يتجمد الهيليوم يظل في الواقع سائلا ومع ذلك يظل تركيبه مرتبا للغاية ويمكن توقع الميل إلى الترتيب عند درجات الحرارة المنخفضة وفهمه انطلاقا من القانون الثاني للديناميك الحرارية الذي ينص على أن النظم عند درجات الحرارة العالية تصبح أكثر إطرابا عشوائيا وتسبب هذه المصفوفة المنتظمة من زرات الهيليوم بعد الزواهر المدهشة فإذا بدأ السائل على سبيل المثال في الإنسياب فسوف يستمر إنسيابه وتتحرك كل الزرات بانتظام وتوافق وبهذه الطريقة يمكن للسائل الإنسياب خارج دورك بالصعود على جدران الوعاء فمقتضيات النظام تفوق قيود الجاذبية بلورات سائلة هناك طائفة من السوائل تشترك مع المواد الصلبة في بعض السمات وتسمى لهذا السبب بالبلورات السائلة Liquid Crystals وهي تتكون أساسا من جزيئات شبيهة بالقديب تتجمع مع بعضها بطريقة قاتمة ليصبح لها تركيب منتظم في أحد الأبعاد وتركيب عشوائي في البعد الآخر وتكتسي التركيبات المصفوفة جزيئاتها على هيئة طبقات درجة من الأهمية من وجهة النظر التجارية ويعتمد اللون الظاهري للبلورات السائلة بدرجة كبيرة على مدى تباعد الطبقات وعلى الزوايا بين الجزيئات في الطبقات المتجاورة ويؤدي تغيير هذه المتغيرات سواء عن طريق تغيير درجة الحرارة أو عن طريق التعرض لضغط ميكانيكي إلى تغيير اللون في البلورات وأوجه تطبيق هذه التغيرات الحساسة للون كثيرة ومتنوعة ويستطيع المرأة على سبيل المثال أن يشتري ترمومترات رقمية تعمل بالبلورات السائلة التي لا لون لها فيما عدا عدد درجات حرارة معينة ويمكن استخدام المواد البلورية السائلة في فحص أعضاء الجسم حيث تشعع حرارة بمعدل مختلف عن النسيجة المحيط بها أو نتيجة لأورام أو لشدة الحروق ويمكن استخدام لون شريد بلوري سائل كوسيلة رصد مستمر لضرجة حرارة الطفل وتتجلل أهمية تطبيقية للبلورات السائلة في الأجهزة ذات شاشات البيانات مثل الساعات الرقمية ومن وسائل إظهار البيانات على الشاشة هو استقطاب الجزيئات الطويلة من المحلول البلوري السائل بحيث تصبح مشحونة بشحنة موجبة عند طرف ومشحونة بشحنة سالبة عند الطرف الآخر وأن يزاب في هذا المحلول مادة أيونية ذات شحنة إلكترونية وعندما يوضع المحلول بين لوحي مكثف أحدهما موجبة والآخر سالب يصبح عكرا حيث تتداخل الجزيئات الطويلة المصطفى بفعل الأيونات الصغيرة المندفعة خلالها صوب اللوح المشحون بشحنة موجبة وعند إغلاق المكثف يعود التركيب المنتظم في الحال وتختفي العكارة ويرجع السائل صافيا مرة أخرى والقدرة على تحويل منطقة من البلورات السائلة بين الوضوح والعتامة تعتبر الأساس في مثل هذه الأجهزة وغالبا ما يكون إسهام الكيميائي في هذا المجال إسهاما كبيرا من خلال تصميم جزيئات ذات خصائص مطلوبة لتطبيق معين الفصل السادس عنوان الجزيئات والحياة من أحد الأسئلة الأساسية والمحيرة للعقل في العلم هو كيف بدأت الحياة ورغم أن بعض الناس يعتقدون بأن أصول الحياة نشأت خارج الأرض أو نشأت بطريقة غامضة خفية فإن وجهة النظر العلمية الأكثر كبولا هي أن الحياة قد تطولت هنا على سطح الأرض تلك الأرض ذاتها التي نشأت من الجزيئات التي تكونت لأول مرة في الفترة التي أعقبت الانفجار العظيم وتتكون المادة الصلبة للأرض من تركيبات ثلاثية الأبعاد من الزرات والجزيئات وأما الكائنات الحية فتتكون في الغالب من سلاسل جزيئات أحادية البعض وفي هذا الإطار إن لم يكن في غيره فهي تعد من أبسط النظم ثلاثية الأبعاد من حيث التركيب عنوان فرعي نسخ الجزيئات استنسخ الكيميائيون في معاملهم الظروف المرجح أنها كانت سائدة على الأرض البدائية والتي أحيانا ما توصف بالحساء البدائي بري مورديال سوب ومن الواضح أن العواصف الكهربية أو الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس قد وفرت الطاقة اللازمة لهدم التركيبات الجزيئية مما أتاح لها أن تتشكل من جديد على هيئة بعض الترتيبات المحتملة وأوضحت التجارب بالفعل أن تلك الجزيئات العضوية التي تعتبر بحق وحدات البناء المهمة للكائنات الحية قد نتجت هذه الظروف المفترضة وبطبيعة الحال فإن إنتاج مكونات المواد الحية يعتبر مسارا بعيدا عن خلق الحياة مهما كانت خطوة البداية مهمة ولم تكن الحياة في صورتها البداية لتنشأ إلا عندما تستطيع الجزيئات أن تستنسخ نفسها وبالنظر إلى ملايين السنين التي استغرقتها هذه العملية لكي تتطور فمن غير المستبعد أن تكون الأحداث قد جرت على النحو التالي من شأن زرات الكربون في الجزيئات العضوية أن تتعرض كثيرا للحف لكي تترابط وتتحد من أجل تكوين سلسلة فإذا جذبت كل واحدة من وحدات البناء الجزيئية في سلسلة إلى وحدة بناء جزيئية مشابهة لها فسوف تتكون نسخة من السلسلة الأصلية وبها جديلتان ملتصقتان ببعضهما وبذلك تصبح كل سلسلة قالبا أو نموذجا لنسخة جديدة مطابقة لذاتها فإذا ما انفصل بعد ذلك زوج من السلاسل المرتبطة فيما بينها برباط ضعيف فيمكن أن تصبح كل سلسلة فردية مسؤولة عن استنساخ نسخة أخرى مطابقة وتستمر عملية النسخ إلى أن ينفد إمداد وحدات البناء الجزيئية ويمثل هذا النسخ للسلاسل الجزيئية في جوهره سلوكا جينيا فالجينات هي عبارة عن سلاسل من أربع وحدات بناء أساسية الأحماض النووية وصف طبيعة تركيبها بن كوسين الحلزوني المزدوج أو وصف طبيعة تركيبها الحلزوني المزدوج بن كوسين العالمان واتسون وكريك في عام 1953 للميلاد وهي تعد من سلاسل التدخلات الناجحة في البيولوجيا والتي قام بها الكيميائيون والفيزيائيون عنوان جانبي التطور ولما فرق ما هو الحال في أي عملية تناسخ أن تحدث أخطاء عرضية وبالتالي تحدث تغيرات تطفيفة عن التركيب الأم وإذا كانت هذه التغيرات أكثر ثباتا في ظل الظروف السائدة فهذا يعني أن تغييرا بالصدفة قد نشأ عند سلسلة جزائية معدلة أكثر ملاءمة مع الوضع الجديد وتعد هذه العملية البسيطة كافية في ظل العصور الصحيقة المنقضية منذ أن تكونت الأرض لتكوين صورة عن كيفية حدوث التطور وكنتيجة لهذه العملية التطورية أصبح الجزيء المتناسخ هو الحمد النووي الريبي المنقوس الأكسوجين الذي يطلق عليه دي اين اي والذي يشكل جينات الكائنات العضوية الحالية لقد تطورت الأجهزة العضوية التي يمكن اعتبارها آلات حياتية لصالح هذه الجزيئات الجينية ويمكن فهم الكثير عن التطور من خلال الجزيء المتناسخ أو الجين المجهز بالقدرة على التلاؤم لضمان بقائه فعبارة البقاء للأصلح تثير السؤال ما الأصلح ولا تكمن الإجابة في النوع الأصلح أو الحيوان الفرد الأصلح وإنما الكيمياء تقول بأن المعنى بالأصلح هو الجين ويتبنى علماء الوراثة كذلك وجهة النظر هذه وأصبحت عبارة الجين الأناني مجرد عبارة قديمة لا وزن لها يتركب شريط الدي اين اي من عدد غير محدود من جزيئات صغيرة مرتبة وفقا لنظام معين وتنقسم هذه الجزيئات إلى أربعة أنواع وهي تسمى عادة قواعد ويعد جزيئ الدي اين اي بمثابة الشفرة المتحكمة في تصنيع بروتينات الخلايا الحية حيث تقرأ قائمة القواعد على أنها الشفرة المكونة لوحدة بناء البروتون أو البروتين أما البروتينات ذاتها فهي عبارة عن سلاسل أحادية البعد وتحتوي كل حلقة في سلسلة البروتين على واحد من عشرين جزيئا من نوع يسمى حمد أميني بين كوسين وهو يعد وحدة البناء البروتيني وإذا افتردنا أن عدد أنواع الأحماض الأمينية مكسورة على أربعة فقط فستكون الشفرة الوراثية للدي اين اي أحادية أي أن كل من قواعد الدي اين اي الأربع سيحدد حمضا أمينيا واحدا فقط أما إذا كانت الشفرة الوراثية للدي اين اي ثنائية أي أن كل زوج من القواعد المكونة لشريط الدي اين اي يحدد حمضا أمينيا واحدا فيصبح عدد الاحتمالات الممكنة هو أربعة في أربعة يساوي ستة عشر نوعا مختلفا من الأحماض الأمينية وأما إذا كانت الشفرة ثلاثية أي أن القواعد تشكل ثلاثيات وكل ثلاثية تحدد حمضا أمينيا واحدا فينتج عن ذلك أربعة في أربعة في أربعة يساوي أربعة وستون اختيارا للأحماض الأمينية مما يكفي ويزيد لتكوين الأحماض الأمينية العشرين المكونة للبروتين وبالتالي فإن الثلاثيات المتوالية للقواعد هي التي تحدد وتغطي كل الأنواع العشرين للأحماض الأمينية هذا النمط في جوهره في جميع النظم الحية سواء كانت فيروسات أو بشرا وهنا كميل لوصف الفيروسات بأنها كائنات بسيطة واعتبار أنفسنا كائنات أعلى لكنه على الصعيد التطوري زلت الجزيئات المتناسخة في كل من الكائنات البسيطة والأعلى باقية حتى وقتنا الحاضر وقد عرفت الكائنات العضوية الأعلى أو عرفت الكائنات العضوية الأعلى الاتصال الجنسي ومارسته كوسيلة لخلط الجينات فكان لذلك أثره في تجنب بعض عيوب تناسخ الصفات التالفة ولكن بالنسبة لجميع أشكال الحياة كان الجزيئة التناسخي هو سبيل الانتقال إلى الأجيال التالية وكانت هذه سلسلة من الجزيئات التناسخية هي المتحكمة في إنتاج أهم الجزيئات جميعا وهي البروتينات عنوان جانبي البروتينات البروتينات هي الجزيئات التي تكون بمعظف الوظائف التي تتطلبها الخلايا الحية والكائنات العضوية ويمد الدي ان اي الجينات بمخطط يحدد تسلسل الأحماض الأمينية التي تصنع البروتين ويحدد سلفا التسلسل الحقيقي لهذا المخطط الطريقة التي ستنتوي بها كل سلسلة بروتينية طويلة ولبعض الأحماض الأمينية قابلية للزوبان في الماء والبعض الآخر يتوقاها ويجعل السلسلة تنتوي في شكل كري تحتمي فيه بعض أجزاء السلسلة من الماء الذي يحيد بالبروتين في أي خلية حية وهذه الأشكال البروتينية ثلاثية الأبعاد هي أبعاد ما تكون عن العشوائية وهي مصممة لإتمام مهام معينة على المستوى الجزئي وتوفر الجزئيات البروتينية آلية تركيب الحيوانات والنباتات وتشكل الجانب الأعظم من هذه التركيبات ولبعض البروتينات وظيفة هدم بروتينات أخرى كما يحدث في التفاعلات الكيميائية أثناء هضم الطعام والبعض منها الذي يطلق عليه أنزيمات يستهدم في تحويل الجزئيات من صورة إلى أخرى مخلقا مواد جزئية تستخدمها كيمياء الجسم وتعمل بروتينات أخرى كذلك كمنظمات في إنتاج المواد الكيميائية أو في حمل الأكسجين في الدم من القلب إلى جميع أعضاء الجسم ولما كانت هذه العمليات الأساسية ذاتها موجودة في كل النظم الحية فإن البروتينات التي تؤدي هذه العمليات تميل إلى أن تكون متشابهة ولكن قد تكون هناك بعض التغيرات الطفيفة من نوع لآخر وكلما كانت الأنواع أكثر تشابها كانت بروتيناتها أكثر تقاربا في تركيبها وبهذه الطريقة يمكن أن نرى على المستوى الجزئي كيف كانت تطور مصحوبا بتغيرات بطيئة في بعض الأحماض الأمينية الموجودة في السلاسل البروتينية فإذا نظرنا إلى بروتين معين في الحصان وفي الحمار على سبيل المثال فلن نجد إلا تغييرا طفيفا في حمد أميني واحد من بين عدة مئات من الأحماض الأمينية المتماثلة في النوعين وعلى ذلك فالحصان والحمار متقاربان جدا من الناحية التطورية ويمكنهما بالفعل أن يتزاوج ويتناسل ومن الممكن حقن بروتين أحدهما في بروتين الآخر دون حدوث أي ضرر حيث أن حقن البروتينات الغريبة بين الأنواع الأكثر تبعودا يحدث ضررا من كبيل لرفض العدو على سبيل المثال وعلى ذلك فإن عملية زرع الكلا بين توأمين أو فردين والسيكي الصلة ببعضهما تفوق في احتمالات نجاحيها عملية الزرع من فرد لآخر لا تربط بينهما صلة دم ويمكن فهم الاختلافات الحقيقية بين الناس في بعض الحالات من خلال المفاهيم الجزيئية كما في فئات الدم عنوان جانبي الأمراض الجزيئية من شأن أي تبادل أو تغيير في تسلسل رسالة جينية ما لل DNA أن يحدث تغيرا في أحد الأحماض الأمينية في البروتين الذي يشكل الـ DNA شفراته الإرشادية ولقد كان ذلك على وجه التحديد هو أساس التطور على مر الزمن ورغم أن بعض التغيرات تعد دارة فإنها تكون أقل خطورة في البشر بين كوسين أو في أي مكان أو في أي كائن حي آخر يتناسل بطريقة جنسية لأنه من خلال نسختين من كل جين بين كوسين نسخة من الأب ونسخة من الأم ومن خلال بديل واحد فقد يعبر عنه في تكوين الجزء البروتوني فهناك احتمال كبير أن لا ينتقل التأثير المطلف إلى النسل ولكن إذا كانت كلتا نسختين الـ DNA تنطويان على نفس العيب البروتيني فسوف يرث الشخص سيء الحظ مرضا جينيا أو جزيئيا وتعد الهيمو فيليا بين كوسين سيولة الدم أحد الأمثلة الواضحة على ذلك وقد سبب هذا المرض مشاكل خطيرة للأسر الملكية الأوروبية نظرا لاتجاه الملوك والأمراء إلى الزواج من بنات الأسرة نفسها وقد وقد جرت بواجه خاص دراسة هذا النوع من المشكلات في حالات الهيموغلوبين زالج البروتين الذي يحمل الأكسوجين في مجرى الدم فحدوث أي تغيير في حمد أميني قد ينشأ عنه التصاق جزيئات الهيموغلوبين ببعضها مما يصفر عن اختلاف ملحوظ في خلايا الدم وينتج عنه المرض المسمى بفكر الدم المنجالي سيكلي سيل أنيميا وهناك تغيير جيني مشابه يسبب عيبا آخر لجزيئات الهيموغلوبين ويحدث أمراض خطيرة مثل الثلاثيمية بين قسين فقرة الدم البحري ولما كانت جزيئات الدي ان اي التي تشفر عن جزيئات بروتينية شاردة تنتقل من جيل إلى جيل فإن حالات حدوث هذه الأمراض الجزيئية تكون محدودة الانتشار فمرض فقر الدم المنجالي على وجه الخصوص ينتشر بين الزنوج بينما ينتشر مرض الثلاسيمية بين أبناء الشرق الأوسط ومن المحتمل أن تكون الخصائص قد زلت باقية لأنه رغم كونها مؤزية أو ليست الأصلح فربما تكون وفرت نوعا من المقاومة لبعض الأمراض مثل الملاليا عضوات جانبي استغلال التطور والآن بعد أن فهمنا هذه الأمراض الوراثية على المستوى الجزيئي فمن المغري أن نحاول استخدام معرفتنا من أجل تخفيفها أو منعها ويتمثل الإسلوب الأيصر لإجراء ذلك في استخدام العقاكير التي من شأنها في حالة فقر الدم المنجالي مثلا أن تمنع جزيئات الهيموجلوبين من الالتصاق ببعضها ويجب أن تكون جزيئات مثل هذه العقاكير صغيرة وقادرة على الارتباط بجزيئات بروتونية أكبر فتمنع اتحاديها وتعد الوقاية من السبل الممكنة كذلك لدرء المطر حيث يمكن أخذ عينة من بعض الجزيئات البروتونية المهمة من رحم امرأة حامل بواسطة إبرة رفيعة واختبارها لمعرفة ما إذا كان الجنين قد ورث المرض أم لا وفي حالة وجود احتمال لإصابة الجنين بالمرض وذلك من خلال معرفة تاريخ أسرته وعلى أساس هذه المعرفة يمكن اتخاذ قرار إجهاد الجنين من عدمه وهذا هو المثال الأول من بين الأمثلة العديدة في هذا الكتاب التي توضح أن معرفة ما يحدث على المستوى الجزيئي تؤدي بصورة مؤثرة وبسيطة إلى حدوث تبعات اجتماعية وأخلاقية واقتصادية عميقة والخلاصة هي أن اختلاف حمد أميني واحد من 574 حمدا أمينيا في جزء الهيموغلوبين عن الخصائص الطبيعية يمكن أن ينتج عنه إجهاد الجنين وقد ترأ مزيد من التداخل والتشابك مع نظرية التطور مع ظهور ما يسمى بالهندسة الوراثية فقد توصل العلماء إلى أنه من الممكن قطع أطوال من الرسالة الوراثية للDNA لأحد الأنواع وإدخالها في أرشفرة الوراثية لنوع آخر وحتى الآن يقتصر استخدام هذا الأسلوب على حمل البكتيريا لتصنيع بروتينات خارج طورها الطبيعي وقد فتح ذلك المجال للإمكانية المثيرة المتمثلة في استخدام البكتيريا على سبيل المثال لإنتاج الأنسولين المطلوب لمرضى السكر فمثل هؤلاء المرضى لا يمكنهم إنتاج بروتين الأنسولين بمقادير كافية ولذا يضطرون إلى حقن أنفسهم بالأنسولين المستخرج من الأغنام وهو إنسولين مشابه للأنسولين الذي تنتجه أجسامهم ولكنه ليس مضابكا له فإذا توافرت للبكتيريا المنتخبة الجينات المرائمة التي تجعلها تصنع إنسولينا بشريا فسوف تقل المشاكل التي تواجه مرضى السكر وإذا كان هذا التقدم يفتح مجالات تنطوي على احتمالات مهمة تجاريا فإنه يواجه أيضا ببعض المسائل الأخلاقية والاجتماعية فإن لم يكن الإنسان بالفعل طاقة خلاقة فستنشأ صور جديدة من الحياة وقد يستغل فيها التطور لكن ربما تكون هذه هي طبيعتنا عنوان جانبي نشاط بحفي لقد نجح الكيميائي أو إذا توخينا لدقة الكيميائي الحيوي أو البيولوجي الجزائي في أن يبتدع طرقا لتحديد تسلسل وحدات بناء الحمد النووي للدي وإما بصورة مستقلة أو كنتيجة لذلك استطاع أن يستنبت التسلسل الخطي للأحماض الأمينية في السلاسل البروتينية وهذا البحث زوصل على وجه الخصوص بكمياء كامبرج فريدريش سانجر الذي فاز بجائزتي نوبل غير أن معرفة التسلسل الخطي للأحماض الأمينية الموجودة في جزء بروتيني لا تعتبر كافية لتحديد الشكل الإجمال ثلاثي الأبعاد للسلسلة الحلزونية ويعتبر هذا الشكل جزءا أساسيا من آلية البروتين إذا كان على سبيل المثال إنزيما ولا تزال محاولة التنبؤ بتركيب ثلاثية الأبعاد من تسلسل أحادي البعد مشكلة لم تجد حلا وحيث إنه لا يمكن التنبؤ بتركيب جزيئات ثلاثية الأبعاد مثل البروتينات فإنه يجري استخدام الطريقة التجريبية بأساليب أكثر دقة لاستخراج المعلومات وكانت طريقة دراسة البلوريات باستخدام الأشعة السينية من الطرق الناجحة غير أن طرقا أحدث مثل ميتيوفية الرانين المغناطيسي النووي التطبيق العملي للكيمياء بنكوسين توفر حاليا إسهامات كبيرة في هذا المجال وقد تمت دراسة السلاسل المكونة من كواعد الأحماض النووية ومن الأحماض الأمينية بصورة مكثفة واستوعبت بشكل جيد ويوجه الاهتمام حاليا بصورة متزايدة إلى مجموعة ثالثة من الجزيئات البيولوجية الكبرى بنكوسين الجزيئات المحتوية على عدد كبير جدا من الزرات وهي عديدة السكري دات وهي تتكون من سلاسل جزيئات سكر أحادية وتلك الأخيرة تعتبر حلقات صغيرة من زرات الكربون والأكسجين ولعديدة السكريدات خصائص تركيبية مهمة في البيولوجيا وبالنسبة للكيميائي فإن لها روعة إضافية لأنه بالإضافة إلى أن لديها سلاسل طويلة بسيطة فقد يحدث بها تفرعات تفسح المجال لفئة جديدة كاملة من التركيبات الممكنة سلاسية الأبعاد التي تشبه الشبكات أو الأكفاص كانت إسهامات الكيميائيين في البيولوجيا إسهامات ناجحة لدرجة أن أصبح هناك تغير محسوس في توجه كثير من الأبحاث الكيميائية نحو مشاكل البيولوجيا الفصل السابع عنوان رئيسي التماثل في الكيمياء الكيمياء بشكل عام هي موضوع بحثي واقعي بل إنها موضوع مادي بحث وغالبا ما تنشأ المشاكل البحثية استجابة لبعض الحاجات فقد تكون هناك حاجة لمادة ذات خاصية جديدة كصبغة لا تزول أو إناء لا ينصهر وعلى أي حال يضطر الكيميائيون إلى الانشغال بالمشاكل الأساسية والعويصة والتي تقع في صميم العلم وتسود كل فروع الدراسات ومن أحد الأمثلة الواضحة على ذلك مسألة التماسل فهذا الموضوع يقابلنا في كل مستويات العلم بدءا من البيولوجيا وحتى الفيزياء البشر متماسلون تقريبا بين قسين أي أن النصف الأيمن من الجسم يماثل النصف الأيصر في حين يقع القلب بالجهة اليسرى ويستعمل ويستعمل معظمنا يده اليمنى وغالبا ما تلتف بعض النباتات دائما ناحية اليسار بينما تلتف نباتات أخرى ناحية اليمين فهذه الخصائص البيولوجية ليست خصائص عشوائية وقد توجد الجزيئات بأشكال متكافئة لو لا حقيقة أنها تعتبر صورا مرأوية من بعضها البعض بمعنى آخر أنها توجد جزيئات يمينية وجزيئات يسارية وتعتبر اليدوية إحدى سمات فرع من فروع الكيمياء يعرف بالكيمياء المجسمة بين قسين دراسة توزيع ذرات الجزيئات في الفراغ وتكمن أهميتها في أنه غالبا ما يكون لموادع الزرات في جزيئ ما بين قسين التوزيع الفراغي للجزيئ تأثير قوي على كيفية تفاعل ذلك الجزيئ بين قسين آلي التفاعله وعلى السرعة التي يتفاعل بها بين قسين معدل تفاعله عنوان جانبي الجزيئات اليمينية والجزيئات اليسارية يمكن وصف العديد من الجزيئات وبخاصة الجزيئات العضوية بين قسين أو تلك المحتوية على زرات الكربون بأنها إما جزيئات يسارية أو جزيئات يمينية وحتى في الجزيئات البسيطة جدا هناك احتمال لوجود اليدوية وغالبا ما تتحد زرات الكربون مع أربع زرات أخرى أو مجموعات من الزرات ربعية الشكل ثلاثية الأبعاد فإذا كانت المجموعات الأربع المرتبطة بزرات كربون جميعها مختلفة فيمكن أن تترتب إما بطريقة يسارية أو بطريقة يمينية من قسين ويماثل هذا التأثير الوجهين الأيمن والأيصر للشكلين الرباعيين المكونين من الزراع والإبهام والسباب والأصبع الوسطى في اليدين فإذا كانت هناك مجموعتان متماثلتان فإن أي ترتيبة معينة لا بد أن تكون مطابقة لصورتها المرأوية ولا يمكن وصفها بأنها يسارية أو يمينية وعندما تجري في المعامل العادية أو عندما تجرى في المعامل العادية عملية تخليق مركبات ذات أنماط يسارية ويمينية وهي عملية تشمل عدة ملايين من الجزيئات من أجل الحصول على كميات محسوسة تكون المحصلة هي إنتاجا متساويا من جزيئات يسارية ويمينية وفي المقابل فغالبا ما توجد الجزيئات في الطبيعة من نوع واحد فحمد التاريطريك مثلا الناتج من عملية التخمر يتخذ صورة واحدة فقط من الصورتين المرآويتين بينما تكون كلتا الصورتين بينما تتكون كلتا الصورتين بمقادير متساوية في التخليق المعملي وتعد الخصائص الحقيقية للنمطين اليمين واليسار لنفس الجزيئ المتطابقة في معظم الوجوه نفس الوزن ونفس التفاعلات الكيميائية ومع ذلك فهناك اختلاف ملحوظ في مسلكها نحو الضوء المستقطب فالضوء يتكون من موجات تتزبزب في ثلاثة أبعاد ويتهن لون الضوء بالطول الموج لهذه الموج أو بترددها ومن الممكن بواسطة مستقطب بين كسين مثل نزارات البولع رايد الشمسية تخليق موجات ضوئية تتزبزب جميعها في مستوى واحد فقط وعندما يمرر هذا الضوء المستقطب خلال مادة تحتوي على جزيئات ذاتة يدوية واحدة فقط فإن مستوى استكتابه يدور طفيفا في اتجاه تلك اليدوية ويرجع ذلك تفاعل بين المجال الكهرابي للضوء والشحنات الكهربية الموجبة للنوى الزرية والالكترونات السالبة في الجزيئيات ويميل التفاعل إلى تغيير مستوى مصار الضوء بحيث يميل هذا المستوى إما يمينا أو يصارا بحسب نوع اليدوية أما إذا كانت المادة التي يمرر الضوء خلالها خليطا مصنوعا في المعمل من جزيئات يمينية وجزيئات يسارية فلن يدور مستوى الاستقطاب حيث يعمل نصف الجزيئات على استمالة استمالة الضوء في اتجاه عقارب الساعة بينما يعمل نصفها الآخر على استمالته في عكس اتجاه عقارب الساعة عنوان جانبي باستير والجزيئات اليدوية كان احد اسهامات لويس باستير العديدة الرائعة في العلم هو اكتشافه المبني على اساس دراسته لحمد التاري تريك لوجود خاصية اليدوية في الجزيئات فمن شأن حمد التاري تريك الطبيعي ان يستميل الضوء المستكتب ويوصف بانه من الاحماض النشطة ضوئيا اما خليط السور اليمينية واليسارية لحمد التاري تريك المحضر معمليا فهو ليس نشطا ضوئيا رغم انه يماثل الحمد الطبيعي في كل الخصائص الاخرى وكانت تجربة باستير على النحو التالي صنع باستير بلورات من كلتا صورتي الحمد ووجد ان البلورات تعكس يدوية جزيئاتها الذاتية واكتشف باستير ان جميع البلورات المتكونة من حمد تريتريك العنب تتسم بيدوية واحدة اما بلورات المزيج المعملي غير النشط فهي تنقسم العدد متساون من البلورات من الصورتين تدير احدى الصور الضوء مثل المركب الطبيعي بينما تديره الاخرى بنفس درجة الميل ولكن في الاتجاه المعاكس وكام باستير بفصل نوعي البلورات بواسطة ملقات صغيرة وعدسة مكبرة وقد تم التوصل بعد ذلك الى اسليم معملية اكثر تعقيدا لفصل الجزيئات غير المتماثلة الى صور يمينية ويسارية وفي وقت اللاحق اكتشف باستير انه عندما يجعل عفنا نباتيا معينا ينمو في محلول من حمد التريتريك يحتوي على خليط من النوعين فان العفن لا يستخدم الا صورة واحدة من الصورتين ونتيجة لذلك يصير المحلول ناشطا ضوئيا رأى باستير اهمية كبيرة لهذه الحقيقة فلما كان الكائن العضوي اي العفن لا يختار سوى شكل واحد من شكلي السور المرأوية لحمد التريتريك فلابد انه متكون من جزيئات متماثلة ذات يدوية واحدة ثم مضى الى وضع نظرية مفادها ان مسألة التفضيل هي ظاهرة عامة وطريقة للتمييز بين مادة غير حية ومادة اما ان تكون او كانت حية واكدت الابحاف التالية وجهة نظر باستير ومن ثم يمكن استخدام هذه الحقيقة وهذا ما يجري بالفعل حاليا للاجابة على الاسئلة المتعلقة بوجود الحياة فيه كواكب اخرى فقد تعود رحلات استكشاف الفضاء حامل عينات من الصخور من المريخ او الظهرة وقد تستخرج من هذه المواد جزئيات محتوية على الكربون واذا كانت لهذه الجزئيات طبيعة غالبة يسارية او يمينية فسوف يستنتج العلماء بان الحياة قائمة او كانت موجودة على سطح الكواكب وحتى الان لا توجد دلالة قاطعة لانه على الرغم من ان وجدت بالشهب هي ذات يدوية واحدة فقط وبين كسين ومن ثم تعتبر من اصل عدوي فقد تكون هناك ولوثات ارضية عنوان جانبي جزئيات مرأوية في الطبيعة ترتبط الوصيفة الاكثر وضوحا لسمة اليدوية بمسألة توافق الاشكال على نحو توافق الايدي والكفازات ويمكننا ان نتصور كفازا جزئيا لا يقبل الا جزئا يساريا او جزئا يمينيا فقط ومن الناحية الفيسيولوجية نحن نستطعم جزئات معينة اذا توافقت مع معجيب جزئي معين سمم ليتعرف على شكل معين ومن شأن الجزئات التي تتوائم مع جزئ مستقبل للطعم ان تثير رد فعل يتعرف عليه المخ بانه مزاق اما الجزئات التي لا تتوائم مع هذا الجزء الحساس فلا يتعرف عليها المخ وتتسم الصورة اليمينية من الحمد الاميني المعروف باسم فينيل الانين بانها حلوة المزاق في حين ان صورته اليسارية لازعة وعلى العكس من ذلك فالصورة اليمينية من الحمد الاميني فالين تتسم بطعم لازع في حين ان مزاق صورته اليسارية حلو واحدى صور الجولوكوز حلوة بينما صورته المرأوية مالحة ويعتي تأثير كثير من العقاكير عن طريق تفاعلها او تواؤمها مع جيوب جزئية معينة مصممة لتقبل جزئات توصل نبضات عصبية او تحفز على افراز هرمونات بعينها وكما سنرى فيما بعد فغالبا ما تعطي الجزئات العقار هذه جيوب الاستقبال ومرة اخرى فقد يكون للصور اليمينية او اليسارية لعقار معين تأثيرات مختلفة بصورة غريبة لان احد الاشكال قد يناسب الجيب الجزئي بصورة افضل من صورته المرأوية ويعتبر الام فيتامين مثالا لذلك حيث تحدث احدى صوره تأثيرا بينما لا تحدث صورته الاخرى اي تأثير وفيتامين في بين قصين فيتامين في لا يكون له تأثير الا في صورة مرأوية واحدة فتناول جرعات من جزئيه زي الصورة المرأوية العكسية لن يمنع مرض الاسكوربوت بالطريقة التي يمنع بها الجزئ الطبيعي الموجود في الفواكه الحمدية والحقيقة ان مسألة ارتباط صورة واحدة من شكل رباعي غير متماثل بمستقبل فيسيولوجي او ما نطلق عليه اسم الجيب الجزئي هو اسم مناسب يؤدي الى نتيجة مهمة للصناعة الدوائية مفادها بانه ينبغي ان تسهم ثلاثة اركان على الاقل من الشكل الرباعي في الارتباط حتى يتمكن المستقبل من التمييز وتحديد اية افضلية فاذا دخل ركنان فقط في الارتباط فقد تلجأ الصور اليمينية واليسارية الى الارتباط معا وحتى الجزئيات الصغيرة الموجودة بالاجهزة والكائنات الحية فهي لا تتصف باليدوية فحسب بل انها لا توجد الا في صورة طبيعية واحدة والاهم من هذا كله فان جميع الاحماض الامينية التي تتكون منها البروتينات تتسم بانها يسارية ونحن لدينا بالفعل انزيم في اجبادنا من شأنه ان يدمر اية احماض امينية يمينية يتصادف ان تتخلق او توجد باكسامنا ومن الواضح ان طبيعة الحياة ترتبط ارتباطا وثيقا بتماسل الجزئيات التي تتكون منها الكائنات الحية والسؤال المطروح الان هو لماذا تتكون كل صور الحياة من جزئيات ذاتة يدوية واحدة بعينها ولا تزال هذه المشكلة بلا حل على الرغم من التكهنات الكثيرة التي ترحت في هذا الشأن وليست مسألة اليدوية مقصورة على وحدات البناء الجزئي الصغيرة وانما هي تشمل كذلك جميع التركيبات المعقدة المكونة من تلك الوحدات عنوان جانبي جزئ الوراثة الدي ان اي الدي ان اي هو جزئ الوراثة وهو جزئ طويل يشبه الخيط او الشريط وله يدوية محدودة ويظهر في صورة حلزون يميني من جديلتين والحلزونات هي كالسلالم الحلزونية يمكنها الالتفاف جهة اليمين او اليسار وتتكون الشفرة الوراثية من الوحدات المتغيرة الاربع المسمى بالقواعد وهي سي تي جي اي وهي الحروف الاولى من جزئيات صغيرة تسمى ادنين وجوانين وثيمين وسيتوسين وهي ترتبط مع بعضها في صورة السنائيات في الجديلتين وكما ذكرنا من قبل تشكل كل مجموعة مكونة من ثلاثة قواعد متتالية في هذه السلسلة الشفرة الخاصة بحمد اميني واحد من وحدات البناء العشرين بين كوسين وحدات البناء هي الاحماض الامينية التي تتكون منها البروتونات او البروتينات والعمود الفقري لل دي اين اي هو عبارة عن شريط من الجزئيات من نوع السكر المرتبطة ببعضها بواسطة جسر من مجموعة الفوسفات ويكبر الحلزون على ان يكون يمينيا بسبب الشكل المميز الخاص لوحدة بناء السكر المتكررة في السلسلة الطويلة ويمكن اعتبار كل من وحدات البناء الفردية الصغيرة او الحلقات في السلسلة جزئيات يمينية ويلتف الدي اين اي الحلزوني ذاته في شكل ملف حلزوني ولكن في اتجاه يساري او سوبر حلزون كما يطلق عليه احيانا ويقال بقدر كبير من التخمين وبشيء قليل من الاثبات ان الملف الحلزوني للدي اين اي قد يكون جزءا رئيسيا من الالية التي تتميز بها الخلايا عن بعضها والسؤال الذي يبحث عن اجابة هو كيف لا تعبر الخلايا الا عن جزء واحد من الرسالة الوراثية التي تحملها في الدي اي اي الخاص بها فعندما تنقسم الخلايا مستخدمة جديلتين الدي اي المتضافرتين تصبح لكل خلية وليدة رسالتها الوراثية الكاملة المتماثلة في جميع الخلايا ومع ذلك فالبعض يصبح خلايا كبد والبعض الاخر يصير خلايا مخ كيف تفتح بعض قطاعات الدي اي الجينات او تغلق والتفسير المطروح على نحو متزايد هو انه علاوة على ان حلزون الدي اين اي يتخذ شكل الملف الحلزوني فان هذا الملف الحلزوني ذاته بين كوسين السوبر حلزون يكون شريطا ملفوفا هو الاخر على هيئة حلزونية ويعطي شكلا يسمى سوبر سوبر حلزون وفي الحلزون السوبر لا يمكن ان تتناسخ الا الاجزاء الملتفة بصورة غير محكمة ويجري التحكم عن طريق ضبط درجة عدم الالتفاف ولا يمكن للجزيئات ان تمس بالاجزاء الملتفة بصورة محكمة والتي تقرأ الشفرة من خلال الارتباط بالدي اي واذا ملتحم طرف الدي اي الحلزوني وكون بذلك حلقة مغلقة كما هو الحال في الكائنات العضوية المسيطة مثل البكتيريا تصبح اللفات الحلزونية السوبر مكفلة تماما مثل طاية شريط موبيوس الذي يتكون عند اخذ شريط من الورق ولف على هيئة حلزونية ثم توصيل طرفيه بعد ذلك ويعتبر العدد الكل للفات الحلزونية بين كوسين n واللفات السوبر حلزونية بين كوسين n كابيتل عددا سابتا n small plus n كابيتل ولا يمكن ان يتغير هذا المجموع في dna الحلقي الا اذا قطع dna او تعرض للحز بواسطة عامل خارجي مثل الانزيم و يرمز للالتفاف اليمين باعلامة موجبة لل n او بين كوسين plus n بينما يرمز للالتفاف اليسار باعلامة سالبة minus n ويتسم الحلزون السوبر لل dna بأنه يساوي n سالبة او اقل من الصفر بينما الحلزون المزدوج هو يميني n موجبة او اكبر من الصفر وعندما ينفك الحلزون المزدوج تتناقص قيمة n بينما تقترب n من الصفر ويعمل انفكاك الحلزون السوبر على تعجيل انفكاك الحلزون المزدوج عند بعض النقاط مما يجعلها على استعداد لان تنصاع للشفرة الوراثية واذا استخدمت الانزيمات لخلخلة احكام لفات dna السوبر تتغير سرعة التناسخ وعلى ذلك يمكن التحكم في تميز الخلايا من خلال تعريض بعض من الجينات من الجينات وذلك عن طريق ضبط الالتفاف السوبر ومن ثم يكون من شأن الالتفاف السوبر المفرط ان يقلل اللف الحلزوني الذي يمكن ان تتشكل اليه العديد والعديد من الجينات وهي آلية محتملة لنمو الخلايا السرطانية وفيها الكائنات الحية الراقية التي لا يكون فيها dna حلقيا ولكن في صورة سلسلة من اللفات تكمن اللفات السوبر في كل لفة مع احتمال ان تتحكم الانزيمات في درجة الالتفاف السوبر والسمة الملفتة لهذا التشكل هي انها توضح كيفية تمايز الخلايا طالما كانت درجة الالتفاف السوبر موروصة في الخلايا الوليدة حيث يمكن قراءة بعض اجزاء من رسالة ال dna بينما تظل قطاعات اخرى مدفونة ولا يمكن قراءتها وثم التفسير مسير يتعلق بكيفية ضبط الالتفاف السوبر وهو يقوم على فكرة الحلزون اليساري لل dna والذي يتسم بطبيعة الحال بلفات سالبة وهذه الصورة من ال dna يمكن تخلقها معمليا لكنها اكتشفت كذلك في نقاط معينة في ال dna اليمين لزبابة الفاكهة فاذا استطاع الكيميائيون ان يعملوا على اكساب قطاع من ال dna اتجاها يساريا حينئذ لما فر من ان يعدل الالتفاف السوبر اذا ما اريد ان تظل n بلاس n سابتة ويمكن ان يقطع هذا التعديل الجينات في لفة معينة من لفات ال dna ولتزال هذه الاليات بدون اثبات حتى الان لكنه بات من المؤكد ان تفاعل الحلزونات اليسارية واليمينية عامل مهم في الاسس الجزائية للحياة عنوان جانبي اصول اليدوية الجزائية ان موصفه الكيميائي بونر من ستانفورد عن حق بانه مثل لغز هل الدجاجة جاءت اولا ام البيضة يكمن في السؤال ايهما جاء اولا الحياة ام استخدام الجزائيات ذات الصورة المرأوية الواحدة هل تطورت الحياة ثم اخذت الامور تتدرك الى ان انتهت الى صورة واحدة من صور الجزائيات ام كان هناك تفضيل بين الجزائيات قبل ان تصل الى ابتداع وسيلة التناسخ والتناسل والحياة كما نفهمها بين الواضح انه بمجرد نشأ التفصيل لاحدة الصور المرأوية فسوف يكون من شأن طبيعة التناسل ان تجنح الى الاحتفاظ بهذا الخيار وتسمى النظريات التي تقوم على فرضية ان الحياة جاءت قبل التفضيل الجزائي بالنظريات الحيوية بيوتك فيوريز بينما تسمى النظريات التي تفترض ان الحياة نشأت عن اختلال كان قائما بالفعل بين مجموعة الجزائيات على سطح الارض البداية بالنظريات المضادة للحياة بيوتك فيوريز اما الفكرة الابسط ولكنها الاضعف هي تقول بان الحياة بكل صورها نشأت من جزء ادم اما يساريا او يمينيا وكل الجزائيات المشتقة منه صارت مثله وتتضمن بعض النظريات الاخرى افكارا عن اليات اخرى ربما تكون قد تسببت في احداث هذا التفضيل مثل استكتاب دوء الشمس المنعكس من البحر ولا توجد اي نظرية من النظريات الحالية مكنعة اكثر من غيرها ولكن ما يبدو مرجحا هو ان سمت اليدوية في القوانين الاساسية للفيزياء وتأثيرها على الكون البدائي وسيزل التماثل ولا تماثل في الطبيعة من المسائل المحيرة وما تزال تنتظر اجابة الفصل السامن عنوان جزيئات صغيرة في البيولوجيا كانت الجزيئات العضوية التي درسناها حتى الان جميعها بوليمرات كبيرة جزيئات صغيرة متحدة في سورة سلاسل تتكون من آلاف عدينا من الزرات وقد تناولنا جزيئات الدي اين اي الوراثية والبروتينات التي تشكل الآلية الجزيئية في النظم الحية وايضا الجزيئات عديدة السكري السكريدات التي تعمل كمواد انشائية وربما يكون قد تكون انتباع بأن الجزيئات الصغيرة لا دخل لها بالبيولوجيا وهذا انتباع غير حقيقي بالمرة ففي حين تشكل الجزيئات البوليمرية الكبيرة آلية الاداء في صورة جزيئات تقوم بمهام محددة في ناجهزة التحكم التي تنظم مسلك الجزيئات الاكبر تستخدم جزيئات صغيرة ويمكن القول بشكل عام ان عمليات التحكم البطيء تتم من خلال ما يسمى بالهرمونات وهي المواد التي تنتقل من الدم او السائل بين الخلوي الى الاعضاء الخاضعة لتحكمها اما عمليات التحكم السريع فهي تتم من خلال الجهاز العصبي والهرمونات هي جزيئات صغيرة وكذلك الجزيئات الناقلة التي توصل الرسائل عبر الوصلات المهمة في الجهاز العصبي عنوان فرعي الهرمونات تصنع الكائنات الحية الهرمونات من اجل التحكم في معدلات العمليات الكيميائية الحيوية وفي النباتات تتحكم الهرمونات في النمو والاثمار وكل التغيرات الموسمية مثل سكوط الاوراق وما تزال كثير من الوظائف التي تقوم بها الهرمونات في النباتات غير معروفة غير ان الهرمونات الحيوية تمت دراستها بصورة افضل وتنتج الهرمونات الحيوانية في الموادهات بواسطة الغدد وتفرز الغدد الجزيئات هرمونية في مجرى الدم بحيث يمكن ان تنقل الى الاجزاء او تنقل الى الاجزاء الاخرى من الجسم وتؤثر بعض الهرمونات بشكل مباشر على الخلايا ويحفز بعضها الاخر الاعضاء على انتاج هرموناتها الخاصة وتعد نظم التحكم الهرمونية نظما بالغة الحساسية لكونها مهيئة للامداد بالتغذية المرتدة فيدباك والتغذية المرتدة السلبية نيجاتيف فيدباك فعلى سبيل المثال تحفز هرمونات الجنس الزكري الخسيطين التي تنتجان بدورهما هرمونات لكبح انتاج هرمونات الحفز الاصلية وبهذه الطريقة يتحقق توازم مثالي للهرمونات وتكتسي آليات هرمونات الجنس الانوسية التي درست بصورة اكثر استفادة مزيدا من التعقيد فاذا ما تنولت سيدة احد هرموناتها المنظمة في صورة عقار فمن الممكن حينئذ ان ينخدع نظام الجسم فيتفاعل كما لو كانت السيدة حاملا وبذلك يتوقف انتاج البوايدات غير ان العلاقات المتبادلة بين النظام الجسم والهرمونات علاقات معقدة لدرجة انه من المهم التأكد من عدم وجود تأثيرات جانبية زي تصل بالاجهزة المعنية وعلى سبيل المثال في الوقت الذي كان فيه الجيل الاول من حبوب منع الحمل يعطي انطباعا خاطئا بالحمل كان يزيد احتمالات حدوث جلطة دموية وذلك نتيجة ميلي الى تقوية الحماية الطبيعية ضد النزف الزائد اثناء الولادة ولو تسبب مرض ما في زيادة انتاج هرمون معين او نقصانه فقد تكون النتائج وخيمة ومؤلمة وتعدى الغدة الدركية والغدة القزمية مثالين بارزين لنشاط كلينيكي قد يعمل على تمزيق هرمون الدركين ويمكن تغلب على بعض هذين مشاكل بحقن الهرمون المناسب في صورة نقية كما في حالة العلاج بالانسولين لمرضى السكر وحتى وقت قريب كان الانسولين يستخرج عادة من الاغنام وحاليا استطاع الكيميائيون من خلال الهندسة الوراثية تعديل الدي اي في البكتيريا بحيث يمكنها كما ذكرنا من قبل ان تنتج جزئيات مماثلة لجزئيات الانسولين البشري والفيرمونات هي جزئيات وفيقة الصلة بالهرمونات وهي لا تفرز لتسري وهي لا تفرز لتسري داخل جسم الكائن ولكن لتخرج الى العالم الخارجي تعمل الفيرمونات على اثارة التفاعلات المسلكية او ردود الافعال التناسلية لدى طرفية اللقاء من الجنس ذاته وخاصة لدى الحشرات فهي تعمل كرسائل جزئية بين الافراد وقد تتحكم في نشاط الجماعة وقد جرى اختبار مثل هذه الجزئيات وخاصة الجزئيات الجاذبة للجنس كمبيدات تكتذب الحشرات الى مصير فتاك وفي الثديات ايضا توجد دلالات على ما يمكن ان تتسم به الفيرمونات من تأثيرات بين حيوانية فعلى سبيل المثال اذا وضع احد الفئران او اذا وضع احد الفئران الزكور في قفز به ناس من الفئران فيمكنه ان يحدث تزامنا للدورات النزوية بين الاناس عنوان جانبي الجهاز العصبي تجري عملية التحكم السريع من خلال شبكة من الاعصاب فعندما تلمس يد شخص على سبيل المثال لوحا ساخنا تنقل تنقل العصاب الحسية رسالة الى المخ تفيد بان اليد لمست شيئا ساخنا وتعود الاعصاب الحركية برسالة من المخ لتشغيل العضلات التي تحرك اليد لتبعدها عن اللوحة الساخن ويتكون كل عصب من حزمة من الخلايا العصبية تقوم عند استصارتها او تحفيزها بنقل نبضة كهربية خلال ايونات السوديوم والبوتاسيوم المناسبة عبر غشاء الخلايا العصبية وفي الاشكال البدائية للحياة يتصل للعصب الحسي مباشرة بالعصب الحركي عند وصلة تسمى مشبك فإذا استصير العصب الحسي ربما من خلال لمس شيء ما يستنفر العصب الحركي ليبعث برسالة تسبب الحركة ونحن كبشر نحتفظ ببعض من هذه الاستجابة السريعة في صورة ردود افعال لا ايرادية لكنه يجري بصفة عامة تنسيق المعلومات الواردة من الحواس داخل المخ والحبل الشوكي وتتصل الاعصاب الحسية والحركية بالحبل الشوكي عند نقاط بين الفقرات عنوان جانبي المشابك والجزيئات العصبية الناقلة الخلايا العصبية هي خلايا مستطالة لها غشاء وقد تكون محاطة بغلاف بروتيني يشبه العازل البلاستيك المحيط بكاب الكهربي غير ان الاختلاف الرئيسي بين التوصيل العصبي والنظام التوصيلات الكهربية هو وجود فجوات او فواصل في الجهاز العصبي فالاعصاب المتصلة بالعضلات والتي تجعلها تتكلص بها فجوة بين الاطراف العصبية وخلايا العضلة وهناك ايضا فجوات على مسافة معينة بطول الاعصاب وعلى وجه الخصوص بين الوصلات في الحبل الشوكي وبين الخلايا العصبية للمخ وتعد هذه الثغرات بالمقاييس الجزئية ثغرات كبيرة از يبلغ حجمها مئة مثل حجم الجزئ الصغير وتنقل الاشارات العصبية عبر هذه الثغرات بواسطة جزئيئات صغيرة فعندما تصل الرسالة الى نهاية عصب ما تنطلق الجزئيئات الناقلة من هذا الطرف وتنتشر عبر الثغرة وتسري النبضة عن طريق احداث تغير في الخالية في طرف الثغرة البعيد وفي عام 1921 للميلاد طرح أوتو لوي اول تفسير مقنع بان التوصيل العصبي يتضمن مواد كيميائية فمن خلال تجارب لوي على الاعصاب المتصلة بقلب ضفدع لاحظ افراز مادة اسماها فاجوستوف عندما يستصار عصب كهربيا كما لاحظ ان السائل المحتوى لهذه المادة يحفز قلبا اخر بدون تدخل نشاط عصبي جديد وقد لاحت له فكرة هذه التجربة في الساعة الثالثة صباحا على مدى ليلتين متواليتين ففي الليلة الاولى دون فكرته لكنه وجد في الصباح ان ملاحظته غير مفهومة وفي الليلة الثانية لم يدع مجالا للصدفة وستايكز ثم ذهب الى المعمل مباشرة وقام بانجاز تجربته الحيوية في الساعة الخامسة صباحا واوضح السير هينري دال الذي قام بمعظم ابحافه المهمة في معامل ويلكم للأبحاث ان الفا جوستوف الذي اكتشفه لوي ما هو الا الجزيء الصغير المعروف باسم استيل كولين وقد تقاسم العالمان جائزة نوبل عام 1936 للميلاد وبعد عامين تم القاء القبض على لوي بصفته يهوديا لكنه سمح له بمغادرة المانيا شريطة ان يسلم الاموال التي حصل عليها من الجائزة الى نازيين ومن المفيد ان نبحث عن سبب استخدام الطبيعة لجزء صغير كناكل عصبي كيميائي ويحتمل ان يكون السبب هو ان استصار عصب هي مسألة تأثير اما ان يكون او لا يكون فاما ان تمر الاشارة او لا تمر دون تغير في شدتها ومن الترك المعروف لتحويل هذه الاستجابة الرقمية الى نتيجة تمثيلية او نتيجة بيانية هي السماح لكل عصب بان يبعث بمادة كيميائية عند الطرف وثوف ينتج عن كل عصب من العصب العديد جزيئات يتجمع عددها الكل عند المستقبلات في الحبل الشوكي قبل انتقال الاشارة الى المخ وسيدمن وجود عدد محدد من هذه المستقبلات ان يصبح هناك حد اقصى لتأثير الحفز العصبي مما يكفل تفادي التحمير الزائد للجهاز والجزيئ الذي يكون بنقل الاشارة العصبية عبر الثغرات المختلفة في الجهاز العصبي هو جزيئ محدد لكل نوع من انواع الثغرات وجميع الجزيئات الناقلة هي جزيئات صغيرة يكل عدد الزرات في بعضها عن عشرين وغلب ما تكون تأثيرات ها فجائية وقد اصبحت اسماء بعض هذه الناقلات مألوفة فالقادري ينالين هو جزيئ صغير يحمل الرسالة الى الثغرات العصبية في حالات الهرب او الزعر فعندما يستفز حيوان او يفزع او يهبر الدفاع عن نفسه يدق قلب ودقات اسرع من المعتاد لان الاشارات التي تسبب حدوث هذه الحالة قد استقبلتها عضلات القلب وتحمل الجزيئات الادري نالين الاشارة الحاسمة وتوجد بالمخ بلايين الصغرات بين الخلايا العصبية ويسمى احد الجزيئات الناقلة في المخ بامين وله علاقة جزيئية وثيقة بالادري نالين عنوان فرع المستقبلات من المعتقد انه عندما ينتشر جزيئ ناكل عبر احد الفجوات الموجودة في الجهاز العصبي فانه يرتبط بمستقبل في خلية عبر الفجوة محدثا تغييرا لهذه الخلية الثانية ويعتقد ان هذه المستقبلات هي جزيئات بروتونية ذات موضع ارتباط مصمم بطريقة محددة تماما لاستقبال الجزيئ الناكل بصورة مشابهة لمواضع الارتباط المحددة في الانزيمات وهي البروتينات المستخدمة في تحويل الجزيئات اثناء التفاعلات الكيميائية وكان تصور الاولي يشبه العملية بمفتاح يتوافق مع كفل لكنه بات من الواضح ان هذا تبسيط مبالغة فيه والتفسير الاكثر احتمالا ان يكون عبارة عن ترتيبة يكون فيها لكل من الجزيئ الناكل الصغير ورافيقه البروتيني الرابط بعض المرونة وهذا يعني ان التغيير في شكل الجزيئ الناكل سيكون عبارة عن وسيلة لاستمرار الاشارة لتفسح المجال لمزيد من التغييرات الجزيئية داخل الخلية الثانية ومجرد ان يتصل الجزيئ الناكل بالمستقبل ويجري انتقال الاشارة ينبغي ان يتحرر وان يزال اما بان تمتصه مرة اخرى الخلية العصبية التي اطلقته في البداية او ان يدمره انزيم مناسب تاركا خلية النقل الاصلية تنتج ناكلات جديدة وكل النظامين مستخدمين في الجسم وتنتوي الالية الثانية على نوع من الخطر حيث يصبح الجهاز كله اكثر عرضة لاي شيء من شأنه ان يحطم او يشل حركة انزيم الازالة وهذا في واقع الامر هو الوظيفة التدميرية لغازات الاعصاب التي كان لها التأثير الرهيب اثناء الحرب العالمية الثانية ومن شأن هذه الغازات ان تهاجم مواضع ارتباط الانزيمات بالجزيئات الناكلة العصبية قبل تدميرها وعندما لا يستطيع الجهاز العصبي ككل ازالة الناكلات العصبية ولكن بالتعرض لنظام التحكم فيه عنوان جانبي المخ يتكون المخ ذاته من عدد هائل من الخلايا العصبية قرابة مئة مليار خلية ويتراوح طول الخلية ما بين خمس ومئة جزء من الف من الملي ميتر ويتصل كل منها بالخلايا العصبية الاخرى عبر المشابك بين كسين الفجوات الموصلة وقد تكون خلية العديد من الإشارات بتجميعها ثم تبعث بإشارة خارجة إلى خلية عصبية أخرى ومرة أخرى يتم نقل الرسالة داخل الخلية بواسطة التوصيل الكهربي بينما تحمل الناقلات الكيميائية الإشارة عبر الفجوات بين الخلايا وتستقبل معظم الخلايا العصبية بالمخ عددا مختلفا من المدخلات البعض منها يثيرها لكي ترسل نقلات كيميائية ويبدو أنها تتركز في تجمعات محددة من الخلايا العصبية ويبدو أن بعد أكثر صفات المخ غموضا مثل الزاكرة على سبيل المثال ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشابك التي تصل بين الخلايا وإن لم يكن هناك أي إثبات لذلك فقد يرجع ذلك مثلا إلى زيادة في كفاءة أحد المشابك على حساب كفاءة المشابك الأخرى الموجودة في الخلايا ذاتها وحينئذ سوف تعزز مجموعة معينة من المحفزات مصارا معينا من بين المصارات العديدة الممكنة ولقد أوضحت التجارب التي أجريت على الكائنات الحية البسيطة أنه عندما يتعلم حيوان أو ينسى رد فعل معين فإنه تحدث تغيرات يمكن رزدها في عملية نقل الإشارات عبر فجوات وصل معينة ومن بين جميع صور المرض ما تزال الأمراض العقلية من الأمراض الغامضة ومع ذلك فقد صار من المرجح أكثر من أي وقت بمضى أن بعض الأمراض العقلية هي أمراض جزيئية المنشأ فأي اختلال تفيف في إنتاج الجزيئات التي تنكل الإشارات العصبية عبر الوصلات يظهر في صورة مرض عقلي وعلى سبيل المثال فخلايا المخ العصبية الباعفة للأستيل كولين تعتبر خلايا مستثيرة بينما الخلايا الباعثة للدوبامين تعتبر خلايا كابحة وينطوي ده باركين صون على دمور متزايد للخلايا العصبية الباعثة للدوبامين بينما يؤدي الخلل في الأستيل كولين إلى الإصابة برعاش مميز وبتصلب وضعف في الوظائف الحركية المصاحبة للمرض أما إذا كان الاختلال في الاتجاه المعاكس فيشتبه أن تكون النتيجة هي الإصابة بالشيزوفرينيا عنوان جانبي العقاكير إذا أمكننا فهم كيف تنقل الخلايا العصبية في المخ أو في أي مكان آخر في الجهاز العصبي رسائلها بواسطة جزيئات صغيرة فسيكون هناك إغراء لا يقاوم لكي نتدخل في أداء هذا الجهاز فمن خلال إيقاف أو إسراع تأثير الجزيئات الناقلة ربما أمكن علاج المرض بواسطة جزيئات صغيرة مماثلة للجزيئات الطبيعية يجري تخليقها في المعمل ويعد هذا إحدى فماة البحث في الصناعة الدوائية التي سنناقشها في الفصل القادم الفصل التاسع عنوان العقاكير متى أصبحت آلية التحكم البيولوجي مفهومة على المستوى الجزيئي سيكون بوسع الكيميائي أن يتدخل في الجهاز ليصحح الحالة المرضية وعند علاج أمراض الجهاز العصبي تعمل العديد من منتجات الصناعة الدوائية إما عن طريق الاستعادة عن الناقل العصبي الجزيئي بجزيء آخر يؤدي وظيفته ذاتها بين بوسين والذي يسمى بلغة علم العقاكير جزيئا شاذا أو بسد موضع المستقبل بجزيء بديل يسمى جزيئا الجزيئات الشادة عنوان فرعي تستخدم الجزيئات الشادة لإحداث تأثير مماثل لذلك الذي تحدثه الجزيئات الناقلة العصبية الطبيعية في الجسم وعلى ذلك ينبغي أن يكون من شأنها الارتباط بالمستقبل المناسب وأن تعمل أيضا على إحداث تغيير في الشكل أو في التوزيع الإلكتروني مشابه لذلك الذي تحدثه الجزيئات الطبيعية وبطبيعة الحال فإن إحدى طرق تحقيق هذا الهدف تجري من خلال إعطاء الجزيئات الناقلة العصبية ذاتها إما بطريقة مباشرة أو بطريقة تمكن كيمياء الجسم من تخليق ناقلات إضافية ويتبع هذا الإجراء في علاج ده باركينسون إذا اترح أن نتيجة اختلال بين الجزيئين الناقلين للإستيل كولين والدوبامين ويؤدي تناول دوبامين إضافي إلى تخفيف أعراض المرض ومع ذلك في غاربا ما لا يكون تناول جزيئ ناقل إضافي إجراء مفيدا لأن للجسم آليات أنزيمية مصممة لمكافحة الناقلات الإضافية وفي هذه الحالة يفضل تناول جزيئ شاد يمكن أن يكون بديلا للجزيئ الناقل الطبيعي على أن يكون قادرا على مكاومة آلية التدمير بالجسم ويجب أن يقبل الجزيئ الناقل الطبيعي وجزيئه الشاد التخليكي أن يحل أحدهما محل الآخر على المستوى الجزيئي ومن ثم يستطيعان إحداث نفس التأثير الفيسيولوجي الذي قد يكون في صورة انكباض للأوعية الدموية للعين عنوان جانبي الجزيئات المضادة والجزيئات الضادة هي الأداء الجزيئية الأكثر استخداما في الصناعة الدوائية وهي عبارة عن جزيئات تتحد مع المستقبل ولا تحدث أي التأثيرات لكنها تمنع الجزيئ الناقل الطبيعي من أداء وظيفته ويعد الستيل كولين من أكثر الناقلات الطبيعية استخداما في الجهاز العصبي المحيط للجسم فقد يعوك الجزيئ الضاد تأثير الاستيل كولين عند الوصلة بين العصب والعضلة وقد تزل العضلة بعد ذلك مرخية وعندما تستخدم هذه الضادات في الجراحة فإنها تمنع انكباض العضلات عند قطعيها أو لمسيها أو عندما يجري مد أنبيب في القناء الهضمية لمريض وقد اكتشف هنود أمريكا الجنوبية الضادات قبل زمن طويل من أن يصبح الطب أسلوبا علميا واستخدموها في تسميم رؤوس حرابهم ويعد الكرار بين قسين اسم نبات من فصيلة الجوز يستخدم لبسط العضلات من أشهر الأمثلة على ذلك وهو لا يعتبر ساما إلا عندما يحقن بينما لا يكون ساما عندما يؤكل ويحتمل أن يكون سبب ذلك هو تحلله أثناء الهضم ومن شأن الكرار أن يوقف نشاط الأستيل كولين ويعد هذا مثلا واحدا من أمثلة عديدة توضح كيف استفاد العلم الحديث كثيرا من كمياء الشعوب البدائية وتعد أمراض القلب في المجتمع الغربي مشكلة كبرى فالذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أو من الزبحة الصدرية تخف حدة معاناتهم عند إيقاف التأثيرات الواقعة على القلب من جراء ناكل النبض العصبي المعروف باسم النور أدريانالين وذلك عن طريق استخدام ما يسمى بمضادات بيتا النور أدريانالين بين كوسين مركب مشابه تماما للأدريانالين وكما هو الحال مع الشادات يجب أن تكون الضادات مشابهة للجزيئات الناقلة إذا كانت ستحل محلها في مواضع المستقبل وعادة ما تكون أكبر قليلا لكي تسمح بارتباط أفضل في المواضع ومن ثم تثبت بسرعة وتطرد الجزيئات الطبيعية وأحيانا ما يستخدم العكار المضاد لإيقاف تأثير الهستامين الناكل الذي يسبب إفراز حمد في المعدة ويؤدي إيقاف التأثير إلى شفاء كلحة المعدة ومع ذلك ينبغي أن يكون له أيضا بعض الأجزاء الإضافية التي تسمح بارتباط قوي مع المستقبل الجزيئي الكبير عضوان فرعي ابتكار عكاكير جديدة اكتشفت المضادات المهمة المسكورة مضادات بيتا ومضادات الهستامين عن طريق البحث العلمي المنطقي فقد بدأ الكيميائيون بجزيئات شادة طبيعية وقاموا من خلال تغيرات متوالية في التركيب الجزيئي بتخليق جزيئات جديدة ولكن على الرغم من أن دور الكيميائي في استنباط العقار يقتصر على تخليق عكاكير جديدة من أجل اختبارها فإن مهاراته فيها الكيميائي التخليقية الفعلية تعد أقل منها في تقرير أي الجزيئيات ينبغي تخليقها نظرا لدخامة عدد الأنواع المتغيرة للجزيئات الصغيرة جدا ولم يجري اكتشاف العكاكير الجديدة جميعها بطريقة منطقية كلية ففي الواقع لعبة الصدفة دورا كبيرا في اكتشاف العديد من العوامل العلاجية المهمة فقد كانت ملاحظة يقز نبيها تلك التي أدت إلى استخدام البنسالين كعكار للبكتيريا واستخدام البنزو دياز بينات بين كوسين مثل الليبروريوم والغاليوم كعلاج للقلق وقد لعب الفحص العشوائي دوره كذلك غير أن معدلات النجاح كانت منخفضة وأثناء الحرب العالمية الثانية تم اختبار نحو 14 ألف مركب كمضادات محتملة للمالاريا غير أن ما انتخب منها للتجارب الإيكلينيكية لا يتعدى أصابع اليد ويمكن الحكم على مدى إسهام الكيميائي في استنباط العكار من حقيقة أنه جرى تخليق وفصل نحو 4 مليون عكار محتمل ضد السرطان ويحاول الكيميائيون أن يفهموا بأساليب جزيئية نوع العكار المطلوب حتى يكونوا أكثر تحديدا للمركبات المخلقة وبذلك يتجنبون عملية الفصل العشوائي عنوان فرع أنزيمات الإعاقة وتستنبط كذلك جزيئات مفيدة من النحية العلاجية لإعاقة موادع النشاط فيها الأنزيمات ومثال ذلك العكارة المستخدم في العلاج الكيميائي للسرطان بالكوسين سرطان الدم على وجه الخصوص المثم ميثو تريكسات وهناك مادة تسمى حمد الفوليك تلعب دورا في إنتاج الخلايا التي يحولها إنزيم معين هو بوقف الميثو تريكسات هذا التفاعل أو يوقف الميثو تريكسات هذا التفاعل وكان بذلك عملا رئيسيا أسهم في تحسين حالات الأطفال الذين يعانون من مرض سرطان الدم وإيقاف نشاط إنزيم ما يمكن أن يعوق كذلك تأثيرات الجزيئات النقلة العصبية فإذا متوقف نشاط الإنزيم الذي يتخلص من الجزيئات الناقلة سوف يزداد عدد الجزيئات الناقلة وتعمل ما يطلق عليها اسم كوابح أوكسيداز المونو أمين على رفع تركيز الأدري نالين عن طريق تقييد الآلية التي تعمل على إزالته ويمثل ذلك آلية للسيطرة على ضغط الدم غير أنها من النحية الإكلينيكية تستخدم الجزيئات التي توقف نشاط الإنزيم كعقاكير مضادة للإكتئاب والمشكلة الوحيدة هي أن الإنزيم ذاته يستخدم في هدم جزيئات أخرى مشابهة بينكوسين أمينات تأتي من هضم الطعام وأحيانا يتعرض المرضى الذين يعالجون بمعوقات الأنزيمات هذه لردود أفعال ضر إذا احتوى طعامهم على كميات كبيرة من أمينات معينة أو إذا تناولوا عقاكير أخرى تفرز الأمينات المطلوب إزالتها وعلى ذلك يجب تجنب بعض الأطعمة مثل الجبن ولحم البكر عنوان فرع العقاكير المضادة للبكتيريا جاءت أهم التغيرات المؤثرة على صحة الإنسان من استخدام العقاكير المضادة للبكتيريا مثل والمضادات الحيوية مثل البنسيلين ويعود الفضل في اكتشافها إلى العالم الألماني العظيم إيرليش الذي استخدم صبغات مخلقة حديثا في صبغ الخلايا وارتقى أنه إذا صبغت إحدى الأصباغ أو إذا ولما تصبخ نوع الآخر فقد يكون في ذلك مصدر محتمل للعقاكير وهي تلك المواد الكيميائية قد يكون من شأنها أن ترتبط بخلايا التفيلات أو البكتيريا وتقتلها دون أن يكون لها تأثير سمي يسكر على العائل وقد اكتشف هذه الفكرة المانية آخر حصل على جائزة نوبل هو دوماك وكان يعمل لدى شركة باس وقد برهن على أن صفغة البرونتوزيل وهي سيلفوناميد بن كوسين هي عقار فعال للغاية ضد البكتيريا وذلك عندما استخدمها في إنقاس حياة ابنته عام 1936 للميلاد ومن أكثر الدلالات انتشارا ذلك البرهان العملي الذي قدمه فلوري على أنه مركب البنسلين الذي اكتشفه فليمينج عام 1928 للميلاد لكنه أهمل بعد ذلك هو عقار فعال جدا ضد العدوى البكتيريا فعندما تقارن أعداد الجرحة في الحرب العالمية الثانية بالإحصائيات المروعة أثناء الحرب العالمية الأولى يتضح مدى فعالية البنسلين في تخفيض عدد الوفيات بين الجنود بسبب الجروح ومنذ عام 1945 للميلاد اكتشف الكيميائيون في شركات الأدوية كثيرا من المواد مثل البنسلين والتي توجد بصورة طبيعية في الفطريات وبخلاف هذا قاموا بفحص التركيب الكيميائي لهذه المضادات الحيوية الطبيعية وصنعوا أنواع تخليقية والسبب الأساسي لقيمون بذلك هو أن العديد من سلالات البكتيريا تكتسب مع الوقت أو تكتسب مع الوقت مناعة لأنواع معينة من العقاقير عدوان جانبي عقاقير من أجل الصحة شهدت حياة البشر تغيلا يتساوى في عمقه مع ذلك الناجم عن استخدام العقاقير المكفحة للمرض وقد جاء هذا التغيير نتيجة من استعمال العقاقير أجل الصحة فربما تكون حبوب منع الحمل على سبيل المثال فعلت أكثر مما فعلته كل التشريعات التي صدرت على مر التاريخ من أجل تحرير المرأة وقد كان للتحكم في الخصوبة كذلك تبعات سياسية لنستطيع الآن أن ندرك كل أبعادها فمنذ نيف وعشرين عاما مضت كانت المشكلة المزعجة التي تورك المجتمع الغربي تتمثل في الزيادة المطردة للسكان وحاليا يجري إغلاق المدارس نتيجة لانخفاض أعداد التلاميذ المتقدمين لمرحلة التعليم الإرزامي وقد جاء كل هذا نتيجة معرفتنا لكيفية إنتاج الجسم للجزيئات الهرمونية وإعطاء الهرمونات التخليقية لخداع الجهاز التناسولي للمرأة فيعمل كما لو كانت المرأة حاملا وبذلك تمنع الحمل عنوان جانيبي الأصاري الاجتماعية لقد تغير التب منذ الحرب العالمية الثانية بسبب استخدام العقاكير فلم تكن معظم العقاكير التي يصفها الأطباء لمرضاهم حاليا متوفرة منذ جيل مضى وأصبحنا نقترب من عصر حب الدواء لكل مريض وعلى الرغم من هذا يبدو أن هناك قلقا عاما لدى الجمهور فغالبا ما تكون طلبات المستهلك لمستويات الأمان قوية إلى حد تنكر على الذين يعانون من الأمراض الاستفادة من عقار جديد خشية أن تنجم عنه في بعض من الحالات النادرة آثار ضر فالمسائل الأخلاقية بسبب مأساة الثاليدو ميد وهو عقار كان يستخدم لمنع الفئراء الغثيان لدى الحوامل نجم عن تعطيه ولادة أطفال مصابين ببعض التشوهات والحقيقة أن النظام الحياة يبلغ من التعقيد حدا أنه لم يفهم حتى الآن بشكل كامل على المستوى الجزئي ونتيجة لذلك يمكن أن يحدث ما لا تحمد عقبار وعلى الرغم من الاختبارات المستفيدة التي تجري على الحيوانات الحية والتي تعتبر في حد ذاتها نشاطا مؤلما ومثيرا لمشاكل أخلاقية ولكن إذا كان لابد من الخيار والنقل بين إنكاز حياة طفل مصاب بسرطان الدم أو التضحية بحيوانات للتجارب فلا مناص من أن يتخذ شخصا ما قرارا ولا يمكن تجنب هذه المؤادلات إلا عن طريق التعمق في فهم ما يحدث بالفعل على المستوى الجزئي وإلى أن نقترب من هدف الفهم الكامل فيجب تناول العقاكير مع الحرص وإدراك أن المخاطر موجودة دائما الفصل العاشر عنوان الغذاء يطلق الناس من تناول العقاكير وهم على حق تماما إذا كان هذا الخوف بسبب احتمال ظهور أعراض جانبية غير أن هذا الخوف يكون في غاية الحماقة إذا كان منشؤ فكرة أن تناول المواد الكيميائية حتما ضارا فجميع الأغذية تتكون من مواد كيميائية مصنوعة من جزيئات وأي نوع معين من الجزيئات يكون متماثلا سواء استخلص من الطبيعة أو قام كيميائي بتخليقه وكما رأينا فنحن نتكون من جزيئات البعض منها صغير والبعض الآخر كبير والغذاء هو مصدر هذه الجزيئات وبعض الجزيئات لسيام الماء قد يستخدمها الجسم بالصورة التي يتناولها بها غير أن القدر الأكبر منها تقوم الجزيئات الأنزيمية في الجسم بتحويلها للقيام بأدوار معينة عنوان فرعي الطهي يعتبر طهي الطعام قبل تناوله أحد الطرق التي تظهر حنكة الإنسان في أمور الدنيا بالمقارنة بالمخلوقات الحية الأخرى ويعمل الطهي على تعديل الجزيئات ومن ثم يجعلها سهلة الهضم وعملية الهضم في الأساس تتمثل في إنزيمات تقوم بهدم جزيئات كبيرة وتحويلها إلى جزيئات أصغر يمكن أن تزوب وتمتص في مجرى الدم ويعتبر الطهي بداية عمليات الهضم قبل بلع الطعام ويعد البروتين العنصر الأساسي في أي وقبة ولما كانت نسبة كبيرة من تركيبات الجسم هي بروتينات فإن أي كائن حي يحتاج إلى مصدر متوازن من الأحماض الأمينية لكي يبني بروتيناته ولذلك فإننا نتناول الكائنات الحية الأخرى ويمكن أن نصب بالأمراض إذا لم يتوافر هذا التوازن من الأحماض الأمينية الأساسية ويفي بروتين حيواني مثل اللحم بهذا المطلب ويحصل النباتيون الذين يتناولون منتجات الألبان على البروتين الحيواني من اللبن أو الجبن أما النباتيون المتشددون الذين يتحاشون جميع البروتينات الحيوانية فقد يحتاجون إلى تزويد وجباتهم الغذائية بعناصر من الجزيئات التي بدونها تصبح البروتينات قليلة جدا في غذائهم ولكي نجعل البروتين أكثر قابلية للهضم فإننا نكون بتهي تعامنا ولعلنا نسترجع أن البروتينات هي جزيئات كبرى تتكون من شرائط من الأحماض الأمينية أشبه ما تكون بخيوط العقد وتنتوي السلسلة الطولية بعد ذلك وتتشابك لتعطي تركيبة معقدة لكنها تركيبة سلاسية الأبعاد محددة جدا وفريدة في كل بروتون وتعتمد على وحدات البناء التي تصنع الحمد الأميني وعلى تعاقبها فيها السلسلة وعندما يسخن البروتين زوء التركيب سلاسي الأبعاد يصبح أكثر عشوائية لأن طاقة التسخين تجعل الزرات ومجموعات الزرات في البروتين تهتز وتتزبزب إلى أن تنكسر الروابط الضعيفة التي تربط حلقات السلسلة ببعضها ويسمى هذا من النحية التقنية تغيير الخواص الطبيعية وينجم عنه فجدان الهيكل التركيبي وتشتت مواضع الأحمد الأمينية ويشبه ذلك انهيار حائط من الطوب وعندما تنفتح السلسلة البروتونية التي كانت ملتفة متشابكة الحلقات يصبح من السهل على الأنزيمات الهاضمة التي هدمت السلسلة أن تؤدي مهمتها فقد أنجز بالفعل جزء من العمل أو فقد أنجز بالفعل جزء من العمل والشيء هو واحد من أبسط صور الطهي حيث يجري انداج اللحم بالتعريض المباشر للنار وتحدث عملية هدم تركيب البروتين سلاسي الأبعاد بسرعة لأنها تستخدم قدرا كبيرا من الطاقة الحرارية وفيها الطبقة الخارجية من اللحم التي تكون الأكثر سخونة يحترق اللحم حيث تفاعل الجزيئات البروتونية مع الأكسوجين تاركة راسبا كربونيا أسود وجزيئات أخرى غنية بالكربون ويعد أسلوب ماء يغلي عند درجة حرارة أعلى من 100 درجة مئوية ويمكن الحصول على نقطة الغليان الأعلى باستخدام أواني الضغط ويغلي الماء عندما ترتفع فقعات البخار من قاعة الإناء المحتوى عليه وتصل إلى سطحه وإذا كان ضغط الهواء فوق سطح السائل أقل من الضغط الجو الطبيعي فإن الماء يغلي حين الجبال هذه الظاهرة حيث يكون الانخفاض في الضغط عند الارتفاعات العالية من السمات الواضحة فعلى جبل يبلغ ارتفاعه 20 ألف قدم يستغرق سلق البيضة 15 دقيقة بسبب انخفاض نقطة غليان الماء أو على النقيد ففي أواني الضغط يزداد ضغط الهواء فوق الماء من خلال التحكم في البخار داخل الوعاء وعند الضغط المرتفع يكون للماء المغلي درجة حرارة أعلى من 100 درجة مقوية ونتيجة لذلك يتوافر المزيد من الحرارة لهدم البروتينات أو النشا في الطعام ومثلا من ذلك يمكننا طهي الطعام في وسائل أو في سائل له نقطة غليان أعلى من الماء فالزيت أو الدهون المنصاهرة المستخدمة في التحمير لها درجة غليان تصل إلى 200 درجة مئوية وتؤدي الحرارة التي تستمدها جزيئات الطعام من الطهي إلى تزرزب ودوران متزايد لهذه الجزيئات وتحتوي الحرارة المستمدة من النار أو من الموقد على نطاقات واسعة من الطاقات منها طاقات ذات أطوال موجية طويلة تجعل الجزيئات تتحرك بصورة أسرع وطاقات الموجات المتوسطة والموجات القصيرة جدا التي تجعل الجزيئات الصغيرة تدور بصورة أسرع وأشعة تحت الحمراء تجعل الجزيئات تتزرزب وعلى النقيد من ذلك يعتبر الموقد المايكرويف أداة محكمة تنتج كل طاقتها من نطاق ضيق جدا ومميزات هذا الموقد أنه من ناحية يجعل جزيئات الماء تدور بصورة أسرع وبذلك تصبح طريقة مثالية لتسخين الطعام المجمد بطريقة سريعة ومن ناحية أخرى فبما أن جزيئات أطباق الطبخ ذاتها مترابطة بطريقة وفيقة وليست مخلخلة بحيث تدفعها الحرارة إلى الدوران فإنها لا تدفأ في موقد المايكرويف ومن ثم نحصل على التأثير القريب المتمثل في طعام ساخن في أواني باردة عنوان جانبي التطرية ومن سبل تحسين الطبخ استخدام أنزيمات تهدم بعض التركيبات البروتونية قبل أكلها وكانت طبخون يعرفون هذه الحيلة منذ زمن طويل قبل أن تتضح أسسها الجزيئية وأوضح تطبيق للفكرة هو استخدام الأناناس مع فخز الخنزير المدخن ففاكهة كالأناناس تعتبر غنيمة بالأنزيمات أو تعتبر غنية بالأنزيمات التي تهدم البروتينات ولذا فإن مجرد تلامس بسيط مع الأناناس من شأنه أن يطر شرائح اللحم ويجعلها أكثر قابلية للهضن وقد استغلت هذه الفكرة على نطاق واسع عن طريق استخدام مستحضرات الأنزيمات لتطرية شرائح اللحم أو السمك قبل تبخيها وتصبح شرائح اللحم طرية لأنها هدمت جزئيا قبل أن نتناولها بالشوكة والسكين عنوان جانبي الفيتامينات الفيتامينات هي مواد أساسية للسلامة الصحية ولا يستطيع الجسم تخليقها من جزئيات أخرى ويتميز الإنسان لكونه يحتاج إلى تناول العديد من الفيتامينات أكثر مما تتناوله المخلوقات الأخرى ويعزي ذلك فيما يبدو إلى أن الإنسان في إطار اكتسابه صفات جديدة خلال عملية التطور عن طريق التفارات التي تحدث بالصدفة للدي ان اي ربما يكون فقد بعض التعليمات الموجودة في الشفرة والتي تعد أساس عملية تخليق الفيتامينات ولما كنا نحتاج من الفيتامينات كميات دائرة ليس إلا في أن اكتشاف ما هي الفيتامين والمقدار الضروري منه كانت عملية معقدة ولم يتم استخلاص نتائج واضحة إلا من خلال دراسة بعض نظم التغذية غير العادية وقد اتضح احتياجنا لفيتامين سي على سبيل المثال عندما أدى النقص الناتج عن كل التناول الفاكهة الطازجة إلى إصابة الملاحين بمرض الإسكر بوت ولا تعرض الحيوانات الأخرى بخلاف الإنسان نمازج مناسبة للتجارب بحيث يختلف تركيبها الجزئي الوراثي عن تركيبنا وحيث يمكن للفئران والدجاج فقد توقف البحث التجريبي على البشر بسبب المشاكل الأخلاقية ومن أفضل وأوضح الدراسات بشأن المشاكل الناجمة عن نقص الفيتامين سي هي تلك التي يجريت على متطوعين رفضوا بإرادتهم الاشتراك في المعارك أثناء الحرب العالمية الثانية وعادة ما تستخدم الحروف الأبجدية في تصنيف وتوصيف الفيتامينات وفيتامين الساقط على الجزئيات أن يغير من تركيبها وهذا التغير التركيبي ينقل إلى المخ وتحتوي مجموعة فيتامين بي على عدد من الجزئيات المختلفة التي تعتبر أساسية لنشاط عدة أنزيمات مهمة أما الفيتامين سي رغم أنه من أبسط الفيتامينات فهو محل جدل كبير فيما إذا كانت كميات كبيرة منه تخفف نزلات البرد أو حتى تشفي من السرطان ومن سمات العلماء المحافظين أنهم شك أكون وتجربة المدافعين عن الفيتامين سي لاستخدامه كواكن من الأمراض من أمثال لينوس بولينج وهو العالم الثاني الذي فاز بجائزة نوبل مرتين تفيد بأنه ثبت على مدار السنين أن المزيد والمزيد من الفيتامينات مطلوب من أجل الوقاية من الأمراض وفي البداية كانت ميليجرامات من الفيتامين تفي بالغرض وحاليا نحتاج منه جرامات فهل يعزي ذلك إلى أن الفيتامينات الأولى المستخرجة من مصادر تبية كانت بها شوائب وكانت هذه الشوائب هي المكونات الفعالة الحقيقية ومع تنامي ولع الإنسان به أصبح ينتج بصورة يزداد نقاقها يوما بعد يوم حتى صار بالإمكان تخليقه كلية وبشكل نقي تماما وإذا صح القول بأن الشوائب هي التي كانت تتمثل العنصر الفعال فذلك يفسر سر الحاجة الظاهرة للجراءات المتزايدة وتعتبر مجموعة فيتامين دي جزئيات من نوع الستيرويد مركب من الشحمانيات اللي شبيهة بالكلوسترول المنتمية إلى هرمونات الكورتيزون والهرمونات الجنسية أما فيتامين E فهو يعد مادة مكوومة للتأكسد ويعتبر فيتامين K ضروريا لإنتاج البروثرو مبين في الكبد عضوان جانبي النكهات وتتحكم الجزئيات حتى في مزاق الطعام ونتيجة لذلك صار المجال مفتوحا لتدخل الكيميائيين وتستخدم الآلية ذاتها التي تستخدمها الأنزيمات لاتحاد الجزئيات أو التي تستخدمها المستقبلات في التفاعل مع الناقلات فتزوج نكهة معينة هو عبارة عن توافق جزئ صغير في موقع مصمم لكبول الشكل والتوزيع الإلكتروني لهذا الجزئ الضقيق أو لأحد الجزئيات الشبيهة به ومن ثم فإن تخليق نكهات صناعية يوازي بالنسبة للكيميائي عملية إنتاج العقاقير فما على الكيميائي إلا أن يخلق جزئيات لها الأشكال والتوزيعات الإلكترونية الممثلة لنزيراتها في جزئيات النكهة الطبيعية لكي تتوافق مع جزئيات المزاق في الجسم وتتمثل الخطوة الأولى في أن يقوم الكيميائي بعزل المواد الطبيعية التي تتسم بنكهة معينة بين قسين مذاق التوت على سبيل المثال وبعد ذلك يحدد التركيب أو تركيب الجزئيات النقية وفي النهاية يختبر الكيميائي الأنواع التي قام بتخليقها وغالبا ما تتميز بنكهات أقوى كثيرا من النكهات الطبيعية والبحث عن بدائل للسكر من أجل التحلية دون إضافة سمنة أدى إلى قيام صناعة مبنية على السكرين غير أن هذا المنتج لا يعد بديلا جيدا بسبب تأخر الإحساس بالمزاق وينتج الكيميائيون الصناعيون حاليا بديلا لا يوجد به سوى حمدين أمينيين مرتبطين ببعضهما وهذا المنتج الجديد الذي يسميه الكيميائيون بالإسبار تم يعتبر أحلى عدة مرات من السكر ويمكن استعماله في عمليات التمثيل العضوي ويفرز بواسطة نظم الأنزيمات الموجودة بالجسم والمصممة لفصل الروابط بين الأحماض الأمينية ولا توجد أثار جانبية تسكر لمادة التحلية الجديدة وفيتم قريبا إضافتها إلى مادة الكولا عنوان جانبي الحفظ ولا يسعى الناس إلى طلب الأغذية ذات النكهة فحسب بل إنهم يبحثون وهذا هو الأهم عن الأغذية الخالية من السموم البكتيرية وكان الحل المطروح من الكيميائيين لهذه المشكلة هو استخدام نفس الاستراتيجية المستخدمة في العلاج الكيميائي والتي تتمثل في استنباط مركبات لها السميات معينة من شأنها قتل الشيء المتطفل مع عدم الإضرار بالعائل وهذا المبدأ مطبك في مجالات كثيرة متنوعة من المشاكل بما فيها تلك المتصلة بالأبحاث الزراعية الكيميائية أو على الأخص مسألة أي المواد الحافظة التي يمكن أن تستخدم مع المنتجات الغذائية فمن المهم تخليق والتأكد من فعالية الجزائيات التي تبيد الآفات ولا تكون في نفس الوقت مؤزية للإنسان ومن حين إلى آخر تظهر نتائج مدهشة فثمت مواد حافظة للخبز تضاف من أجل تأخير عملية التعفن وقد اعترضت على استخدام هذه الإضافات جماعات الضغط المطالبة بغزاء نقي قوي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ولقد أثبتت الأبحاث أن هذه الإضافات لم تكن آمنة فقط بل أنها أدت كذلك إلى انخفاض واضح في سرطان المعدة ويحتمل أن يكون السبب هو أن المركبات المضافة لوقف عملية تعفن الخبز ربما تكون قد قدت كذلك على بعض العوامل السرطانية الموجودة في المعدة الفصل الحادي عشر كيمياء الطاقة يعتبر الغذاء من ناحية هو مصدر الجزيئات التي يخلق منها الجسم منتجات جديدة وأساسية ومن ناحية أخرى فهو أيضا مصدرنا من الطاقة عنوان جانبي الجزيئات والطاقة يعرف الأشخاص نحاف البنية السعرات الحرارية حق المعرفة فهي كميات الحرارة المنبعثة من حرق كميات قياسية من المواد ولقياس الكيمة الحرارية لمادة ما يجري حرق كمية محدودة منها فيها الأكسوجين لتعطي بصفة عامة ثانية أكسيد الكربون وماء حيث تحتوي معظم المواد العضوية على الكربون والهايدروجين ويجري قياس مقدار الحرارة المتولدة ويعتبر غاز الهايدروجين الوقودة الأكثر فعالية من حيث الحرارة المنبعثة نتيجة احتراق كل جرام ويعتبر الجازولين سائل وبينكوسين هو سائل سريع الالتهاب يستخدم كوقود أو منظف أقل كفاء بمقدار ثلاثة مرات لكنه يسهل تبطيره نسبيا عن النفط الخام ويمكن نقله من مكان لآخر بسهولة وتعتبر الدهون هي وقود الجزيئات الرئيسي للحيوانات وهي تعطي من كل جرام تقريبا نفس كمية الطاقة التي يعطيها الجازولين وفي المقابل تستخدم النباتات بوليمر سكر النشا طويل السلسلة كجزئ وقود رئيسي لها وهو يعتبر من حيث الوحدات الحرارية أقل لفعالية ثلاث مرات عن الدهون ويحتمل أن يكون السبب الذي يؤد بعملية التطور إلى هذا الحل لمشاكل تخزين الطاقة هو أن الكيمياء المتضمنة في استخلاص الطاقة وأسرع منها مع الدهون وعلى عكس النباتات يحتاج الحيوان في حياته إلى الحركة وتتسم الدهون بأنها أخف كثيرا من النشا على الرغم من أن كيمياء استخلاص الطاقة هي أكثر تعقيدا غير أن الحيوان يحتاج إلى مصدر سريع للطاقة المتمثل في وجود النشا ولذلك يوجد جيلي كوجين بينكوسين أحد مشتقاط النشا في دمائه ويمكن من حيث المبدأ حساب كمية الطاقة التي يمكن استخراجها من تفاعل كيميائي ما من خلال قياس الفارق بين الطاقة المنبعيسة من حرك الجزيئات المتفاعلة وتلك المنبعيسة من حرك نواتج التفاعل وترتهن كمية الطاقة المنبعيسة من أي تفاعل كيميائي بمدى استقرار الإلكترونات في الجزيئات البديلة المكونة من نفس وحدات البناء الزرية فكلما كانت الإلكترونيات مرتبطة ببعضها بشكل محكم بعد الاحتراق كانت الجزيئات الناتجة أكثر ثباتا وزاد انبعاث الطاقة منها في صورة حرارة وعلى المستوى الجزيئي يمكن تفسير حرارة الاحتراق بأنها الطاقة المطلوبة لكسر روابط كيميائية معينة في الجزيئ وتعتبر طاقات الربط في الهيدروجين والأكسوجين معا أكثر بكثير من الطاقة المطلوبة لكسر الرابط AOH في جزيئ الماء ولذلك يتفاعل الهيدروجين والأكسوجين بصورة انفجارية ليعطيها الماء وقدرا هائلة من الطاقة عنوان جانبي البطاريات ومن أفضل طرق توليد الطاقة بين التفاعلات الكيميائية أن تستخرج في صورة كهرباء بدلا من الحرارة ويتم زالك في البطاريات وتقوم التفاعلات الكيميائية التي تشكل أساسا عمل البطاريات على فقد أو اكتساب إلكترونات من زرات أو جزيئات فإذا أمكن عزل كل من واهب الإلكترونات ومتلقيها فسوف تنساب إلكترونات من أحدهم للآخر وسوف يسري تيار كهرباء عبر السلك خارجي أو دائرة وعلى سبيل المثال فالزنج المعدني ليست له ألفة كبيرة بإلكتروناته مثل النحاس وعلى ذلك فإذا كان لدينا زنج في محلول من أيونات الزنج زرات زنج فقدت إلكترونين وأصبحت بذلك مشحونة بشحنة مجابة مزدوجة زيد ن بلاس بلاس متصلا بنحاس في محلول من أيونات النحاس السنائية الموجابة CU بلاس بلاس يمكننا أن نصنع طيارا من الإلكترونات من الزنج إلى النحاس عبر سلك يصل بين المعدنين ويشكل ذلك بطارية كهربية بسيطة وتمثل البطاريات المستخدمة في فوانيس الدراجات وأجهزة المزيع المحمول وأجهزة التسجيل تعديلا بسيطا لأزيل قاعدة وتعرف بالبطاريات الجافة وأحد كتباي البطارية الجافة بين كسين الأنود الموجب هو عمود مركزي من الكربون زو طرف معدني بينما كتبها الآخر الكاثودة السالب هو الزنج الذي يشكل الغلاف الخارجي والمادة الموجودة بين الإلكترودين تسمى إلكتروليت ليست محلولا بل هي معجون من كلوريد الزنج وكلوريد الأمونيوم وثاني أكسيد المنجنيز وعند إلكترود الزنج تصبح زرات الزنج أيونات زنج وتعطي إلكترونين بينما عند الأنود تكتسب كل من أيونات المنجنيز والألمونيوم إلكترون وتعطي البطاريات الجافة جهدا يساوي 1.5 فولت ولما كان غاز الأمونيا يتولت حول أكتاب البطاريات فإن نشاطها ينخفض وإذا طريقت فترة فأنها تسترد نشاطها نوعا ما حيث تتحد الأمونيا مع أيونات الزنج غير أنه لا يمكن إعادة شحن البطارية مرة أخرى مثل بطاريات السيارات حيث يدفع المولد الدينامو بطيار كهربي إلى البطارية يجعل المواد الكيميائية تعود إلى حالتها الأصلية وبسبب أزمة الطاقة والرغبة في إنتاج وسائل نقل لا تسبب تلوثا يعكف العديد من الكيميائيين على محاولة ابتكار أو اكتشاف مصادر كهرومائية كهروكيميائية أفضل وأرخص وأخف لتوليد الكهرباء وتتضمن استخدام الطاقة الشمسية وتشكل هذه الفكرة الأخيرة مثالا آخر لطريق التفكير الكيميائي أولا التبصر بالأسلوب الذي تجري به الأشياء والأمور في الطبيعة ثم استنساخ هذه العلية ويتمثل الهدف أولا وأخيرا في إدخال تحسين على ما أوجدته الطبيعة عضوان جانبي تحويل الطاقة توجد بالطبيعة آليتان مهمتان بصورة فائقة لتدفق الطاقة عملية التنفس التي تتضمن هدم الجلوكوز للحصول على طاقة مفيدة والتمثيل الضوئي الذي يعتبر استياضا للطاقة من الشمس من أجل تخليق الجلوكوز وبينما يحرق كل من النبات والحيوان غزاؤهم بوسطة الأكسوجين لإنتاج طاقة تختزن في صورة وقود جزئي وثاني أكسيد الكربون وماء فإن النبات واحده يستخدم طاقة الشمس لإعادة توحيد الماء وثاني أكسيد الكربون في صورة سكر وعلى ذلك يمكن القول بأن طاقة الإنسان كلها تأتي من الشمس لأن الحيوانات تتغزى على النبات والوقود الحفري والنفط والفحم هي وقاية من كائنات حية تحولت بفعل التأثيرات الجلوجية وآلية آيد الجلوكوز هي عملية واحدة في معظم جوانبها بالنسبة لجميع الكائنات الحية وهي تفسر مرة أخرى تواحد المفهوم الذي يطرحه الكيميائيون عن الحياة على مستوى الجزئ وقد كامل الكيميائيون بدراسة مكسفة لكل من عمليتين التنفس والتمثيل الضوئي بهدف علمي قصد منه فهم كيفية عمليها وبطبيعة الحال هناك كيميائيون يسعون عن عمد إلى إعاقة أو إيقاف العمليات الحيوية عن طريق تخليق مبيدات أعشاب على سبيل المثال كالبار كوات بين قصين محلول كيميائي شديد المفعول للقافل النباتات الذي يوقف عملية التمثيل الضوئي ويدرس البعض الآخر عملية التمثيل الضوئي بهدف التوصل إلى أجهزة تؤدي نفس الوظيفة إما بصورة أفضل أو بطريقة أكثر ملاءمة وقد يبدو هذا موقفا متعجرفا تماما إذا حاول الكيميائيون المحدثون تحسين شيء استغرق من الطبيعة ملايين السنين لوضعه في هذه الصورة ومع ذلك ففي وقع الأمر اعتادت الطبيعة على إنتاج آلياتها مستخدما نطاقا محدودا من المواد التي لا تعتبر مستقرة إلا خلال حي الضيق من درجات الحرارة ونتيجة لذلك فلا يعتبر مطمعا خائبا أن نسعى إلى القيام بأحسن ما تكون به الطبيعة فالخلايا الدوئية التي تحولت ضوء إلى كهرباء وتستخدم في تشغيل الأقمار الصناعية تعتبر مثالا واقعيا بارزا ولو أنه مكلف نوعا ما عدوان جانبي إسهام الكيميائي في حل أزمة الطاقة على الرغم من أن المواقف العامة تبزغ وتخبو كالقمر تبعا لأسعار البترول فإن العلماء يدركون على الدوام التحدي الذي تواجهه الإنسانية ولقد تكون النفط الخام والفحم من بقايا الحيوانات البحرية الصغيرة واندباتات التي دفنت في قاع البحار منذ ملايين السنين وتتألف معظم الجزيئات التكوينية من الهايدروكربونات أي الجزيئات التي لا تحتوي إلا على زرات كربون وهيدروجين وفي الصناعة البترولية يجري فصل خليط الجزيئات هذا إلى جزيئات أثقل بواسطة التكتير وجزيئات أخف وجزيئات صغيرة جدا التي تكون الغازات الطبيعية غير أنها تينثروتين محدودتين فعلى مبلغ علمنا لا يجري حاليا تكون النفط أو الفحم في كشرة الأرض ويمتد إسهام الكيمياء في البحث عن مصادر أخرى للطاقة إلى الوسائل الأحدث ويؤيد كثيرون استخدام الهايدروجين كوقود ولهذه الغاية يحاول الباحثون استخدام الطاقة الشمسية لشطر الماء إلى هيدروجين وأكسوجين واستنباط مواد يمكن أن يختزم بها الهايدروجين ربما من خلال امتصاصه في مواد صلبة ولا تقتصر الإمكانات الكهرو كيميائية على أنواع البطاريات الجديدة لكن أيضا على محاولات الطاقة الشمسية التي يرى فيها كثيرون الحل طويل الأجل الأكثر كبولا وتسعى الأبحاث التطبيقية في المستقبل القريب إلى تحسين الفحم ليس كمصدر فقط من أجل الطاقة ولكن أيضا لوحدات البناء الجزيئية الصغيرة أو المركبات الكيميائية غير المتبلرة من أجل الصناعات اللدائن والألياف الصناعية ويعد إسهام الكيميائي في الخيار النووي إسهاما مزدوجا حيث أن عمليات الاندماج النووي مقيدة تماما ومكسورة على استنباط مواد جديدة أما الانشطار النووي فهو ينتوي على كيمياء نووية تتمثل في تحويل نوى زرية إلى نوى أخرى وما يستتبع ذلك من انبعاث قدر هائل من الطاقة ومن الواضح أن خيارات مثل المفاعلات المولدة السريعة تعتمد بشكل واضح على أبحاث الكيميائيين النوويين كما تعتمد بطبيعة الحال على كل تدابير الأمان اللازمة للصناع النووية وعلى العموم تعتبر مشكلة الطاقة مشكلة فيزيائية وليست مشكلة كيميائية غير أن المواد ذاتها تقع في نطاق اختصاص الكيميائي الفصل الثاني عشر عضوان جزيئات عملاقة مواد من صنع الإنسان حتى منتصف العشرينات من القرن الحالي كان هناك عدد قليل من الكيميائيين مقتنعين بإمكانية وجود جزيئ مستقر يحتوي على بضعة آلاف من الزرات وكان الاعتقاد الشائع أن المواد غير القابلة للزوابان المستخرجة من مصادر طبيعية هي مجرد مجموعات من جزيئات صغيرة ترتبط ببعضها بواسطة قوة غامضة وفي عام 1922 للميلاد طرح الكيميائي الألماني ستاو دينجر فكرة مؤدها أن مواد كالمطات هي ببساطة جزيئات كبيرة تتكون من سلسلة من الوحدات الجزيئية الصغيرة تشبه حبات العقد وفي لغة هذا الفرع من الكيميائي تتكون الجزيئات العملاقة أو البول لمرات من وحدات فرعية من المونو ميرات بين كوسين جزيئات صغيرة فردية وكانت البولي ميرات الطبيعية مثل المطات والسوف والكتن معروفة منذ العصور القديمة وكما رأينا في أن الجزيئات الضخمة للكائنات الحية وهي البروتينات والأحماض النووية الـ DNA والكاربوهايدرات تقع ضمن هذه الفئة ووحدات بنائها من المونو مير على التوالي هي الأحماض الأمينية والقواعد وجزيئات السكر وباتباع أفكار ستاو دينجر الصائبة التي نال عليها جائزة نوبل حدث تطور سريع قام به الكيميائيون في مجال إنتاج البولي ميرات الاصطناعية مما أدى في نهاية الأمر إلى ظهور صناعة اللدائن والأليافة الصناعية ولا يرقى إلا قليل من الابتكارات لمثل ما أحدثته البولي ميرات من أثر على الحياة اليومية إذ اجتملت على الجوارب المصنوعة من النايلون والكمسون غير القابلة للانكماش بعد الغسيل وعبوات البولي إيفيلين ولعب الأطفال والأجهزة الرياضية ومعظم الأشياء الموجودة في الحياة اليومية وفي المقابل كانت التطورات الأولية عديمة الكيمة فلقد كان إنتاج البولي ميرات الاصطناعية يجري استخدامه أساسا كعوازل كهربائية عنوان جانبي بولي ميرات اصطناعية بيمكوسين تخليقية أنتجت الولايات المتحدة في عام 1907 أول بليمر اصطناعي بواسطة باكلاند وهو كيميائي صناعي أمريكي بلجيكي المولد وكان يبحث عن طريقة لصنع صمغ الملك الاصطناعي بيمكوسين صمغ الملك الطبيعي هو صمغ تفريزه حشرة باكل لك وبعد هذا البوليمر من الابتكارات الكيميائية النموذجية إذ أنه محاولة لاستعواض منتج طبيعي مكلف بمنتج ويعد هذا البوليمر من الابتكارات الكيميائية النموذجية إذ أنه محاولة لاستعواض منتج طبيعي مكلف بمنتج آخر يجري صنعه في المعمل قام باكلاند بتسخين خليط من مادتين عضويتين تحت ضغط وهما مادة الفينول والفورمال ديهيد وهما مادة الفينول والفورمال ديهيد المستخدمتين على التوالي كمادة مطهرة ضد العفونة بين كوسين حمضة الكربوليك وكمادة حافظة وبعد تبريد الناتج حصل على مادة صلبة ناقية شبيهة بالكهرمان لها نفس شكل وعاء التسخين وتعتبر هذه المادة المعروفة حاليا بالباكلايت من العوازل الجيدة وتستخدم في صنع المفاتيح والمكابس الكهربائية وتسمى البوليمرات الشبيهة بالباكلايت باللدائن المتسلدة بالتسخين ويوضع عنصر الرابط الأساسي هو في هذه الحالة أخلاط صمغية من مادتين الفينول والفورمال ديهيد في قالم ويسخم بعد ذلك وتنشأ عن ذلك روابط كيميائية تتكون بين السلاسل البوليمرية مكونة من جذيئات متبادلة من الفينول والفورمال ديهيد وتتسبب في إحداث الصلابة وبمجرد أن تتشكل اللدائن المتسلدة بالتسخين لا يمكن أن تنصهر ولا يعاد تشكيلها في الواقع إذا سخنت لدرجات حرارة عالية فإنها تتحلل وتعطي الرائحة المميزة للمكابس والأدوات الكهربائية عندما تحترك وفي المقابل تسمى البوليمرات التي يمكن أن تنصهر وتصب في قوالب ويعاد انصهرها باللدائن الحرارية ومثال لذلك البولي إثيلين الذي تنتجه شركة ICI في بريطانيا وقد اكتشف البولي إثيلين وبكم كبير بمحدث صدفة عندما كان يدرس الكيميائيون بشركة ICI تفاعلات الغازات عند تغوط مرتفعة ويمكن أن يستحس جزيء الإثيلين الغازي الصغير للوصول في سلسلة من التفاعلات تؤدي بشكل متواصل ومتزايد إلى استطالة سلسلة الجزيئات المضافة إلى أن يصبح الجزيء الكبير الناتج عن تلك التفاعلات من الضخامة لدرجة أن تكون مادة صلبة بيضاء ويسمى مثل هذا البوليمير لدينة حرارية لأنه يمكن إعادة صهره وتشكيله إلى مال نهاية ومرة أخرى يعتبر البولي إثيلين عازلا كهربيا جيدا وقد لعب دورا كبيرا في الحرب العالمية الثانية كعازل في أجهزة الرادار وفي وقت السلم أصبح استخدامه شائعا ليس باعتباره مادة عزل الكهربية فقط لكنه استخدم في عدة تطبيقات وخاصة أدوات الطبخ عنوان جانبي بالمرة وكما رأينا من قبل تعتبر الجزيئات قانعة أو بمعنى ضك مستقرة إذا كان لزراتها هذا الرقم السحري من الإلكترونات التي تدور حولها ويمكن حدوث ذلك إما عن طريق فقدة أو اكتساب إلكترونات لتكوين أيونات موجبة أو سالبة أو الأكثر شيوعا عن طريق الإلكترونات التساهمية التي تؤدي إلى تكوين روابط إسهامية التكافؤ وبصفة عامة فالمونومراط المتفاعلة في كيمياء البوليمراط هي مركبات أحدية مستقرة تتطابق مع فكرة الاستقرار فجميع إلكتروناتها متزاوجة وتقتضي عملية بالمرة أن يبدأ التفاعل بجزيء غير مستقر وعادة ما يكون جزيءا ذا عدد فردي من الإلكترونات أو شق طريق Free Radical كما يسميه الكيميائيون ويتحد الشق الطريق مع جزيء منومر مستقر بدرجة معكولة ليعطي شق طريق آخر زا إلكترون غير متزاوج وهذا بدوره يتحد مع منومر مستقر آخر ليعطي مرة أخرى شق طريق آخر وهلما جرى وتستمر سلسلة تفاعل إلى أن تنكسر عندما يلتقي إلكترونان فرديان أصليان ويتحدان ليعطيها منتجا مستقرا أو منتجا مستقرا وعلى ذلك تشتمل تفاعلات سلسلة البلمرة على البدء بشق طريق فالامتداد ثم في النهاية التوقف وإذا ما انشطر جزيء مستقرة إلى جزئين أصليين يمكن في هذه الحالة الحصول أيضا على تفرع للسلسلة وقد أدخل الكيميائيون تعديلات عديدة على هذه الخطوات واستطاعوا بذلك تعديل خصائص البوليمرات الناتجة وتشتمل أمثلة التي نقابلها بصورة شائعة لهذا الإجراء على كولوريد البوليفينيل بي ذي سي الذي يستخدم في استوانات الفونوغرافة الموسيقية أو في تغضية الأرضيات وأستيت البوليفينيل الذي يستخدم في اللبان واللواصق والبوليسترين الذي يستخدم في الأشياء المشكلة في القوالب وأدوات المطبخ والبوليبر فلورافيلين أو التفلون الذي يستعمل كطبقة غير قابلة للالتصاق تقوم الحرارة في أواني الطبخ ويكتفي التوصل إلى تخليق المطاطة الاصطناعي أهمية ويكتفي التوصل إلى تخليق المطاطة الاصطناعي أهمية تاريخية خاصة إذ بدونه ما كان لألمانيا أن تفجر شرارة الحرب العالمية الثانية حيث لم تكن توجد وسيلة لتوفير المطاطة الطبيعي وقامت الولايات المتحدة أيضاً بجهود خارقة لإنتاج المطاطة الاصطناعي عندما احتلت اليابان مزارع المطاط في الشرق الأقصى وتتسم معظم البولي مرات التي ناقشناها حتى الآن بأنها تتجوّم من جزيئات بسيطة تحتوي على كربون مثل المونو مرات لكن أضيف بعد جديد عندما استحدثت المونو مرات المحتوية على السيليكون وتعتبر البولي مرات المحتوي على السيليكون بدلاً من زرات الكربون على درجة كبيرة من الأهمية نظراً لخصائصها المكاومة للحرارة وإذا استبدلت ببعض زرات السيليكون زرات بورون يمكن إنتاج مواد غريبة ضائلة الكيمة مثل المعاجين اللاكونة ومن شأن زرات البورون أن تشكل سريعاً روابط عرضية بين السلاسل في البوليمر وذلك بكبولها إلكترونيات من زرات الإكسوجين لتكوين روابط كيميائية وعندما تتعرض عينة من هذه اللاكونة إلى شد منتظم فإنها تتمدد مثل قطعة من الطين الدائني وعلى المستوى الزري تنزلك سلاسل السيليكون المكونة من زرات السيليكون والإكسوجين بالتبادل فوق بعضها كلما كونت زرات البورون اتباعاً روابط مع كل زرات الإكسوجين مجاورة مرة من أمامها ولكن عندما تتعرض المادة لقوة شدة عنيفة فإنها تنكسر مثل قطعة الجبن لأن روابط البورون لا تستطيع المضي بسلامة من زرات الإكسوجين إلى الزرات التالية في السلسلة وعلى ذلك يمكن أن تصبح المادة لدنة أو هشة ويرتهن ذلك بالأسلوب الذي يجري به تداولها ويختلف العديد من بدائل القطن والصوف عن البوليمرات البسيطة في أن السلسلة تتركب بالتبادل من جزئين مختلفين A و B كما في حالة الباكليت أو الباكليت ويعتبر النيلون والتريلين من الأمثلة على ذلك في بدلا من أن يكون لهم جزئ منومر واحد متكرر من النوع ليعطي من النوع A ليعطي A A A A 4 A يكون التركيز على النحو التالي A B A B A B ولا ترتهن خصائص البوليمر بطبيعة الوحدات المتكررة في سلسلة البوليمر في حسب وإنما هي ترتهن كذلك بالكيمياء المجسمة بين كوسين دراسة توزيع زرات الجزئيات في الفراغ أو الترتيب الفراغي للزرات وشهدت بداية الستينات من القرن العشرين خطوة مهمة على يد زيجلر في تحديد السمة الكيميائية المجسمة للبلمرة فقد قام بإدخال مواد حافزة في سورة مركبات فلزية عضوية للتحكم في تفاعلات البلمرة ولهذه المركبات مجموعات عضوية وسيطة أو محتوية على الكربون تتحت بزرّة معدنية وتنتج بوليمر ده شكل هندسي متوقع بما يشبه الدور الذي تلعبه في الطبيعة الأنزيمات التي تتحكم في تخليق البوليمرات العضوية مثل البروتين والDNA ويعتبر تقليد الطبيعة هدفا سابتا لا يحيد عنه الكيميائي وكم هي قليلة تلك المواد في الطبيعة التي تفوق الأنزيمات في فعليتها عنوان جانب الاقتصاديات صناعة البوليمر كافزت صناعة البوليمرات كافزت سريعة بدلا من الخمسينات وحد أزمة البترول في منتصف السبعينات وكان موردها أو بمعنى آخر مصادر المونومرات هي جزيئات الهايدروكربون الموجودة في النفط والغاز الطبيعي وعندما انخفضت أسعار البترول أصبحت المواد التي صنعها الإنسان أقل تكلفة من منافستات طبيعية مثل الصوف أو الكتن وغيرت أزمة البترول هذه الصورة ربما للأبد والآن لا يجدي من الناحية الاقتصادية بناء مصانع بتروكيميائيات في العالم المتقدم فمن الأرخص تماما تخليق البوليمرات في دول منتجة للبترول مثل المملكة العربية السعودية وبذلك تتجنب الأضرار لنقل البترول وعلوة على ذلك في أن تكلفة إنشاء نوع جديد من المصانع لإنتاج بوليمر مستحدث هي تكلفة مرتفعة جدا حيث يصل رسم الدخول إلى ملايين الجنيهات بحيث لم يعد من الحكمة البدء في منتجات جديدة وعلى ذلك تحولت صناعة بأكملها ومجال من مجالات البحث الكيميائي في خلال فترة لا يزيد عن مرحلة الشباب لجيل واحد من صناعة جديدة ومثيرة وجذابة إلى صناعة محبطة وآفلة وقديمة ربما لا يوجد مجال آخر للاتصال الوسيق بين الكيمياء والحياة الحقيقية مثل مجال صناعة البوليمرات فكيمياء البوليمر تتعامل مع المنتجات اليومية ومن ثم تتعامل مع صناعة كبرى وتعتبر كل منتجات اللداء منتجات جزيئية على الصعيد الميكروسكوبي بين كوسين من الطريف أن يميل الكيميائيون بشكل فلسفي لمبدأ التبسيط ولهذا السبب تؤثر قيود العالم والتمويل المشترك على ما يجري في المعمل وفي المصنع أكبر بكثير مما تؤثر به في نظم أكاديمية أخرى وفي المستقبل سوف يكون هناك تنافس بين المنتجات البوليمرية الحالية والمنتجات الطبيعية ومن المحتمل أن يتقيد التقدم العلمي مستقبلا بنطاق يقتصر على منتجات ذات خصائص محددة ومرغوبة مثل خاصية مكوامة اللهب أو التوصيل الكهربي وربما يطرق تغيير كامل على الصناعة فتستخدم الفحم على سبيل المثال كمصدر وكود بدلا من البترول وأي تطور لابد أن يقوم على مبررات من منظور أنه يتيح إنتاج سلع بطريقة أرخص من البدائل الطبيعية أو الموجودة الفصل الثالث عشر عنوان الكيمياء من أجل الرفاهية يبعث على الفخر أن معظم تطورات البحث الكيميائي التي ناقشناها حتى الآن كانت تطورات عملية والكيمياء كفرع من فروع المعرفة لها سجل طويل ومشرف في تحسين أوجه الحياة المادية لكنها قامت باستغلال المناورات بالجزيئات أو باستغلال المناورة بالجزيئات أيضا من أجل الحصول على المتعة وتتحكم حواسنا في متعينة وتعد حاسة البصر من أكثر حواس الإنسان تطورا بين عدوان جانبي كيمياء اللون منذ زمن بعيد في التاريخ وجد أن الألوان الصاطعة تتسم بالجاذبية وتسبب المتعة وتبدو في أقل صورها تعقيدا كالواميد الصاطع للألعاب النارية ورأينا في الفصل الأول مدى ثبات الزرات والجزيئات عندما تدور أعداد معينة من الإلكترونات حول نواها الذرية وإذا توافر قدر كاف من الطاقة لجزيئ ما فقد تتحطم الروابط وتتحول الجزيئات إلى جزيئات أبسط أو حتى تنفصل إلى زرات غير مستقرة وعندما يكون الإمداد بالطاقة محدودا تستطيع الجزيئات امتصاص هذه الطاقة دون أن تتحطم وذلك عن طريق تعديل مدارات الإلكترونات وجعلها تحلق على مسافات أبعد من نوا الزرات وفي هذه الحالة يقال للجزيئ أو الزر إنه في حالة إصارة إلكترونية وحالة الإصارة هذه ليست مستقرة وقد تعود الإلكترونات المستصارة إلى مداراتها الأصلية وفي نفس الوقت تبعث طاقتها الزائدة السابقة في صورة دوق وقد يرى هذا الطوء المنبعث قطيف إمبعاسي أي مجموعة الألوان المتبينة في أطول موجاتها والتي تتكون نتيجة تحلل الدوق لدى مروره خلال منشور وهي تشبه صورة الدوق الشمس عندما نراه على هيئة كوز قزح وفي حالة الألعاب النارية توفر التفاعلات الكيميائية القدر الكافي من الطاقة لتوليد حالات الإصارة الإلكترونية بما تستتبعه من إمبعاث لوني وتستخدم مواد مختلفة لتعطي هذا التنوع من الألوان ويمكن الاستعانة ببيان عملي بسيط يتمثل في رش ملح طعام بين كوسين كولوريدا السوديوم على شعلة من النار إن ذلك من شأنه أن يولد طايفا إمبعاثيا من الأصفر البراك المشوب بالبرتقالي ويشاهد نفس اللون في الشوارع المضاءة باللون الأصفر وتظهر جميع المواد الملونة هكذا لنا بسبب معكوس آلية إمبعاث الضوء فعندما يسقط الضوء الأبيض المحتوي على جميع الأطوال الموجية المرئية الموجودة في ضوء الشمس على سجات زرقاء فإنها تظهر زرقاء اللون لأن كل الألوان أمتصت ما عدا اللون الأزرق الذي انعكس وفي مثل هذه الظروف من شأن الأطوال الموجية الحمراء أو الخضراء من الضوء أن تستسير الجزيئات الموجودة في السجادة ولكن بدلا من أن تنبعث مرة أخرى تتحول طاقتها إلى مقادير صغيرة من الحرارة وحتى القرن التاسع عشر كانت جميع الأصباغ المستخدمة في تلوين الملابس من المواد الطبيعية كان يستخرج البعض منها مثل الفوة والنيلة من النباتات والبعض الآخر مثل اللك والصبغ الأحمر الفاتح من الحشرات وكانت توجد مصادر متوافرة للألوان الأحمر والأزرق والأصفر وكان أصعب الألوان هو اللون الأرجواني الذي حصل عليه الفينيكيون من نوع من المحار واستخدمه لتمييز أصحاب المقام الرفيع والطبق العليا وكان أعضاء مجالس الشيوخ الرومان يضعون شرائط أرجوانية على ملابسهم الفتفادة وفي القرن التاسع عشر كان اللون الأرجواني يستخرج من الأشنات التي كانت تقشت من الأحجار الموجودة على شاطئ البحر وبتدخل الكيمياء تغيرت الطرق البداية وما يكترم بها من ندرة وكلفة للحصول على الأصباغ تغييرا جزريا عنوان جانبي الأصباغ التخليكية يرجع تاريخ الصبغة التخليكية العصر الكيميائي البريطاني السير ويليام بريكن في القرن التاسع عشر وعندما كان في الثامنة عشر حاول صنع الكينين بين كسين مادة شبهة قلوية تعالج بها الملاريا لكن تجربته بقت بالفشل ولكن حين أهم بالتخلص من هذا الخليط لمح وميضا يميل إلى اللون الأرجواني في المادة فأضاف إليها الكحول وكانت النتيجة أن استخلص منها إنيلين أرجوانيا وهي مادة وجد أنها قادرة على صبغ الحرير وفي فرنسا عندما صاروا على هدى اكتشاف بروكن بدأت حقبة جديدة في عالم الموضة تعرف بالحقبة الأرجوانية وكانت الصناعة في إنجلترا تتقدم بمعدل أبطأ منها في فرنسا على الرغم من أن الملكة فيكتوريا ارتدت ثوبا مصبوغا باللون الأرجواني في المعرض الكبير الذي يقيم في حديقة هايت بارك بلندن عام 1851 للميلاد وفي عام 1862 كانت طوابع البريد تلون باللون البنفسيجي الزاهي كانت طريقة بيركن تصفر عن تركيبة مسجية لسبغ يستخدم لمرة واحدة ثم اكتشف الألماني الكيميائي جريس طريقة صارت أكثر شيوعا وذلك أثناء عمله في مصنع للجاعة في مدينة ستوك أون ترينت ومثل بريكن أو بروكن بدأ جريس بالأنيلين بين قسين مادة كيميائية بسيطة تستخرج من كتران الفحم لكنه اكتشف طريقة لتحويلها إلى مركب متصل بها يسمى ملح ديازونيوم ويمكن لهذا الملح التزاوج مع جزيء ثاني ليعطي صبغة يتوقف لونها على اختيار الجزيء الثاني وفي ألمانيا استغل اكتشاف جريس وكان قد عاد إلى بلاده وانتجت الصناعة الألمانية جزيئات صبغ ديازو التي تضمنت بني باسمارك والياذارين بين قسين صبغة أحمر يستخرج من كتران الفحم وقد اكتشف كارو أهمية السلفنة في شركة باسي في الألمانية بينما اكتشف الكيميائية العضو الألماني باير كيفية تخليق النيلة بين قسين صبغة أزرق وبذلك قدع على تجارة النيلة الهندية وبحلول عام 1914 كانت ألمانيا تهيمن على تجارة الأصباغ لدرجة أن الصبغ الكاكي الذي كان يصبغ به زي جنود الحملات العسكرية البريطانية لم يكن يحصل عليه إلا من ألمانيا ولذلك كانت بعض الكوات تضطر إلى الزهاب إلى جبهة القتال بالزي الأزرق المصبوغ بصبغ الوسمة الطبيعي الذي كان يستخدمه البريطانيون القدماء وقد وفرت التطورات الحديثة في الأصباغ ألوانا سريعة زهية لا تفكد بريقها لمصمم الأزياء العصريين بتكلفة لم تمنع محدود الدخل من اقتناء الملابس ذات الألوان الزهية لكن مما يبعث على السخرية أن اللون الباهت المطلوب في التقليع العالمية الحالية لكماش النيم الذي تصنع منه ملابس الجينس لا يكون في أفضل درجة جودة إلا باستخدام صبغة النيلة الطبيعية القديمة ولا تستخدم الألوان في صبغ الملابس فقط بل تستخدم أيضا في الدهانات وهنا لم يقدم الكيميائيون نطاقا عريضا من الألوان فقط بل أدخلوا أيضا تجديدات على الدهان ذاته وقد أحدث إدخال مستحلب الدهانات البلاستيكية والدهانات التي لا تسيل ثورة في فنون ديكور المنازل وكانت النتيجة منازل أقصر إشراقا وأقصر جاذبية عما كانت عليه منذ جيل مضى وتكتسي الأصباغ ذات الوظائف الخاصة أهمية حيوية بالنسبة لجودة الفيلم الملون وفي هذا المجال ابتكر الكيميائيون جزيئات ذات درجة حساسة عالية لأطوال موجية معينة من الضوء ومن المقولات الدعائية التي تعبر بالفعل عن حقيقة علمية الإعلان عن إضافة الإشراق إلى البيض في مصحيك الغسيل وهذه الحيلة التي تبدو مستحيلة يتم الحصول عليها بإضافة مواد معينة إلى مصحوق الغسيل تمتص الدوء فوق البنفسجي وبعد ذلك تعيد انبعاس بعض من هذا الدوء في النطاق المرئي وحينئذ لا يعكس القميص الأبيض كل الدوء المرئي الذي يسكت عليه فقط بل يعكس أيضا بعضا من الدوء فوق البنفسجي ولذلك فبالإضافة إلى كونه أكثر بيضا من الأبيض فإنه يستع في الدوء فوق البنفسجي الذي تضاء به كثير من الأماكن مثل المراهي الليلية عنوان جانبية الجزيئات والرائحة تستخدم الطبيعة كالية لها للكشف عن الروائح الوسيلة ذاتها التي قابلناها بالفعل مرات عديدة تلاؤم جزء صغير مع ثقب مصمم بطريقة معينة تعكس شكله المفتاح المرن في الكفل المرن هذه الوسيلة الإدراكية كما رأينا كانت هي الأساس الوظيفي في نقل النبضات العصبية ولإستطعام النكهة وكما في العديد من التطبيقات الكيميائية الأخرى كان دور الكيميائي في تخليق الروائح الطيبة هو محاولة محاكاة الطبيعة وفي البداية استخدمت صناعة العطور بعضا من الروائح الغريبة جدا مثل المسكون والسيفتون التي استخرجتها من غدد الروائح في الحيوانات وعندما تمكن الكيميائيون من الاستنباط الطبيعة الضقيقة للمكونات الفعالة في الروائح وتخليق نسخ من المنتجات الطبيعية كان الطريق ممهدا لصناعة عطور تخليقية وحاليا يمكن صنع عطور بأسعار رخيصة ولم يعد استخدامها مكسورا على الأغنياء وحاسة الشام لدى الإنسان ليست الحاسة الأكثر تطورا مثل ما هو الحال عليه بالنسبة لكثير من المخلوقات الأخرى التي تشكل هذه الحاسة وسيلتها الرئيسية للحصول على المعلومات ولقد بلغ من تطور حاسة الشام لدى الحشرات وتعازم قدرتها على التعرف على جزيئات معينة أنها أحيانا تستطيع أن تكتشف جزيئات أحدية كالفيرمونات عدوان جانب شواطئ المتعة الشريرة لا تقتصر مهارات الكيميائية على إنتاج جزيئات تتبع في السرور لحاستي البصر والشام فقط بل يمكن استخدام هذه المهارات ذاتها في مجال أخطر كثيرا من ذلك وهو خداع المخ في تقديره لعوامل الإصارة ومنذ قديم الأزل استخدم الإنسان الكحل لمضاعفة حدة الإحساس ولإزهاب العقل وللمنتجات الطبيعية الأخرى والأكثر دررا مثل الأفيون والكوكاين أيضا تاريخ طويل ومجرد أن أصبح من الممكن استخراج هذه المنتجات بصورة نقية وبكميات كبيرة ظهر الوجه الأسود للكيمياء فقد استغل الكيمياء مهاراته في إنتاج المخدرات لاستخدامها في عالم الجريمة وبخلاف هذا فقد جرى تخليق مخدرات لمفاسد جديدة تعد أكثر تدميرا مثل ثاني أسيل أميد حمد المهماز والآن ومع تكشف دور الجزيئات الصغيرة في الأداء الوظيف للمخ بدأت تظهر توقعات مثيرة ومخيفة في الوقت ذاته فالتدخل في نقل النبضات عبر وصالات معينة في الجهاز العصب المركزي قد يحدث أو يحدث مشاعر النشوة أو الرعب وغالبا ما ينجم عنه تدمير خطير للمخ وثاو فتاة قوة التحكم في عقل الإنسان من خلال معرفة كيفية عملي إن مجرد إلقاء نظرة على ما جرى حتى الآن من استغلال للعقاكير المخدرة من جانب عديم الضمير كفيل بأن يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بشيء إن كثير من القلق والحذر الفصل الرابع عشر عنوان الكيمياء من أجل الربح تعد معظم الشركات الكبرى في العالم شركات منتجة لمواد كيميائية ومن بين هذه شركات البترول فرغم ما يثار حولها من خلاف فهي شركات كيميائية بمعنى محدود نوعا ما لأنها تستخرج النفط خليط من الهايدروكربونات مباشرة من كشرة الأرض ولا تكون بتصنيعه ومع ذلك ينطوي فصل النفط إلى مكونات هيدروكربونية بيتومين وبنزين وكيروسين وجزولين وغاز طبيعي إلى آخره على أساليب كيميائية معقدة وتستخدم تلك الأساليب كذلك في تحويل مكون إلى مكون آخر وللشركات البترولية الكبرى أيضا أنشطة مصاحبة تعتبر أنشطة كيميائية بشكل واضح تماما وتكون هذه الشركات بتخليق المواد الكيميائية بدءا بالغاز الطبيعي وتسويقها وتعد هذه المواد من بين الخامات التي تغذي بها صناعات البلاستيك والصناعات الكيميائية الزراعية وحاليا تتحول الشركات البترولية العملاقة بشكل ناشط جدا نحو هذه المجالات الأخرى تحسبا للزمن الذي ينفت فيه الوقود الحفري أو يصبح وقودا غير اقتصادي والشركات التي لا تختلف كثيرا عن الشركات البترولية من حيث الحجم هي الشركات الكيميائية الحقيقية فهي شركات ضخمة متعددة الجنسية وهي بشكل عام شركات مربحة جدا وهي تعتبر مجالا لصناعات جديدة فقد أنشئ معظمها خلال المائة عام الماضية وحققت أرقام كياسية تحسد عليها من الربح والعلاقات الصناعية ومعدلات الأمان فقد تطور الانتاج الكيميائي العالمي بشكل أسرع كياسا بالناتج العالمي الكل خلال هذا القرن ونجد أن الابتكارات الكيميائية التي كان لها أثر صناعي ضخم منذ منتصف القرن التاسع عشر موضحة في هذا الجدول ومما تقدر الإشارة إليه أن لعدد كبير من الصناعات الكبرى أعمارا لا تتعدى أعمار الموظفين العملين بها حاليا وعلى سبيل المثال فالداء وصناعات الألياف الصناعية لم تبدأ إلا في السلسينات من هذا القرن ولم تبدأ الصناعات التي تنتج المستحضرات السيدلية ومنتجات حماية النباتات مثل مبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات إلا في الأربعينات من هذا القرن ومع ذلك تنتشر حاليا منتجات هذه الصناعات في مختلف أنحاء العالم عنوان فرعي المواد الكيميائية الثقيلة غالبا ما يقال أن التطور الاقتصادي والتقني لدولة ما يمكن أن يقوز بحجم ما تنتجه من حمد الكابريتيك ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا الحمد مادة ضرورية لإنتاج مواد أساسية مثل الأسمدة والدهانات والألياف واللدان والأصباح والصلب وفضلا عن ذلك تتطلب مشاكل التخزين أن يستجيب الإنتاج بسرعة لأي تغيير في الطلب ويعتبر حمد الكابريتيك مثالا لمادة كيميائية ثقيلة مادة تستخدم بكمياتها إلا ففي عام 1980 فوق الإنتاج العالمي السنوي من الحمد المائة مليون تن ومثال آخر لمادة كيميائية ثقيلة هو هيدروكسيد السوديوم أو السودة الكاوية التي يتم الحصول عليها من التحليل الكهرابي للماء المالح وهي عملية ينتج عنها أيضا غاز الكولور وتقام صناعة المواد الثقيلة عادة في المناطق التي تتوافر فيها المواد الخام ويعتبر حرق الحجر الجيري كربونات الكالسيوم للحصول على الجير أكسيد الكالسيوم إحدى الصناعات القديمة ويتم إدفاع الجير بالماء ليعطي هيدروكسيد كالسيوم وهو مادة كالوية رخيصة تعتبر من الخامات الصناعية الأساسية وفي القرن الثامن عشر اكتشف أن الجير المطفق يمتص غاز الكولور ليعطي منتجا صلبا سهل الاستعمال يعمل عند خلطه بالماء كمادة تستخدم مرة أخرى في صناعة المنسوجات وتعز الصناعة المواد الكيميائية الفقيلة حاليا أيضا كثيرا من المنتجات الأحدث والتي تستخدم بكميات كبيرة في صناعات انتاجية أخرى والعديد من الجزيئات العضوية المحتوية على الهالوجين هي جزيئات مهمة كمزيبات وتستخدم بمقادير ضخمة وبالمثل كما سيأتي شرحانة كانت هناك حاجة لإنتاج كميات هائلة من المونو مرات الجزيئات القابلة للملمرة لإستخدامها في صناعة اللدائن عنوان جانبي المواد البترو كيمائية واللدائن والألياف في القرن التاسع عشر كانت المواد الخام في الصناعة الكيميائية هي الفحم والملح والمعادن وأنواع العسل والدهون وفي النصف الثاني من هذا القرن أصبح البترول من أرخص المواد الخام وأكثرها ملاءمة وتستمد صناعة البترو كيمويات الهايدرو كربونات من صناعة النفط أو من مصادره وتحلل الجزيئات إلى وحدات جزيئية أصغر هذه الوحدات المونو مرات من كوسين تجري بعد ذلك بالمراتها لإنتاج اللدائن كما شرحنا من قبل وتصنع بعض اللدائن في صورة ألياف تستخدمها صناعة الأليافة الاصطناعية وبرعة الصناعة الكيميائية في ضبط خصائص البولي مرات التخليقية لتعطي المواصفات المطلوبة لمنتج معين بدقة ومن بين هذه المواصفات على سبيل المثال ملمس ومظهر خيط الغزل ففتائل خيط الغزل المتواصلة تشبه مصفوفة من العيدان الطويلة اللانهائية وعلى ذلك اكتصرت على إنتاج أنسجة ملساء رقيقة ومع ذلك فقد تطورت التقنيات في منتصف الخمسينات لتحويل الفتائل إلى أشكال لولابية أو على هيئة سن المنشار بحيث تشكل حزمة من هذه الفتائل المعدلة خيوط غزل متضخمة قليلة الكسافة تشبه الصوف وأدت عملية تغيير المظهر والملمس هذه إلى مبتقرات كبرى في دنيا الأزياء مثل السراويل المطاطة المصنوع من النيلون ولا يزال الهدف الذي تسعى إليه صناعة الألياف الصناعية هو إنتاج نسيج دون الحاجة إلى المرحلة الوسيطة لغزل خيط أحادي البعض يغزل من الألياف وقد حدث تقدم في إنتاج النسيج غير المجزول عن طريق تسخين نوعين مختلفين من النسيج يوضعان جنبا إلى جنب بحيث يلتحمان معا وقد يكون لكل من عنصرين نسيج المختلفين مواصفاته المرغوبة والتي تتكامل بدمكيهما معا إذ يدفي إحداهم على سبيل المثال المتانة ويدفي الآخر القابلية للسباغة عنوان جانبي الأسباغ والمواد الكيميائية الدقيقة الأخرى عادة ما يجري إنتاج المواد الكيميائية الدقيقة بكميات صغيرة نسبيا لأن مثل هذه الكيميات تتفي بالغرض وتعطي تأثيراتها المحددة وهناك طلب مستمر على الأسباغ التي يمكن استخدامها مع الألياف بصورة أكثر فاعلية عن طريق عمليات تستخدم طاقة أقل وتقلل من الفاكت اللوني والأسباغ السريعة التي تثبت بسرعة ولا تبهت هي تلك الأسباغ التي يتفاعل فيها جزء الصبغ مع جزئيات الألياف لتشكل معا رابطة كيميائية تكافؤية فعلية ويجري إضافة الصبغات إلى الدهانات أيضا ولا يعتبر الدهان زات ومادة نقية بل إنه خليط من عناصر زائبة ومعلقة وتظهر مشكلة الابتكار هنا في السعي إلى تصنيع منتج يتسم تابعا لرغبة المستخدم بمسلك متجانس حتى بعد تخزينه لفترات طويلة ويعطي في نفس الوقت طاقة رفيعة قوية تغطي وتحمي لسنوات عديدة وكما هو معهود في عالم الكيمياء فإن البوليمرات الإصطناعية تدفع نحو استبدال سيغ زيت بزر الكتان كأساس للدهانات ولقد صممت البوليمرات التخليقية الخاصة بغرض الوفاء باحتياجات العملاء مثل صناعة السيارات والاستخدامات المنزلية من الدهانات المستحلبة ويتجه الطلب على وجه الخصوص نحو البوليمرات القابلة للزوبان في الماء والبوليمر الذي يزوب في الماء كما يزوب في الزيت العضوي يجعل تنظيم فرش الدهان بالماء مسألة سهلة ويستخدم أيضا كمشتت لفقاقيع الزيت عنوان جانبي المستحضرات السيدلية يعد مجال الرعاية الصحية هو الأكثر ربحية فيها الشركات الكيميائية الكبرى حيث تصل القيمة المضافة للمنتجات إلى أعلى قيمة لها وفي المقابل فإن المبالغ المنصرفة على الأبحاث في هذا المجال هي النسبة الأعلى فقد ينفق مبلغ 100 مليون دولار على منتجات جزيئية معينة قبل تجريب العلاج بأي من مركباتها في أي تعيادة أو مستشفى ولذلك فإن العائد يكون على نفس هذا المستوى فربما يصل الدخل من تسويق عكار رئيسي نحو مليار دولار في السنة غيره أن فرص نجاح أي مركب مخلق جديد بطبيعة الحال هي ضعيفة للغاية استصل نسبة النجاح إلى واحد في الخمسة عشر ألفا ويكون لصعوبة دمان الحصول على عائد مالي نتيجة الأبحاث لا سيما بسبب مخاطر التأثيرات الجانبية غير المرغوبة التي كان ينجم عنها دفع تعويضات قانونية ضخمة أثر كبير على نوع البحث التي تجريه الصناعة ومن بين المجالات الرئيسية المستهدفة لإغلابية شركات الدواء الرائدة أمراض وظائف الأوعية الدموية في القلب أمراض القلب خشونة المفاصل والالتهابات أمراض الجهاز العصبي المركزي القرح الهضمية وأمراض الخصوبة وهذه هي المجالات التي يمكن أن تستحق حصيلة المبيعات فيها مغاملة الإنفاق على الأبحاث المتعلقة بها وبالإضافة إلى اكتشاف مركبات مفيدة من الناحية العلاجية يجب أن يوجه البحث أيضا نحو تحويل العقاكير إلى تركيبة دوائية فيجب أن تكون العقاكير فعالة في طريقة إطلاق محتوياتها بعد تعاطيها ويتأثر أسلوب انطلاق العناصر الفعالة في الكابسولات أو الحبوب بالتصاق واحتكاك كمساحيكها وحجم جزائياتها أو محتواها المائي وهناك نشاط بحفي كبير في اختبار المواد البولمرية كأخشية أو كطبقات خارجية سريعة التحلل عضويا وإذا كانت العقاكير معبئة في هذه الأغلفة البلاستيكية فقد يتطلب الأمر توافر نظام محتم لسرعة الإطلاق ولا تقتصر منتجات الصناعة الدوائية على مجال رعاية الصحة البشرية فقط بل تمتد أيضا لتشمل صحة الحيوان والمواشي والطيور فهناك عقاكير لمكافحة العدوى التفايلية مثل الديدان أو ديدان الكبد بينما تستخدم النظائر المخلقة من البروستيجليدينات فئة سلاسية من الأحماض الدهنية في الجسم في التحكم في دور التناسل للحيوانات الأليفة مما يؤدي إلى رفع كفاية التربية وإنتاج غزائي أرخص عنوان جانبي المواد الكيميائية الزراعية تحتل الأسمدة النيتروجينية نهاية قائمة المواد الكيميائية الفقيلة في نطاق الكيمويات الزراعية وربما كانت أقدم الأبحاث العلمية التي أمكن الاهتداء إليها في هذا القرن هي تلك الأبحاث التي أجراها هابر وقام خلالها بإنتاج الأمونيا من النيتروجين والأكسوجين مستخدما في ذلك ضغوطا عالية وبادة حافزة وقد تتأكسد الأمونيا وتتحول إلى حمد النيتريك وهو يعتبر في حد ذاته مادة كيميائية فقيلة مهمة صناعيا والأسمدة عادة هي نطرات أو أملاح أمونيوم ويحتوي كل النوعين من الجزيئات على ذرات النيتروجين الضرورية للجزيئات المستخدمة في نمو وسحة النباتات ولو لا سماد النيتروجين المنتج بطريقة هابر لا تضرر ملايين البشر جوعا في الوقت الحالي بالإضافة إلى هؤلاء الجوع في مناطق العالم المجدبة ويمتد تأثير الصناعات الكيميائية على الزراعة إلى ما هو أبعد من إنتاج الأسمدة حيث تستخدم مبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات ومبيدات الحشرات ومنظمات تنمو النبات في تحسين الإنتاجية ولجعل عملية الزراعة أكثر كفاءة ولهذه السما في مجال الكيميائية الزراعية سلات عديدة بالصناعات الدوائية استستخدم المبيدات بكميات صغيرة نسبيا ومن الضروري أن يكون المنتج آمنا في استخدامه ولا يؤدي إلى مخاطر سواء لمستهلكي على المحصول المعالج أو للبيئة وبالمثل أيضا ثمت حاجة إلى استنباط منتجات يمكن استعماليها بأمان وبأقصى تأثير بيولوجي الهندسة الكيميائية عنوان جانبي تعتبر طريقة هابر المذكورة سابقة مثالا جيدا لمدى الأهمية الحيوية للأوجه الهندسية للكيمياء عندما يرقى منتج ما من المستوى المعمالي إلى المستوى الصناعي استخدم هابر جهازا معمليا بسيطا نسبيا وقدر ثلاث سنوات في إجراء التجارب لتحديد درجة الحرارة والظروف الدقيقة من درجة الحرارة والضغط التي تمكن من اتحاد النيتروجين N2 والهايدروجين H2 لإنتاج أمونيا NH3 باستخدام مادة معدنية حافزة لتعجيل التفاعل ولتطوير هذه التجارب والارتقاء بها إلى مستوى الصناعي يكفل إنتاج 10 ألاف تن من الأمونيا سنويا قد مهندس كيميائي شاب يدعى كارل بوش سنتين من الجهد المدني مما جعله يستحق الحصول على جائزة نوبل في الكيمياء مثل هابر على الرغم من أن الأخير حصل عليها عام 1918 بينما حصل بوش على الجائزة عام 1931 غير أن الهندسة الكيميائية تنطوي على ما هو أكثر وأهم من مجرد الارتقاء بالعمليات الكيميائية المعملية وتعميمها صناعيا فكثيرا ما تختلف التفاعلات الكيميائية مع اختلاف حجم الأوعية التي تجري فيها وتتعظم هذه المسألة وتتجلى أكثر مما تتجلى في حالة السلاسل التفاعلية فإذا جرى تعريض جزيء مستقرة لعملية انتشاء انشطار إلى جزئين متفاعلين جدا ليوجهها بدورهما للتصادم مع جزيئات مستقرة أخرى لتعطي مزيدا من الجزيمات غير المستقرة وبالتالي ينشأ احتمال لسلسلة تفاعلات تسفر عن عدد متزايد بصورة سريعة من الجزيئات غير المستقرة ومن شأن مثل هذا الوضع أن يؤدي إلى حدوث انفجار اللم تنكسر السلاسل وفي الوعاء المعملي تنكسر هذه السلسلة باستضام مكوناتها غير المستقرة مع جدران الوعاء وفي مثل تلك الملابسات قد تسمح زيادة حجم الوعاء بأن يستمر التفاعل لمراحل أبعد وبصورة أسرع ومن ثم فالتفاعل الذي قد يمضي بهدوء على مستوى المعمل قد ينجم عنه انفجار في المصنع ولتحقيق إمكانية الانتقال من المستوى البحفي المعملي إلى المستوى الصناعي ينبغي أن تكون المرحلة الأولى هي إنشاء وحدة صناعية تجريبية مشابهة لتجربة المعمل ولكن على نطاق أكبر وهنا يمكن دراسة أي مشاكل تتعلق بعملية تقليب الأخلاط أو ضبط تدفق المواد المتفاعلة أو نقل المنتجات وستتاح للمهندس الكيميائي الفرص أيضا في المرحلة التجربية ليحسن كفاءة العملية الكيميائية ثواء من حيث المعايير الكيميائية أو من وجهة نظر تكليف الطاقة ومن الضروري في مصنع كيميائي قائم أن تجري مراقبة ومتابعة للعديد من العوامل مثل درجة الحرارة والضغط في أجزاء عديدة من النظام ويستخدم مهندس الكيميائي على نحو متزايد أجهزة الكمبيوتر في قياساتهم ونظم التحكم المستخدمة ومع ذلك فهناك بعض جديد آخر يضاف حاليا إلى الهندسة الكيميائية حيث أصبحت الكيميائي ترتبط على نحو متزايد بالبيولوجيا بين قصين علم الحياة فهناك قسم مستحدث في مجال الكيميائي الحيوية يعمل فيه المهندس على سبيل المثال على تحويل الغاز الطبيعي بطريقة كيميائية إلى ميثانول باستخدام أحد العوامل الحفاظة ويمكن تخزية البكتيريا بالميثانول لتعطي منتجا غنيا بالبروتين يستخدم كعلف حيواني عنوان جانبي مستقبل الصناعة الكيميائية تقدر صناعة الكيميائية بأقل من 5% من إجمالي الناتج القومي لدولة مثل بريطانيا وتقل القوى العاملة في هذا المجال عن 1% في حين أن لها تأثيرا استراتيجيا على نحو 40% من الاقتصاد وقبل أن توجد صناعة المحركات لم تكن هناك سيارات ولكن على النقيد من ذلك فقبل أن توجد الصناعة الكيميائية كانت هناك صناعة الملاباس والعتاقير والدهانات ومبيدات الحشرات والصناعة الكيميائية تعمل أو تشارك في تصنيع كل ذلك ولا كونها طريقة وليست عملية تصنيع منتج فإن تأثيرها هو تأثير كبير وسريع الانتشار وينبغي أن تستمر وتتسع ويبدو أن المشاكل التي ستواجه صناعة الكيميائية في المستقبل ستتمثل في ارتفاع تكلفة المواد الخام والطاقة علاوة على الطلب الجماهيري لحماية البيئة وإذا كان للمرأة أن يتجهن بالاتجاهات العامة مهمة في السعي للتجديد فمن المؤكد أن تكون في سياق أن الصناعة مثل الكيمياء ذاتها سوف تعمل بشكل وثيق مع البيولوجيا إلى حد ما بطريقة المحاكاة الفصل الخامس عشر عنوان التطبيق العملي للكيمياء كان الموضوع المتكرر في هذا البحث القصير هو أن المشكلة الأساسية للكيميائيين هي صنع الجزيئات وفي مجال العمل اليوم بالمعمل تتبلور العديد من السمات الفرعية لهذا النشاط الأساسي وتلقي بمشاكلها عضوان جانبي تقرير ما يجب تخليقه يبدأ الكيميائي بمعرفة أو تقرير أي الخصائص التي يلغبها في المنتج الذي يجري تخليقه وحينئذ يصبح اختيار الجزيئة الذي يخلقه واضحا وقد تطرح الاعتبارات النظرية تصورا لترتيب معين من الزرات والروابط ويؤدي إلى تخليق منتج له الخصائص الفيزيائية والكيميائية المطلوبة أما إذا لم تتوافر هذه المعرفة النظرية فيمكن اللجوء إلى الأسلوب التجريبي عن طريق تكرار استبدال إحدى الزرات أو مجموعة من الزرات بأخرى واختبار المجموعة الناتجة من المركبات الجديدة إلى أن يتم التوصل إلى المركب الذي يكون أقرب ما يمكن من تحقيق الخصائص المرغوبة وأحيانا ما يسمى هذا الأسلوب من قبيل السخرية باسم الروليت الجزئي والروليت هي إحدى لعبات الكمار المتعددة على الحظ ويجري إعداد برنامج مستحدث يعرف باسم التصميم الجزئي بالاستعانة بالكمبيوتر ويجبه هذا الأسلوب برنامج التصميم الهندسي بالاستعانة بالكمبيوتر خاصة وإن الأداء الأساسية في ذلك هو كمبيوتر مزود بقدرة على العرض بالرسم البياني وفي مجالات مثل المستحدرات السيدلية أو الكيمويات الزراعية قد تتضمن المسألة تصميم يحاكي أحد الجزئيات المعروفة سواء كان هرمونا أو ناكلا عصبيا وعن طريق العرض البياني للكمبيوتر يمكن دمج صور من التركيبات الجزئية باستخدام الألوان والمناظر المجسمة لتسهيل فهم أوجه التشابه والاختلاف وعلاوة على مقارنة الهياكل النووية للزرات يمكن أن يتضمن العرض حسابات ميكانيكا الكمة الخاصة ببيان كثافة الإلكترونات داخل الجزئ وحوله وبهذه الطريقة يقل الاعتماد على أسلوب المحاولة والخطأ في بعض التركيبات ويقع عبء إجراء الحسابات التي تعطي معلومات عن الأشكال والخصائص الإلكترونية المحتملة للجزئات على عاطق الكيميائي النظري ويبدأ معظم هذا البحث تقريبا بالمعادلة الموجية الشهيرة لشرودينجر التي تقع في لب ميكانيكا الكم وتتيح هذه المعادلة من حيث المبدأ حساب أي خصائص للجزئ باستخدام الأفكار الأساسية للفيزياء وفي الواقع العملي يجري إدخال تكتيرات تقريبية تكسر الحسابات النظرية على الجزئات التي تحتوي على 50 زر أو أقل ويبدأ حل معادلة الشرودينجر بإدخال المعطيات وهي أنواع الزرات في الجزئ ومواضعها النسبية فيها الفراغ ولكل ترتيب محدد من الزرات طاقة معادلة الشرودينجر طاقة الجزئ والمعادلة الرياضية المتعلقة بها بينكوسين تسمى بالمعادلة الموجية والتي تتيح حساب كثافة الإلكترون في أي موضع سواء كان داخل الجزئ أو حوله ويعتبر كل من الطاقة وتوزيع الإلكترونات عاملة مساعدا فيها التصميم الجزئي عنوان جانبي اختيار المصاري التخليقي وبعد أن تتكرر جدوى تخليق جزئ معين تأتي المشكلة التالية في تقرير كيفية صنعه وبالصفة عامة سيجيب الكيميائي الماهر عن السؤال باستخدام معرفته وخبراته معا لإجراء مسح متسم بحسن التمييز لقدر هائل من محتواته المراجع المنشورة في هذا الموضوع ومع ذلك مرة أخرى يتزايد لدور الكمبيوتر مع تطور ما يسمى بالتخليق الارتجاعي ولا تختلف المسألة إلى حد ما عما ينبغي أن يسعى إليه محام يرغب في أن يعرف بصورة بسالية كل القضايا المعنية عندما يواجه مسألة قانونية وأينما توافر قدر هائل من البيانات فالكمبيوتر هو الوسيلة المرائمة لتخزين هذه البيانات ولتوفير وسيلة البحث خلالها بشكل منتظم ومن البديهي أن الكمبيوتر لا يمكن أن يحتوي على التفاصيل التي لا تكون موجودة أو لم تكن موجودة في فكر الإنسان لكن يمكن أن تتوفر لديه الحقائق التي يجهلها أو ينساها شخص ما ويفترض بناء على ذلك أن يكون الكمبيوتر قادرا على اكتراح بدائل للمسارات التخليقية انطلاقا من المواد البادئة المختلفة ومنذ سنوات قليلة مضت لم تكن طريقة التخليق الارتجاعي طريقة مفيدة بواجه خاص وحاليا وبعد إدخال التحسينات والمزيد من الحقائق إلى قواعد البيانات بالكمبيوتر فإن معظم نظم الكمبيوتر المتقدمة صارت قادرة على مساعدة الكيميائيين التخليقيين في عملهم بكل سهولة عنوان جانبي تحديد التركيب الجزئي وبعد أن يتوصل الكيميائي إلى مركب واحد نطي تماما تكون المرحلة التالية في عمله هي تحديد تركيب جزيئاته وتلك هي المهمة اليومية المعتادة للكيميائيين وحتى فترة قريبة كانت الطريقة الأكيدة الوحيدة هي مقارنة الجزئيات بجزئيات أخرى زي تركيبات معروفة وإجراء تحليل كيميائي عليها وحاليا يتحدد التركيب بطرق فيزيائية وقد أشرنا بإجاز إلى متوفية الكتلة وتحليل البلورات بالأشعة السينية غير أن الإسلوب الأقوى إلى حد بعيد هو متيافية الرانين المغناطيسي النووي وبيانه كما يلي تتسم بعض النوى الزرية مثل نوات الهيدروجين بين كوسين البروتون بخاصية الدوران حول نفسها وتعمل أي شحنة دوارة مثل مغناطيس صغير ومن ثم تتخذ اتجاها معينا مثل إبريت البوصلة إذا تعرضت لمجال مغناطيسي وتحتاج إبريت البوصلة الموجهة لطاقة حتى تنحرف عن اتجاه الشمال الجنوب وتتغير طاقة البوصلة من حد أدنى عندما تشير إلى اتجاه الشمال الجنوب إلى حد أقصى عندما تشير إلى اتجاه المعاكس الجنوب الشمال وينطبق نفس الشيء على البروتون غير أنه على المستوى الميكريسكوبي تقضي ميكانيكا الكم بأنه لا يسمح إلا ببديلين يمثلان طرفين نقيد إما الاستقامة في اتجاه المجال أو عكسه ويكون للاتجاهين المسموح بهم مجداران مختلفان من الطاقة وإذا كان البروتون واقعا في مجال مغناطيسي قوي بالمعمل فيمكن أن يتحدد هذا الاختلاف في الطاقة بين الاتجاهين عن طريق تسليط موجات الراديو على البروتون إلى أن نجد الموجة ذات الطاقة المناسبة تماما لقلب المغناطيسي النهوي الصغير من أحد الاتجاهين إلى الاتجاه الآخر وثمت أسلوب ببديل يتمثل في تسليط موجات ذات تردد معين ثم نغير المجال المغناطيسي إلى أن يتوافق اختلاف الطاقة بين الاتجاهين مع طاقة موجات الراديو بمعنى آخر تحديد شدة المجال المغناطيسي الذي امتصت عنده موجات راديو معينة وإذا كنا نتعامل مع عدد من البروتونات ولكل منها بيئة إلكترونية مختلفة في تركيبة جزائية فسيكون هناك نطاق من شدة المجالات المغناطيسية المناظرة للبروتونات المختلفة وقد يظهر هذا الاختلاف في شدة المجالات المغناطيسية بين البروتونات في إحدى حالتين عندما تتعرض جميع البروتونات لمجال المغناطيس الخارجي الكبير ففي داخل الجزء قد تحجب التغيرات في الكثافة الإلكترونية بروتونات معينة عن هذا المجال بشكل متفاوت أو قد يولد أحد البروتونات مجالا مغناطيسيا يؤثر على بروتون مجاور ونتيجة لهزين العاملين المتميزين يصبح هناك مصدر غني للمعلومات يمكن ترجمتها بسهولة إلى صورة تركيب جزئي وربما كان الرانين المغناطيسيا النووي أكثر من أي أسلوب آخر بمثابة مصدر تغيرات جزرية في ممارسة الكيمياء فإن بأن جعل من السهل نسبيا أخذ مادة ناقية وفي غضون دقائق التأكد بدرجة معقولة من تركيب الجزئيات التي تتألف منها عنوان جانبي مشاكل لم تحل وعلى الرغم من أن الرانين المغناطيسي النووي ثبت أنه أداة صانعة للعجائب إلا أنه لا يصلح للاستخدام في كل الأحوال فإذا كانت الجزئيات غير مستقرة ومن ثم قصيرة العمر أو إذا كانت موجودة في سورة غاز يصبح الرانين النووي المغناطيسي غير ملائم ولا تتناسب هذه التقنية إلا الحالات ذات التركيز الجزئي العالي ولا توفر ذلك إلا في السوائل والجوامد وعندما يتزايد حجم الجزئيات المعنية فقد تنشأ صوابات في فهمها ومع ذلك فإنما يطرق بشكل تدريجي من حيل وتطورات جديدة في تقنية الرانين النووي المغناطيسي سوف يجعل من الممكن فحص جزئيات ذات مستويات التعقيد أعلى وأعلى بل قد صار بالإمكان حاليا دراسة بعض البروتينات الصغيرة ومن الشواغل الشاغلة للكمياء الحديثة هو هذا المجال من الدراسة الذي يشكل منطقة حدودية متداخلة مع البيولوجيا والعلومة الطبية والعديد من المشاكل التي نقابلها يجب أن نتناولها بالدراسة بما هو متاح من كميات صغيرة جدا من المواد علاوة على ذلك تجري هذه الدراسة في البيئات التبعية المعنية ولذلك يسعى الكيميائي بشكل مستديم إلى ابتكار وتعديل أسليبه وتقنياته لكي يحسن من فعليتها حتى تتماشى مع الأخلاط المعقدة من أنواع الجزئيات المختلفة الفصل السادس عشر بعنوان مشاكل ووعد العالم كما نعرفه والحياة على وجه الخصوص نمت وتطورت من مجموعة زرات اتحدت اللي تعطي جزئيات ويجب أن نسلم بأن الجزئيات التي صنع الكيميائيون البعض منها وتطورها يمكن بالقدر ذاته أن تقضي على الحياة في شكلها الحالي بالسبب التلوث عنوان جانبي التلوث الكيميائي لقد شهد التاريخ على مر عصوره حالات من التسمم والتلوث فالبلاء الذي نجم عن نار الكديس أنتونيوس والحوادث الغريبة التي وقعت مع عرفات سالم نجمت على الأرجح عن التسمم بمادة مستخرجة من فطر ينمو على نبات الجودار وأدت هذه المادة إلى حدوث وساوس وتصرفات غريبة وسرطان الكبد ذلك المرض المنتشر في جنوب شرق آسيا يمكن أن تسببه مادة فطرية أخرى هي الأفلاتوكسين وهي مادة متصلة بالعفن الموجودة على الفول السوداني وأدت تسمم الذي تسببه المعادن السقيلة في بعض مناطق التعدين القديمة إلى تحولها إلى مناطق كاحلة أو غير آمنة وغالبا ما يرجع السبب إلى وجود شوائب في المعادن المستخرجة من المناجم وتعتبر ترصيبات الكاد ميوم على سبيل المثال الموجودة في محاجر الزنك بالغة الضرر ومن خلال دراسة علم البيئة بات من الواضح أن السموم التي لا تتحلل في أجسام الكائنات الحية تتركز تدريجيا في سلسلة الغذاء وتصل إلى تركيزات مدمرة عند المستوى الأعلى وتتراكم السموم في الطيور البرية وفي الأسماك الكبيرة ثم لدى الإنسان إذا كان هو الآخر من المستهلكين والمثال الملفت للانتباه هو مرض ميني ماتا وهي حالة القرب المنتشرة على نطاق واسع بين الصيادين واليابانيين الذين يعيشون على سمك التونة الذي يحتوي لحمه على زئبك مركز وأصبح الموقف أكثر تفاقما منذ أن بدأ الإنسان في إنتاج مواد جديدة لا تستخرج بشكل مباشر من الطبيعة واكتشف أنصار البيئة أن ما يعتبره الكيميائيون نتائج متهشة يمكن أن يثبت على المدى الطويل أنها تنطوي على أضرار بالغة فقد أنقذ مبيد الأعشاب DDT حياة الملايين ممن أصيبوا بالملاريا بالقضاء على البعود ولكن على مدار السنين بدأت زيادة تركيزات المادة الكيميائية تحدث عقما للطيور وحاليا يحذر استخدام هذه المادة الكيميائية في العديد من بلدان العالم وأحدثت أمثلة من هذا النوع ومن التأثيرات الجانبية الضرة لبعض العقاكير لسيام عكار الثالث دوميد مهدئ ومسكن رد فعل يعتبر فعليا أكثر منه منطقية لكنه على الرغم من ذلك رد فعل قوي ومن المسلم به أنه من حق الجمهور على الشركات المصنعة أن تكون أكثر حرص على اختبار كل تأثير سمي وارد لمنتجاتها غير أن المنتجات النتيجة الاقتصادية بذلك هي ارتفاع ضخم في تكلفة عملية استنباط منتجات جديدة وعلى ذلك يتراجع الاتجاه عن الابتكار والتحديث وفي مجال المنتجات الدوائية لا يجري توفير المنتجات التي يمكن أن تخفف الألام لأنه لو يدير بعض الأفراد نتيجة لأحدى الاحتمالات المستبعدة فعلى شركة الأدوية مواجهة ما ينتظرها من جزاءات قانونية ومالية وإذا كان الكيميائي مسؤولا عن وقوع هذه المشاكل فيجب عليه أن يجد لها الحل فعندما بدأت المنظفات المحتوية على الفوسفات تدمر البحيرات والأنهار اضطر الكيميائيون إلى البحث عن البدائل وفي هذه الحالة قاموا بتصميم تركيبات جزيئية بديلة توصف استراحيا بأنها قابلة للتفسخ يمكن أن تحللها البكتيريا إلى نواتج غير ضرة ومن ثم لا تنتج نفايات مستديمة ومن أجل حق الجمهور في الحصول على أعلى مستوى من الأمان فإنه ينبغي اختبار كل المنتجات الجديدة مما يسبب مشاكل ذات طبيعة أخلاقية وعلمية وتتضمن الاختبارات التي لا تتبدل صورتها تقريبا تجارب تجرى على الحيوانات وتنتوي على بعض الضوانات المخيفة مثل اختبار LD50 ويجتمل هذا الإجراء القياسي والمفروض قانونيا على قياس كمية المادة المميتة لنسبة 50% من عينة الحيوانات المختبرة وتنشأ المشكلة الأخلاقية أساسا عند استخدام الحيوانات في اختبار منتجات لا يكون الاحتجاج لها شديدا مثل اختبار أنواع أخرى من أحمر الشفاء وكانت المشكلة العلمية تنصب على مغزى الاختبارات التي تجري ولنقل على الفئران عندما يتعلق الأمر بإجرائيها على الإنسان وعلى المدى الطويل عندما نفهم البيولوجيا بصورة أفضل فقد يصبح من الممكن إجراء الاختبارات على الأنزيمات فيها نبيب الاختبار لكن هذه المعضلات ستظل قائمة على مدى المستقبل القريب عنوان جانبي التلوث الجوي تعتبر الأخطاء العلمية التي أدت إلى تلوث البيئة المحلية وأفرزت التسمم أخطاء رهيبة غير أن احتمالات الخطر الدهم تتمثل في تلك الكيمويات التي قد تسبب إذا ما استخدمت بكميات بالغة تلوثا شاملا للغلاف الجوي أو للطبقات العليا من الغلاف الجوي بما يصفر عن تدمير كل صور الحياة على الأرض وقد بات من المؤكد الآن أن حرك الهايدروكربونات يمكن أن يلحق أضرارا بالغة بالغلاف الجوي فالضباب الذي منيت به لندن في فترة الخمسينات نجم عن حرك الفحم في مواقع التدفيع المنزلية وقد أمكن التغلب على هذه المشكلة حاليا وتنجم مشكلة الضباب في لوس أنجلوس عن احتراك الجازولين ويتضافر ذلك مع بيئة جغرافية ومناخية تجعل من الصعب تشتيت هذا الضباب وكان تناول الكيمياء للمشكلة هو محاولة تصميم مواد حفازة يتم دمجها مع عدم السيارات تعمل على عدم نواتج أو على هدم نواتج احتراك الجازولين وتحويلها إلى ثاني أكسيد كربون وماء وعلى الرغم مما يبدو من أن ذلك يمثل قضاء مبراما على المشكلة الكاملة فربما لا يعد الأمر أن يكون مجرد تبديل إحدى المشاكل الخطيرة بمشكلة أخرى فثاني أكسيد الكربون تتزايد نسبته في الولاف الجوي نتيجة احتراك الوقود الحفري في محطات الكدرة الكهربائية ومحركات السيارات وفي نفس الوقت يتناقص الضيطاء العالمي من الخدرة وهي التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون في عملية التمثيل الضوئي وعلى عكس الأكسوجين والنيتروجين الموجودين بالغلاف الجوي يمكن أن يمتص ثاني أكسيد الكربون الحرارة المشاعة من الشمس أو من الأرض محدثا ما يثم بتأثير الصوبة الزجاجية وهناك جدل محتدم يتعلق بمدى خطورة هذه المشكلة لكن الارتفاع السريع لدى درجة حرارة سطح الأرض سيزبح طوامة كبرى وتتغير المخاوف البيئية العالقة بخيال أجهزة الإعلام والجمهور بصورة سريعة فالمشكلة الحالية التي تستحوز على كل الاهتمام هي مشكلة المطر الحمدي فاحتراك الوقود الحفري في محطات القدرة الكهربائية ومحركات السيارات ينتج أيضا ثاني أكسيد الكابريت إذا كان الكابريت موجودا في الوقود الأصلي وفي الولاف الجوي يزوب غاز ثاني أكسيد الكابريت في ماء المطر لينتج عنه حمد كابريتيك مخفف وبالتالي يزيد من حمدية المطر ويمكن أن تكون الأثار المتلتبة على ذلك في البحيرات والغابادة الإسكندنافية وفي وسط أوروبا وكندا أثارا مدمرة وعلى الرغم من أنه ليس هناك أي إجماع بشأن المصادر المسببة للتلوث أو مقدار الدرر فالشيء الواضح هو أن المشكلة هي مشكلة كيميائية وتتطلب حلا كيميائيا وهناك مشكلة أخرى تتعلق بطبقة الأوزون الموجودة في الولاف الجوي للأرض والتي تمتص الأشعة فوق البنفسيجية الدررى الصادرة من الشمس وبالتالي تحمي سطح الأرض والمقدار الفعلي للأوزون هو مقدار صغير نسبيا لأن كسافته منخفضة جدا وعلى ذلك فمن الممكن تماما أن تتفاعل الجزيئات الاصطناعية مع طبقة الأوزون هذه وتدمرها إما بشكل جزئي أو مؤقت أو حتى بشكل مستديم وبالفعل كان هناك منذ بدء سنوات اقتراح عسكري أمريكي لمحاولة القيام بهذا على وجه التحديد بهدف قطع اتصالات الراديو التي تستخدم طبقة الأوزون كعاكس ويمكن أن يكون إلغاء حلقات اتصال الراديو للعدو زريعة كوية في حالة الحرب لكنه الحصن الحظ لم يتم تنفيذ هذه التجربة وثم تعامل آخر أكثر شيوعا ولكنه على الدرجة ذاتية من الخطورة ويتمثل فيها التفكير بأن الجزيئات الهالو كربونية المستخدمة كدافعات الأيروسولات قد يكون لها نفس التأثير عن طريق نشر زرات الكلور والفلور في طبقة الأستراتوسفير وتدعمل هذا الخوف بالسورة جدية حيث منع استخدام الدافعات في العديد من الولايات المتحدة وفي تلك الأسناء تنبجس يوميا آلاف الأطنان من المواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم من تحت الأبط ومنها إلى السماوات مع ما يحمله ذلك من أخطار تدمر طبقة الأزون الحامية عنوان جانبي الحرب يحارب الناس دائما الحرب السابقة بشكل أو بآخر فهناك حاليا اهتمام كبير باستخدام ونشر الأسلحة النووية لكننا لم نسمع الكثير عن الأسلحة الكيميائية التي زاق ويلتها العديد في الحرب العالمية الأولى ولو اعتبرنا التطور في الكيمياء منذ عام 1918 والزيادة الهائلة في فهمنا للبيولوجيا على المستوى الجزئي لو أجب أن نوجه اهتمامنا هنا أيضا إلى استخدام العلم في الحرب سواء في الدفاع أو الهجوم ومع ذلك ففي الكيمياء كما في العديد من المجالات الأخرى كانت الحرب هي الحافظ لبعض من أبرز التطورات بعيدة الأثر وطويلة المدى فقبل الحرب العالمية الأولى ابتكر الكيميائي الألماني هبر طريقة تثبيت النيتروجين إنتاج الأمونيا من اتحاد النيتروجين الموجود في الجو مع الأكسوجين ولقد كانت هذه الطريقة هي التي يرجع عليها الفضل في حل إحدى أكبر مشكلات القرن العشرين وهي نقص الغذاء في مواجهة الأعداد المتزايدة من الناس من خلال توفير الأسمدة النيتروجينية ومع ذلك فقد كان الاهتمام هبر منصبا بالمثل على استخدام طريقته في تصنيع النطرات اللازمة للمجهود الحرب الألماني وبدون هبر كان حصار الأسطول الملكي البريطاني سيحرم ألمانيا من الحصول على المتفرجرات عام 1916 وكان هبر هو صاحب الفضل كذلك في إدخال الغاز السام في الحرب وبعد هزيمة ألمانيا حاول بصفة شخصية تزديد التعويضات عنها عن طريق استخراج الزهب من ماء البحر غير أن فكرته كانت مبنية على نتاج تحليلية غير دقيقة وبطريقة مشابهة تقريبا في الحرب العالمية الثانية احتاجت ألمانيا إلى إنتاج بتائل للمطاط ومرة أخرى قدم الكيميائيون البارعون هذه البدائل من خلال أخذ فحم الكوك بعد استخلاص الغاز منه والحجر الجديري كمواد خام واستخدامها في كيمياء الاستلين الذي يمكن تصنيعه من هذه المصادر الرخيصة وقد ابتكرت العديد من اللدان والمضادات الحيوية كلها تقريبا بسبب الحرب ومع ذلك فقد تخلص وجهة نظر متزنة إلى أن الحرب العالمية الثانية كانت حرب رجل الفيزياء أكثر منها حرب رجل الكيمياء خاتمة الطبيعة هي نظام تطور على أساس جزئي بصورة بطيئة جدا ويستطيع الكيميائيون حاليا أن ينتجوا جزئيات جديدة بسرعة كبيرة ذات تركيبات وخصائص يمكن التنبؤ بيها ويجب أن نكون حرصين على أن يدفعنا الجهل إلى الإخلال بميزان الطبيعة وبصفة عامة لم يقع الكيميائيون في هذا المحظور فقد قاموا باستنساخ الطبيعة وتعاونوا معها ونتيجة لذلك قاموا بإسهامات بعيدة الأثر ومفيدة بشكل عام لحياة البشر فقد ساعدت الكيمياء سكان العالم على أن يتحكموا في أعدادهم باستخدام وسائل منع الحمل يكونوا أصحاء باستخدام مضادات التسمم والعقاكير التي يكفي أن يكون لها الفضل في القضاء على أمراض مثل مرض السلة الرئوي يحصلوا على الغذاء باستخدام الأسمدة ومبيدات الحشرات يرتدوا الملابس باستخدام الأليافة الصناعية يستخدموا الألوان باستخدام السبغات الحديثة يقيموا في منازل من خلال إنشاء المباني التي أدخلت فيها مواد لدائنية جديدة ومواد عزلة وغراء يتمكنوا من السفر من خلال تطوير كيمياء البترول يستمتعوا بأوقات الفراغ من خلال استخدام المواد الحديثة من القوارب والأدوات الرياضية ووسائل التسليل الأخرى وفي إجاز أدخل الاستغلال الكيميائي للجزيئات تحسينات كبيرة على نوعية الحياة لإنسان القرن العشرين وتفوق الكيمياء كل فروع المعرفة الكبرى الأخرى في سلطها الوثيقة بمجالات الصناعة الرئيسية ومن ثم سلطها بالسياسة والابتصاد ومن هذا المنطلق فهي أكثر قدرة على التأثير قياسا بشقيقتينها الفيزياء والبيولوجيا ولما كانت العديد من كبرى الشركات العالمية شركات كيميائية فإن أفضل الأبحاث على الإطلاق يجري القيام بها في الجامعات ويأتي معظم التمويل لأعمال البحث من القطاع الخاص أكثر من القطاع العام وعلى ذلك فإن المرجح أن تزل الكيمياء هي الموضوع النشط والكبير حتى لو كانت تعد من وجهة نظر الكمهور العلم الأقل لإصارة عن بعض العلوم الأخرى وفي المستقبل يحتمل أن تلاحك الكيمياء الأهداف العريضة التي برزت واتضحت معالمها على مدى العقود القليل الماضية والتي تتمثل في البحث عن حلول جزيئية لمشاكل المجتمع ويبدو أن هناك هدفين واضحين لمثل هذا النهج أحدهما غير عضوي والآخر عضوي فيحتمل استخدام الكيميائيين غير العضويين الذين يهتمون بشكل متزايد بالمواد وخصائصها في توفير العناصر الجزيئية للأجهزة الإلكترونية أما الكيميائي العضوي فسوف يمضي في تقاربه مع المتخصص البيولوجي خصوصا في مجال أبحاث المخ ومع زيادة فهم وظائف المخ بصورة أفضل على المستوى الجزيئي فسوف يكون هناك مجال هائل لمحاكاة العمليات الطبيعية والتداخل معها ولو اعتبرنا البخ جهاز كمبيوتر فإن فرعي الكيمياء قد يتدامجان ولكن مهما كانت مشاكل عالم فبما أنه عالم جزيئي فيجب أن تكون هناك حلول جزيئية انتهى الكتاب شكرا لكم